بسم الله الرحمن الرحيم نتوكل على الله ونبدأ أهلا وسهلا بكم في أول أيام الماجيك ريفيو لـ USMLE Step 2 و Step 3 أسمع بقى كده من حضراتكم بس التأكيد أن البرزنتيشن فتح معاكم فول سكرين وأنكم شفتوا الشخبطة اللي أنا كتبتها دي لشان أتأكد أنه كله تمام تمام كله تمام تمام الهدف الرئيسي يا جماعة من الماجيك ريفيو بتاعنا بالذات لسيامة على مستوى Step 2 و Step 3 وأن إحنا بنريفيو الكلينيكال نوليج أو بنريفيو المعلومات الكلينيكية الهامة اللي هي بتتسائل فيه امتحانين امتحان Step 2 وامتحان Step 3 بس امتحان Step 3 زي ده فيه حتة صغيرة كده الحتة الصغيرة دي اسمها CCS Cases الـ CCS Cases دي أنا أخصص لها آخر نص ساعة من كل يوم يعني من كل يوم آخر نص ساعة نشتغلها CCS Cases هنهتم بشط الـ CCS اللي هو خاص بـ Step 3 فقط لكن فيما عدا ذلك الكلام اللي هنقوله ماشي Step 2 وماشي Step 3 لو فتحت الـ E-World بتاع Step 2 هتعرف تحل ولو فتحت الـ E-World بتاع Step 3 هتلاقي نفسك عرف تحل طيب الهدف برضو من ان احنا عاملين كورس Step 2 او كورس Step 3 بشكل مكثف بالشكل ده ان انا عارف وواصف ومتأكد ان اللي بيبقى داخل Step 2 مش بيبقى داخل كورس لنفس الغرض بتاع اللي داخل كورس Step 1 اللي داخل كورس لStep 1 ده ناسي تماما الـ Pathways بتاعت الـ Biochemistry وناسي الـ ATV وناسي المايكروبيولوجي والكوكاي والباسيلاي والكلام اللي يجيب احباط ده ونفسه في حد يأسسه من اول وبدل لكن اغلب اللي بيخشه كورسات Step 3 او بيسمع حد بيشرح قدامه Step 3 بيبقى فيه في دماغه معلومات لان ما فيش حد فينا بيتخرد او بيخلص كله الطب يعني من غير ما يكون درس بطنة وفي دماغه معلومات بطنة بتلف في دماغه معلومات اطفال بتلف في دماغه نسا في دماغه جراحة وللأسف الشديد اللي بناخده في الكلية اعلى بكتير من Level GP فانت بتحس ان اللي تبقى من المعلومات من اللي انت خدتها في الكلية دي قادر يسند معاك ك General Practitioner ويسند معاك في متحان السيكي كويس قوي لكن انت بتفتقد نقطة مهمة جدا هي دي اللي انت بتبقاك بتدور عليها هي ان حد يرتب لك دماغك يعني المعلومات موجودة بس عايزة تترتب بس وتتنفض كده اعرف ايه المهم اللي فيها وترتبهولي ان انا بعمل دي الاول وبعدين دي وبعدين الخطوة دي وبعدين الخطوة دي لو العيان عنده مشكلة في كذا بعمل كذا والتركات اللي هي لها اللي هي هيها بتتسير في الامتحان وبالتالي انا نفسي في حاجة تبقى مور اجزام اوريانت تعدلني على الابلة بتاعة الامتحان على اساس اقدر اقدي كويس واجيب سكور مخترم خصوصا ان ستيب 2 سي ك بعيدا عن ان ستيب 3 مش مطلوب فيها سكور نهائي انت مطلوب فيها انك تعدي فقط لكن ستيب 2 سي ك بالذات ستيل لسه فيها سكور حتى بعد ما تحولت ستيب 1 لباسور فيل فبقى سكور ستيب 2 مهم جدا وبقى عامل رئيسي وعمود اساسي في السيفي بتاعك لما تيجي تقدم على الماش خلونا نبتدي في اول يوم من رحلتنا الطويلة في الماجيك ريفيو ونبدأ ب day 1 كارديونج ويه البداية يا جماعة باول توبت معانا اكوردنج للجدول اللي احنا ملتزمين بيه هو الاسكيميك هارت ديزيز لو جينا نتكلم على الاسكيميك هارت ديزيز انتو عارفين ان ده معناته اسكيميا في الهارت يعني نقص في الاكسوجين سابلاي او الاكسوجين سابلاي اللي وصل للقلب اصبح لا يوفي لا يوفي حاجة القلب لانتاج الطاقة علشان يقدر يكون تراكت ويريلاكس يسيستول ويضايستول فبيبدأ القلب بينقح عليك بكاردياك تشيستبين والكاردياك تشيستبين ده بيبقى ليه مجموعة من الكريتيريا هنتكلم عنها كمان شوية ولكن الاسكيميك هارت ديزيز كمصطلح عام يشمل مصطلحين زي ما كلنا عارفين يشمل حاجة اسمها انجينا او انجينا ويشمل مايوكارديا الانفاركشن والانجينا بدورها بتنقسم الى شرطين ستيبل انجينا او ستيبل انجينا وانستيبل انجينا او انستيبل انجينا اللي هي خلاص على وشك انها تقلب لميوكارديا الانفاركشن ومهم طبعا تبقى عارف ان اهم سبب والبرايماري كوز للإسكيميك هارت ديزيز انجيرال هو التصلب الشرايين لسيما ضيق الشرايين التاجية او الاثيروس كيليروتك ناروينج او الاوكلوجن بتاع الكورونا ريارت مهمة بقى النقطة دي في اسئلة اليوورند او في الاسئلة انك تبعارف ايه الموست الموست سيجنيف ريسك فاكتور اللي بيؤدي الى زيادة احتمالية حدوث الاسكميك هارت ديزيز اهم ريسك فاكتور هو وجود حد قريبة درجة اولى وجالوا ايرلي كورونا ريارت ريديز اذا ايرلي كورونا ريارت ريديز ايه دي دي يعني قرابة دم اللي هو خلال خالة عمك اخوك ابوك امك كده وفي سؤال مهم جدا دكتور تاح ايرلي دي معناها ايه ما معنى كلمة ايرلي والله ايرلي دي يعني اي ميل جالوا كورونا ريارت ريديز قبل سن 55 او اي ميل جالها كورونا ريارت ريديز قبل سن 65 ده يتعد كايرلي ويتعد كابريم ايه ده المست سيجنيف كنف ريسك فاكتورز اخرى كما هو مكتوب امامك في الكيف فاكت اللي منقول من الفرست ايه اللي اللي كلنا عارفينها وما عقدتش ان حد من اللي عاد ما يعرفش انه مثلا تقدم العمر من الريسك فاكتور الريسك 65 الديابيتس از الريسك فاكتورز وجود فاميلي هستوري حلس السائلين دلوقتي قربة درجة اولة هايبر لبيديم واحد عنده افتفاع في الدهون واحد عنده هايبر تنش الميلز اكتر من الفيميل في حدوث الانجنا هما اللي بيجيبولنا الزبح دي معروف اه او التدخين خلاص التدخين برضو ممكن يؤدي الى حدوث برضو الريسك فاكتورز فاكتور لكن مهم جدا انتم عارف الموست سيجنيف انت ريسك فاكتور هو والموست كومن كوز للميو كارد ان فاكتور هو قبل مبدأ كلام على الريسك لازم افكرك بسرعة كده اللي تكون ناسي ولا حاجة والله ناسي يا دكتور ايه اللي ما شاول عليه بالسهم ده الاسسيندينج بيطلع منه اتنين كورونا بيطلع على الشمال واحد بيطلع على اليمين الليفت كورونا ري ارتري ورايت كورونا ري ارتري يا عزيزي المشاهد بيطلع ويجي مكسوم بسرعة لبرانشين برانش بينزل كده على الانتيريور سيرفز بتاع الهارت بيسموه لفت انتيريور ديسسيندين وبرانش بيلف على ورا بيلف على اللاترال بوردر او اللفت لاترال بوردر بيسموه سيركم فليكس برانش ويه السيركم فليكس برانش ده قبل ما يلف بيدي برانش تاني كده بينزل بحزة اللفت لاترال بوردر بتاع الهارت بيقول عليه مارجنال برانش او لفت مارجنال برانش وعدم بلف سيركم فليكس على ورا طيب في نفس الوقت الرايد كورونا ريارتري لما بيطلع هو بنفسه بذاته بشخصه بيلف على ورا لما هيلف على ورا هيقابل مين هيقابل اللي لفت هيقابل السيركم فيقابل السيركم فليكس ورا ويعملوا مع بعض اناستموز يعملوا بس قبل ما اناستموز مع السيركم بيجي مدي برانش اسمه رايد بوستيريور ديسندي ينزل بردو كده على البوستيريور سيرفس علشان يعاناستموز مع لفت التي ديسندي يبقى فيها اناستموز ما بين لفت الانتير ديسندي وRight Posterior Descending بيعملوا على الأستموز مع بعض عندنا Left Coronary Right Coronary إذن أدي Left Coronary Right Coronary هذا كثرة أدي Circumflex أدي Left Anterior Descending أدي Left Marginal أدي Right Coronary يلف بنفس وعمل أنستموز مع Circumflex وده Right Posterior Descending بأنستموز مع Left Anterior Descending ده Overview سريع على الأنتومي بتاع الكورون نرجع مرجعنا بال للإسكمية بس تعالوا نتكلم على الأعراض طبعا أنا مش هقعد يعني أقول لك إن الإسكمية أنه يوم ما بيمانيفست بيمانيفست بحاجة اسمها Cardiac Chest Pain ده أنا كده أبقى بضيع وقت وقتك وبرضو أضيع وقتك لما أقول لك إن Cardiac Chest Pain ده هو بيبقى Diffuse Retro Sternal العين ما عافش يشاور عليه بصباح واحد وإنه بيسمع على الدرع الشمال غالبا وقد يسمع في الماندبل أو يسمع في الظهر أو يسمع في الرقبة وممكن يسمع في فم المعدة اللي لكن هو غالبا Diffuse Retro Sternal وبيسمع في الدرع الشمال ولكن مهم جدا تعرف إن الإسكيميك هارت ديزيز ممكن تبقى عند العيان ومش حاسس بيها مايبي اسمتوماتيك ما بتبقشي تدي أعراض إلا لما تتحطت تحت كاتيجوري من الثلاثة Stable الانجنة العيان بيشتكي بيشتكي من typical chest pressure أو typical chest pain مع دي شديد في التنفس ونهجان بيحصل مع المجهود ودي أهم كلمة Accessorated by exertion أن الأعراض تحدث عند بزل المجهود العيان أول ما بيرتح ويقعد يراح شوية يلاقي الوضع راح أول وضع ممكن يروح لما العيان ياخد حباية تحت اللسان حباية تحت اللسان دي اللي هي حباية الـ nitrate أو nitroglycerin اللي هنتكلم عنها في التريتمنت بتاع الانجنة كمان شوية طب ده معناته هي العيان ده عنده stable انجنة وستيبول انجنة معناها إن الكوروناري مديئ بس ما تسدش مديئ بس ما تسدش stable flow limiting atherosclerotic block ماذا عن الاستيبول انجنة أو الـ الـ الاكيو كوروناري سندروم نفس الاعراض اللي هي الـ chest pressure و shortness of breath عادي خالص بس شوف دي حصل مع minimal exertion وفي بعض الأحيان تحدث اترست والعيان قاعد مريح إذن عمرها ما هتروح لما العيان يريح لأنها حصلت أصلا والعيان مريح وفضلت مسكاة لمدة تزيد عن التلك ساعة وممكن الألم تلاقي تحسن بسيط مع النيتريت ولكنه لم يختفي تماما مختفاش تماما وده بيخلي العيان يجري ويروح فين يجري ويروح على الطوارق يجي لك بقى الامرجنسي علشان تتصرف معايا تعمله بقى أسطرة تلحق وزي ما هنتكلم كمان شوية الانستيبول انجينا أو الاماي معناته إن الكوروناري تسد أو بإيه اللي يسد الكوروناري يا الاسيروس كيليروتك بلاك والجلطة دي سدت الكوروناري بشكل شبه تام في الانستيبول انجينا أو بشكل تام في المايوكارديا الانفاركشن وإن العيان لازم كده كده يتلحق بإنك تدوب له الجلطة أو تشلهله بأسطرة خد بانك مش كل العيانين بيجوا بالكارديا كيست بين بعض العيانين ممكن يقولك بأتيبيكال سيمتوم قلبهم عمره ما بينقح عليهم يعني في عيانين ممكن يجوا بنهاجات يجي بمل القي يجي عرقان كده وحسس ان روح مسحوبة بس ما عندوش اي نوع من انواع التشيست بين اغلبهم بيكونوا الناس الكبار في السن او اللي عندهم سكر او اللي زرعين قلب عارف ليه ايه الحاجة المشتركة بين التلاتة دول لو حد فيكو يقدر يكتب لي على الشات علشان تبقى الحصة على خفيف ايه العمل المشترك بين الحد الكبير في السن والحد الضيابيتك القلبر لضيابيتك والحد اللي زرع قلب ان يوروبس يا جماعة ان ما فيش اعصاب اللي زرع قلب بيبقى زرعه من غير اعصابه واللي عنده ضيابيت تزدعم له ضيابيتك نيروبس ففاقد للإحساس ما بيحسش بواجع ما بيحسش بقلم هو ده اللي ممكن يجي لك بأتيب في حالة واحدة في اليور اللي تجد كده وكانت لف بعض الشيء هتقابلوها وانتو بتحلوا ان شاء الله طب لو جيت افحص العين هلا ايه احلا والله بالفحص ممكن تلاقي العين ما عندوش حاجة خالص خصوصا لو كان العين مهو جاي لك وهو ما عندوش الاتاك فهتيجي تفحصه مش هتلاقي حاجة طب اثناء الابيسود بتاعت الانجين ممكن تسمع ايه مثلا وانت بتقسكلتة الهار قال لك والله احتمال مي بي مش اكيد انك ممكن تسمع اس فور او تسمع ميرمار مايترا ريجرج انت عارف لو سمعتهم ده معناته ايه رسمي فهم نظم العين ده جاله اما اي في حتة من قلبه ماتت هبسطها لك الاس فور مبدئيا كده لغاية ما نتكلم عنه بالتفصيل في الاسكالكيشن الاس فور is a sign of الاس فور is a sign of حد يقدر يقولي الاس فور is a sign of heart failure يا جبا الاس فور is a sign of heart failure او بالذات اللي هو خشونة في القلب طب ما خشونة القلب دي انتو عارفين بتحصل بسبب ايه خشونة القلب دي بتحصل بسبب ان في حتة من القلب ميتة فالحتة من القلب اللي ميتة دي هي اللي عمل خلت القلب بقى خشن بقى stiff فبالتالي هو ده اللي بيدي الفور heart sound اللي بيخليك تسمع الheart sound الرابع طب تحصل ليه في واحد عنده اما هاي ايه مايلوقش لو البابيلر يماصل دي ماتت والكردة تنديني دي رب شارط السمام هيبدأ يلوق ولما السمام يلوق يبدأ يرتجع ويحصل ريجرج ويديك ميرمار ميترة ريجرج فلو سمعت اس فور وسمعت ميرمار ميترة ريجرج في عيان عنده ischemic heart disease وبدأ رسمي يكان عنده مي قبل كده يهو جاي دلوقتي بم اي اصلا وعنده ميترة ريجرج ممكن تلاقي العيان عنده اعراض الهارت فيلير طبعا science of heart فيلير ده بالتأكيد علشان ما هو قلب اسchemic تفكر هيبقى قلب اسchemic ممكن يبقى فاشل الهارت فيلير دي بقى ليه اعراض كتيرة نكتلم عنها في سكشن الهارت فيلير دي تاني في حصتنا النهارده زي بقى جادولار فينس دي ستنشن وجود مسلا كونجيشن عن رئتين اللي هي خرخشة في الرئتين هيبات وميجالي علشان الكبد الدم اللي فيها ما بيرجعش للهارت دي ما كلام من هذا القبيل ممكن تلاقي عنده اعراض vascular disease health يعني اعراض تصلب الشرايين في مكان تاني زي مثلا ممكن تصلب الشرايين وبقى صايب مين اللي موجود هنا الكاروتيد artery ممكن ما فيه الكاروتيد artery ashroskerenosis عامل كاروتيد stenosis نفسك جدت وحط ايدك كده سامع صوت الدم وهو ماشي في الكاروتيد من كتر ما الكاروتيد خشن وناشف ومدياء هسامع كده هزة تحت ايدك يسمع الكاروتيد درويد دي من ضمن الاعراض اللي ممكن الحاجات اللي تشوف ها في ال examination في الكيس العيان ممكن يبقى جاي لك عرقان وحسس انه بيموت وفي حاجة اسمها levin sign او levin sign لو انت تتكلم فرنساوي العيان غريبة من راحك كده كافش كده ماسك كف يده وعمل قبضة يده كده وحططها على قلبه clenched right fist held over the chest when describing the pain اسمها levin sign تمام طب حير وكل دي طبعا بالexamination في اتنين key facts قايلهم الفيرستيد او قايلهم الفيرستيد في الحتة دي انه عايز بس الفيرستيد يوصف لك كويس جدا الفرق ما بين الانستيبل انجنا والانستيبل انجنا وعايز يوضح لك ان الانستيبل انجنا دي يا ام new انجنا حصلت في عيان اترست يا ام عيان بقاله فترة طويلة عنده استيبل انجنا وتدتCare امرها بتحصل المرات اتج جاله اترست هو عايز يوضح لك ان الفرق بين الانستيبل انجنا والصтеп انجنا خطRes الفرق بين اللصة في كلمة واحدة اترست الاستيبل انجنا اتفورت او دي كلمة اللي احنا لسه عيلنا من شوية بنقيدها مرة تانية ان certain patients زي الناس الكبار في السن او اللي عندهم diabetes can present with ischemic heart disease with highly atypical symptoms زي انهم عندهم شستيبين يجي لهم ديسنيا ويجي لهم اي حاجة تانية كلام ده احنا قلنا بس منقيد عليهم مرة تانية طب امانة جحالة ischemic heart disease جاي لعيان عنده ischemic heart disease المفروض اللي لازم افكر ان اعملها رسم قلبي يا سيدي الفاطر اول حاجة حضرتك ischemic الا لو كان myocardial infarction في الحالة دي هو داخل طوارئ فالاولوية انك تديره حاجة تريحه قبل ما تفكر تعمله اي investigation لكن in general في ischemic heart disease ان انا اعمل ischemic وفي ischemic heart disease هتلاقي P wave with URS with T wave عينك لازم تركز على الحتة دي في الاسي جي الحتة دي اسمها ايه st segment الحتة دي هتلاقيها يعني مرفوع الفوق يا نزل التحت لو نزل التحت تبقى انجنا لو مرفوع الفوق تبقى myocardial infarction يبقى لو st elevation تبقى ايه معاي لو st depression تبقى انجنا والانجنا دي هتبقى يا stable يا unstable بتميز ما بينهم ازاي clinical presentation بتاع العيات لو الانجنا الرست تبقى unstable لو الانجنا وبتخف مع الرست تبقى stable وهكذا ازا الاسي جي بيحللي ضايا لما كبيرة باني ببص على st segment بشوفها elevated ولا depressed وفي حاجة تانية باسمة q wave changes والاظهر اسي جي changes اللي بتاعصن في الاما هاي هحكي عليها كمان شو هستعجلش عليها بتبص على اسي جي changes وتعرف ان كان العيات انجنا ولا اي مار وان كان انجنا من الكلينيكال presentation بتقدر تحدد هل هو stable انجنا ولا unstable انجنا طب ايه تاني بستفيدوا من الاسي جي بستفيد من الاسي جي اني من الاسي جي leads من الاسي جي بتاعة الاسي جي اللي فيها الاسي segment change اقدر اعرف الدي او الاوكلوجن فأني برانش من برانشات الكورونا واقدر اعرف اني حتة من القلب هي اللي بتعاني من الاسكيميا او الانفارش في تلات انواع او تلات areas of infarction او تلات areas of ischemia لازم تعرفهم كويس اوي زي اسم الانفيريور wall of the heart او posterior surface of the heart اصلي القلب قاعد في الصدر عام الكل فالورا ده بيسموه posterior surface بيسموه inferior surface فانفيريور wall هي هي posterior wall هل الاسكيميا والانفارشن في الانفيريور wall ولا الاسكيميا والانفارشن في السيبتل ولا الاسكيميا او الانفارشن في الاترال wall ولا الاسكيميا او الانفارشن في الانتيريور عافية السيبتل دي هي الانتيريور يعني السيبتل اللي ممكن تكتب عليها anterior wall فانتيريور wall اسكيميا او انتيريور wall هي هي سيبتل اسكيميا او سيبتل الانفارشن فاليها anterior wall mi inferior wall mi ولا lateral wall mi هل هي anterior wall اسكيميا inferior wall اسكيميا ولا lateral wall اسكيميا نقف الكلام ده من من انهي ليد في ال ECG هو اللي في الاستي segment change لو لقيت الاستي segment changes حصل فليد ال AVF F F تبقى INF inferior wall mi ثلاث حرف مع ثلاث حرف حلوة مشيها AVF INF inferior wall mi مع الAVF بتلاقي فيه كبان ST segment changes فليد 2 3 ال ECG anterior wall mi او سيبتل MI ده معناته انك هتلاقي ECG changes anterior leads anterior leads هي اللي بت monitor anterior wall والanterior leads دي اللي هي V leads او chest leads اللي هما V 1 2 3 4 بس انت بتلاقي من اللي change V 2 3 V 2 3 الاتنين اللي اللي محطوطين على السبطة اللي في نص السبط V 2 3 V 2 3 بس فلو لقيت changes في V leads أو chest وبيبقى معا كمان V 3 وقصدي V 5 و V 6 وبردو lead number 1 بس اهم كلمة V lateral wall AV inferior wall V 2 V 3 7 أو anterior wall ام 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 و لما تعرف المكان اللي فيه schemia أو المكان اللي فيه infarction قدر تستمتغ انه ارطري هو اللي افكت لانو automatic لو anterior wall in my يبال افكت دي انتير your descending artery ولو lateral wall ام اي هيبال افكت دي كان بيلف lateral حد فاكر اللي كان بيلف الهاتنا اللي هو مين الصير conflux branch او lift circum flex artery لو posterior wall mi او inferior wall mi يبقى اللي كان وارا اللي راح على وارا كان مين ال right coronary artery وإحنا بنشرح الاناتومي شوية عرفت قيمة ان احنا شرحنا كلمتين anatومي عشان تفيد معايا يبقى الانفير wall mi locclusion هيبقى في right coronary simple mi locclusion هيبقى left anterior descending lateral wall mi هيبقى locclusion في left circum flex طيب جميل جدا في لقطة كده انا واخدها نصا من ال u or ده هتطالك من u or او الله مش جهب حاجة من عندي دي من u or u or مفير يقول ام عايب بعدهم occlusion for right coronary نقوم كلهم جايين ب severe bradycardia very severe bradycardia heart rate 30 heart rate 25 كارثة كده bradycardia لو سكبت على شوية يموت فيها حد عارف السبب غالبا بيكون ايه لان في اغلب البشر blood supply بتاع S A node او synoetrial node اللي هي بالكهرة بالقلب والمسؤولة عن التحكم في heart rate بتاعك بيبقى جاي من right coronary فلو قفلت right coronary مودت S A node فبتحصل ظاهرة تدعى sick sinus syndrome sick sinus syndrome ده او sickness of the S A node بيخلي S A node تموت تشحر فيبدأ مين اللي يبقى بيتحكم في heart rate لما S A node تموت لو حد فيكو يكتب لي عشات علشان يبقى الموضوع interactive لو S A node ماتت مين اللي بيبدأ ي regulate heart rate ويتحكم في heart rate L-AV node برافو عليكم ممتازين ده L-AV node هو اللي بقى للي بس مشكلة L-AV node انه بيد بمعدل اقل بكتير من S A node بس تلاقي heart rate نزل في الارض هشوف مكتوب قدامك اهو في L-AV مشال اللي بقول ده L-AV اللي بيقول acute inferior wall myocardial infarction often cause sinus bradycardia due to an increase في ال vagal tone سيبك من increase في vagal tone بس مهي triggered by S A node هو ده لازم يتلح الاول بايه قبل حتى ما تعلاله ECG قبل ما تعلاله ECG عيان جاي لك ب bradycardia first step management تعمل معي atropine على طول atropine قبل اي حاجة اعلي heart rate واظبط نبض القلب وخلي معدل نبض القلب مقبول بعد كي ابدأ علاله ECG بقى وشوف الاسكيميا فين هنلحق ولا هنهبب معي لكن first step management في تلك الحالة is to stabilize the patient في emergency دائما first step is to stabilize the patient stabilize the patient باني لو شايف ان بتاعه brady قلبه هيوقف bradycardia دينه atropine الاول اصبط نبض وبعد كده ببقى افكر investigate for the cause انا شايف ان cause اغلب الظن ischemic heart disease دكتور تحق لنا اول خطوة بعد كده ونشوف يبقى عرفنا احنا كده استنتجنا ان l-cg بيفيدني باني بعرف هل هي angina ولا m-i ولو كانت angina و m-i بقدر كما معرف فين مكان الischemia ومكان l-infarction فين من branch el-coronary وده همه راجعة سريعة في ال-table ده تلاقي ملخص لك arterial supply بتاع الheart في اغلب البشر بيبقى جاي منين يعني l-infarction descending بيدي l-infarction circumflex بيدي ال-right coronary بيدي حتى هتلاقي اغلب الناس ال-se node بيعيلها blood supply من ال-right coronary artery والposterior descending مش موضوع يعني المهم ان ده جدول بلخص لك الكلام يعني طيب عملنا ECG هل في حاجة تانية تتعامل لدكتور بعد ال-ECG اه طبعا دمعة ال-ECG بتسحب له دم وطبعته cardiac enzymes اساسي انزيمات القلب او cardiac enzymes ده بتتسأل عليها cardiac markers تشمل التروكونين وال-CK وكرياتين كاينيز واحد تالت كده مالوش لازمة اسمه لكتيد دي هيدروجينيز مش موضوع المهم cardiac biomarkers او cardiac enzymes ايه لازمة ال-cardiac enzymes دي اللي بتؤكد لك ان في حتة في القلب بات لان امتى الانزيمات بتاعة القلب بتعلى في الدم لما تكون في خلايا قلبي ماتت واتكسرت وطلعت الانزيمات اللي فيها في البلغ اذا to confirm that there is MI elevated cardiac enzymes تساوي MI ملاي دعي مجالة للشق طبس الاك سؤال لو واحد لقيت عنده elevated cardiac enzymes لكن ال-ST segment مش elevated ده يب MI ولا لأ ال-cardiac enzymes بتاعته عالية لكن ال-ST segment مش elevated ده بMI ولا لأ MI برضو إذا الله MI آه أصلي في نوع من ال-MI اسمه non-ST segment elevation myocardial infarction يا عزيزي المشاهد ودي غالبا بيكون ال-very early MI اللي هي ال-ST segment ما ترفعتش بس هتترفع بإذن الله بس تصبر عليها شوية الموضوع مسألة وقت ده معناته إنه بدري ده ممكن يتلحق بفرصته أحسن فال-cardiac biomarkers أو-cardiac enzymes بتفيدني كذا استفادة أولا بتأكد لي أن العيان بتاع عيان MI مش عيان أنجنة وفي نفس الوقت ممكن استخدمها كوسيلة for early detection of MI خصوصا لو كان لسه ال-ST segment في ال-ESG ما ترافعتش ما في لسه ما فيش ST segment revision MI طب كويس جدا حلو شخصت بقى باش أو عرفت العيان بتاعي في سلة الأنجنة ولا في سلة ال-MI ال-Next step اللي بعد كده تعالوا نمشي مع سلة سلة تحبوا نمشي مع سلة ايه نمشي بالترتيب تعالوا نمشي مع سلة الأنجنة الأنجنة نوعين حد يفكرني كده ستيبل وانستيبل لو ستيبل يبقى العيان ده هيبقى جيلك ما بيشتكيش لأنه قاعد معاك في العيادة الحل خليه يلعب رياضة خليه يلعب رياضة علشان نبريسيبيت الاسكيميك تشينجز في ال-ECG لعبه رياضة وهو بيلعب رياضة على ال-ECG اللي بيقولوا عليها جماعة رسم قلب بالمجهود تسمعوا عنه هل يلعب وانعلاله ECG وانمونتور هل ال-ECG حصل فيه تشينجز ولا طب جميل هل في بديل لأن لعب العيان رياضة قالك آه في بديل إنك تجهد القلب بدوى بيضغط على القلب وخليه انطبت زيادة وكأن القلب يلعب رياضة يبيت قال عليها Medical Stress Test مش Exercise Stress Test Medical Stress Test طب امتى نعمل Medical Stress Test بدل ما نعمل Exercise Stress Test لما يكون العيان عنده حاجة بنعمل نلعب رياضة مثلا عنده مشكلة في المفاصل مفاصله بتنقح عليه ما عرفش العب رياضة كلام من هذا بطبيق طب هل هناك بديل لرسم القلب كوسيلة نحن نمونتور القلب قالت آه ممكن تمونتور القلب بالإيكو بدل ما تمونتور بالإيس جي طب امتى ما ينفعش المونتور القلب بالإيس جي لما يكون العيان أصلا عنده baseline أريزميا يعني هو أساسا عنده أريزميا الأريزميا دي تخليني أنا مش عارفة إنتربريت الإيس جي كما ينبغي لأن العيان أصلا مثلا عنده اي اف أو عنده ongoing اي اف مثلا وعنده irregularity في الفلس irregularity بتاعت الفلس دي تخليني مش عارف أأنتربريت الإيس جي كما ينبغي فبس تعيد عن الإيس جي بالإيكو ففي حاجة سماخد بالك exercise stress testing with إيس جي أو medical stress testing with إيس جي أو medical stress testing with إيكو لك أن تتخيل ذلك أهو اللي بيقول برضو مش أنا اللي بقول إن الإيكسرس stress testing is useful in the initial diagnosis of coronary artery disease and in providing prognostic information in patient who is known or highly suspected coronary artery disease يعني عارف إنت لو عيان عنده stable engine ومشي على علاج هو معروف إنه عنده stable engine ومشي على علاج عملتله رسم قلب بالمجهود وهو ماشي على العلاج ولقيته طلع negative negative stress testing ده يثبت إن الشخص ده رسمي is less than one percent إنه يجيله MI في خلال السنة اللي جاية يعني once ما عندك one negative stress test مبروك إنه السنة الجاية رسك إن الانجنا بتاعتك تقلب إما هي أهل من واحد في الماء وده سؤال تسأل في اليورلد في قتة تنمين أكتر حاجة تديك prognostic evidence في عيان الاسchemic heart disease فاليورلد جاب لك اختيارات كتير قال لك سنه ولا مش عارف ايه ولا control diabetes ولا بقى ورح حقيق لك negative exercise stress test في الاختيارات فبتتختاري negative exercise stress test negative exercise stress test is the best prognostic indicator في الاسchemic heart disease لسيامة في مرضى الأنجن طب هو لو العين بقى unstable engine أو الام وي لأ بنجري به ده أسطرة بيتعمله أسطرة علشان ندوب له القلطة أو نشله القلطة زي ما نتكلم كمان شو هاي هاي زيد الأكيوب كوروناري سندروم ليلته مختلفة تماما أصلا عيان الأكيوب كوروناري سندروم ده ده عيان بيجي لك غالبا ايه emergency آه قلبي خلاص ده اللي داخل عليك بيقول آه يا قلبي بيسرخ واجع في قلبه عرق شديد لو سيت عنه شوية هيموت منك طيب عيان آه آه قلبي برادي كاردي رد علي فرست ست أتروبي رابو عليكم نزيم فرست ست أتروبي وده غالبا لو عنده هاي هيبقى فين غالبا لو عنده مايو بيخلوش فيه في الراي وده عامل للس اي نود عامل صحين ومركزين معايا لو انا قدامي عيان وقلت ايه ده عيان ده ده شكله كده مبدئيا كده جماعة وعاني كورونا سندروم ايه اول حاجة غريبا بتتعمل معايا اسبرين ونايتريت وعلى فكرة هنا في امريكا الاسبرين والنايتريت دول غالبا بياخدهم في عربية الاسعاف وهو جاي غريبا هو بيكون جاي لك اخد اسبوسيدو نيتريت اصلا هو مش مش مستني لما ييجي وانت اللي هتديهم له ده غريبا بيباخدهم وريدك طب سؤالي يعني يا جماعة هو العيان ده لما اخد النايتريت طالما هو هيتحسن عليها ولا ما يتحسنش او بتاعه يخف ولا ما يخفش لأ غريبا مش هيخف لان ده كورونا سندروم بانستيبل انجيلا او اما اي ممكن تحسن الوجع لكن يخف لا ما يخفش تماما يعني ده لسه محتاج اديشنال مانجم ده ما هنتكلم دروقات الحال اذا يا جماعة الانيشيال مانجم فيه الاتيوب كورونا سندروم يشمل انك لازم تأنت كواجيوليت العيان ليه لان ده عيان عنده غلطة فانا مش نايز ان الجلطة دي مش عايزها ولا تزيد في الحاج ولا عايز الجلطة يجو جلطتين فاول حاجة انا بفكر فيها اني لازم اسايل الدم ادي ده وسيولة بنده ايه مثلا والله يقول لك low molecular weight heparin او unfractionated heparin او aspirin aspirin اللي هو anti-platelet drug وبنده بعد كده حاجة improve chest pain او ابدأ افكر في chest pain اني احسنه بالنبدي nitrate او nitroglycerin فاسبوسيد و nitroglycerin او aspirin و nitroglycerin ده اهم اتنين لازم ابدأ بيه طب وبعد كده العين ده بيبقى بينهج وعنده نهاجان طالما عين دخل الطوارئ عنده نهاجان يبقى لازم اعلق لأوكسوجين حتى لو كان المشكلة مش في الرئة اساسي لازم اعلق الاوكسوجين طالما بينهج لازم بتديله supplemental oxygen طبو بعدين ابدأ افكر بقى في النلحة الان عندي قلب يا مات يا بيموت انا كطبيب ابتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون لسه بيموت يكون ما ماتش لسه ما ماتش وشي بعموت فطالما هو بيموت يبقى الحل الحق علشان ما يشبعش موت لانه لو شي بعموت مش عارف رجعه للحياة تاني فحلو جدا فالحل ان انا اعمل ايه ادي حاجة تقلي لاحتياج القلب من الاكسوجين وفي نفس الوقت ما تأثرش بالسلب على ادائه واكتر دواء بيوفر مفعول السحر في تلك الحالة هو البيتا بلوكر مين اشهر بيتا بلوكر بنيديه لمرضى القلب لازم اسمعها من حد فيه قول ان لو ما سمعتهاش يبقى لازم نرجع للفارما بقى اشهر بيتا بلوكر بنيديه نبي فيلول شغال بس فيه واحد اشهر ومركما الكارفيديلول يا بحمد الكارفيديلول الكارفيديلول ارجوك تسار خلاص الكارفيديلول حتى ده على فكرة لازم تكتبه في الوردر في السي سي س وهناخد سي 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 س كيس تشيست بين طبعا وهنعملها مع بعض وهقولك ان من اهم الوردرات الكارفيديلول فبالتالي بيتا بلوكر لان البيتا بلوكر ده مش بس هايهبط القلب ويقلل مجهوده فيقلل احتياجه للأكسوجين فلو الدم اللي جايله قال اه الحتة اللي بتموت مش هتحس بمشاكل قوي لان مجهودها قال واحتياجها واستيلاكها للأكسوجين قال لا ده كمان البيتا بلوكر على فكرة لما بيقلل الهارت ريت بيزود الطايم فور فيلين يعني القلب بعد ما كان بيومبوت كده بقى بيومبوت كده بقى في وقت اكتر القلب يملى فيه فالقلب لما يملى دم كتير يجي تستريتش في كونتراكت اقوى وبالتالي ده لا يؤثر بالسلب على كمية الدم اللي خرجها من الهارت ما بتأثرش الوقت بتقلل احتياج القلب للأكسجين ويا دي فكرة البيتا بلوكر وعلى جن كده البيتا بلوكر اتسألت في ليه وورل في الاكيوب كورونا ما ينفعش دكتور يخش امتحان ستيب 2 ويخش امتحان ستيب 3 وما يعرفش ان من اهم الحاجات اللي بندية العيان الاكيوب كورونا هو هو البيتا بلوكر ولكن اي دواء هو سلاح زو حدين امت اوعى يا دكتور تهوب نحية البيتا بلوكر او لو هوبت نحيته هوب نحيته بحرص لما يكون العيان ده اصلا عنده previous history of severe heart failure هو اصلا قلبه فاشل مش ناقص تديله دواء يريحه هو اصلا قلبه فاشل ومش ناقص تديله دواء يريحه بص معي على كلمة اليورلد مش انا اللي بقول برضو ده اليورلد اللي بيقول acute coronary syndrome due to non-ST elevation myocardial infarction or unstable angina is treated with dual antiplatelet therapy لازم بند العيان ده وسيول قلنا anti-coagulation anti-plate أو anti-coagulation a beta blocker and statin لو العيان الدهون عنده عليه however beta blockers should be avoided وفي بعض المصادر يكتب used cautiously avoided وخلاص in patients with acute decompensated heart failure as they decrease contractility and heart rate and may worsen أو precipitate البلمونة ريديمة فتعلج العيان من الام وآي واتدخله في acute decompensated heart failure ونخش البلمونة ريديمة مايموتش من الام وآي بس يموت من البلمونة ريديمة يبعليك تنت من حاجة كتعنده بس قتلته خلاص فبالتالي البيتا blockers لحظوا حدين في مرضى acute coronary syndrome أي نعم يا gold standard في treatment لا لكن تكتر ان احنا بنستخدم ها بحرص للسيام في مرضى severe heart failure لكن بنتدي زي ما اتفقنا anti-platelet agents أو anti-platelet drugs بخلاف الاسبرين ممكن ندي clopidogrel rasogrel tigagrelor اي جريل ممكن تدي مع الاسبرين عادي دول anti-platelet drugs خصوصا لو كنت هتركب دعان لازم بيمشي العيان على anti-platelet drugs في برضو عندك other anti-platelet drugs زي glycoprotein 2b3a antagonist اللي بتشتغل على glycoprotein 2b3a receptors اللي على سطح الplatelets دي من ضمن الميدياتور زي الابسيكسيماب أو الابتي فيباتايد أو الابتي فيباتيد والتيروفيبان أو البي باليرودين دولة ممكن نستخدمهم خصوصا لو هتعمل للعيان catheterization وحتعمله انجيوبلاستي أو برضو يعني إذن تستنتج من الدباجة الطويلة العريضة دي إن احنا بنلعب في الابتي coronary syndrome أو الMI على ثلاث محاول anti-coagulation nitroglycerine وبيتابلوكر anti-coagulation nitroglycerine بيتابلوكر لخلاف إن احنا بنبدل العيان اوكسجين علشان عنده بيتابلوكر anti-coagulation nitroglycerine بيتابلوكر اوكسجين anti-coagulation nitroglycerine بيتابلوكر anti-coagulation nitroglycerine بيتابلوكر اوكسجين البيتابلوكر يوزد كوشاسلي لو العيان عنده acuity compensated heart failure وبعدين ابدأ شوف بقى بعد ما ريحت القلب علشان تتمنى ان الحتة تكون لسه ما متنش وبعد ما ديت دواسيولة علشان الجلطة ما يبقوش جلطتين وعشان الجلطة ما تكبرش ابدأ بقى فكر هو العيان بقى له قد ايه عنده الضلطة لو لسه في بتاع 90 دقيقة 90 دقيقة ده تقريبا توك شو بقى اسمه 90 دقيقة مش فاكن والله او مدت متش كورة لو لسه في بتاع 90 دقيقة ده ممكن تتدخل بأسطرة تدخلية PCI وكل المستشفات الكبيرة بيبقى فيها قسم القسطرة القلب بمعهد القلب برضو في مصر موجود في قسم القسطرة القلب القسطر العيني في وحدة كاملة الPCI او وكل المستشفات الخاصة كبيرة بقى زي دار الفؤاد السلام الدولي الكلام ده كله بتلاقي ايه PCI او تلحق بتخش بأسطرة نشيل الجلطة طب لو الامكانيات مش متوفرة ما عندناش وحدة أسطرة او العيان عد عليه اكتر من 90 دقيقة ممكن نلحقه بيدوى بيدوى بالجلطة مشهور جدا وموجود بقى في كل المستشفيات ده عادي اسمه تيشو المشاهد ان حقنة TBA لها contraindications بتاعتها مش اي حد ينفع ياخد حقنة TBA contraindications بتاعت TBA لازم انت تعرف كويس والfirst aid كان حطيتها في كيف اكت على جنب بس هنا لازم تذكرها العيان ده مثلا عنده history انه جاله قبل كده نزيف في المخ او نزيف معوي لسه عامل عملية من قريب او لسه كانت عنده جلطة في المخ من قريب فانت ما انتاش عارف الجلطة دي اسكمك ولا هيموراجك ولا وضعها ايه ضغطه عالي جدا ماينفعش حد عنده ضغط معدي ال180 على 110 ياخد مزيب للجلطة لان الضغط العالي مع مزيب الجلطة مع السيولة البلوت فيسل هتطرش والعيان ممكن يفرقع دم في وشك ده ممكن جسم العام ده نفسه جاي فرق ما للقضة دم طبعا انا بغذر ده يعني مبالغة اولا العيان عنده اصلا مرض صيون عنده اساسا مثلا هيموفيليا او عنده حاجة او عنده مصيبة كل دي كونترا تيبي لازم تعرفها كويس جدا صم زي اسمك اذا حلو خالص عرفنا وبعد ما عملنا للعين يجرينا بيه على وحدة الاسطرة يا الدينالو ده وموزيق للضلطة لو ما عنده كونترا انديكيشن طب فحالة انه هو عد عليه مدة وعد عليه زمن خلاص ده بتحجزه في ال اللي هي العنية المركزة بتاعت الكارديولوجي وتفضل لها جنب وحط ايدك على خدك وتخلي يرور القرآن كتير علشان تدعي ربنا انه يعدي منها على خير وما يحصلوش اي مضعفات وغالبا هيخرج منها قلبه اضعف من قبل ما يخرج وتدعي بقى ربنا ان القلب ما يضعفش جامد لدرجة ان العيان يبقى فعرض زرع قلب انه يزرع قلب لك انت تخيل زي خلاص ما فيش اختيار تاني جميل يبقى احنا عرفنا التريتمينت حضرتك بتاع الأكيوت كورونا ريس ان ده طوارق يعني اوقات تبجي التريتمينت على انك تعمل لو ان الأكيوت انظيم اساسي عشان تكونفير انه اكيوت كورونا ريس او اكيوت ام وهي اساسي طب ماذا عن مريض الانجين لا ده بنعالجه في العيادة ده احنا مع بعضينا كده بنفخد ونعالج العيان نمشي بقى على حاجة على الماضة الطويل والعيان بيمشي على ايه بيمشي على بي سي ان بي سي ان او قلت انا اوقات بقولها بي ان سي احب بقولها اوقات بي ان سي بي ان سي هو بنك 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 الو بي فور بيتا بلوكر ان فور نايت ريت سي فور كالسيا بتشان البلوكر وعلى فور وعلى فكرة الكالسيا بتشان البلوكر دي may be added يعني plus or minus سي عارف انت انضيفها لو البي والان مش عارفين يتحكموا في الاعراض لو الاحدة اللي القلب فيها بيحصل على الدم بالكوروناري لان سؤال البلوك سابلاي تو بي كوروناري بيحصل بيحصل أثناء السي ستول ولا أثناء البي ستول أثناء البي ستول لا مش أثناء السي ستول يا عبد الرحمن خالص مش بوف أثناء السي ستول ده القلب ببضاغط عال كوروناري برانش والبرانش الصغيرة بتاعت الكوروناري فمياخدش دم طب والبي بتابلوكرا لسا عين من شوية بتطول مدة البي اذا بتطول مدة المايو كاردي و وبالتالي مش بس بتقلل الهارد تريت وبتقلل الاحتياج بقلب من الوكسوجين لأ دي بتزود يعني بتحسن وبتقلل الوركل لوت وبالتالي ده بيحسن الأعراض بنديره كمان اللي هي حباية تحت اللسان حد انها بتقلل بري لود ولا انها بتقلل افتر لود المين اكشن وف ماي تريت انها بتقلل ال بري لود بتقلل بري لود علشان بتوسع البي اكتر ما بتوسع الارترز هي بتوسع الارترز وبتقلل الافتر لود لكن بتقلل البي لود اكتر شوية انها بتوسع البي لما البي توسع البي زي خزانات الدم فلما توسع تبدأ تخزن دم أكثر فالدم اللي راجع للقلب يقل فالحمل اللي بيحمل على القلب قبل الانقباض يقل وهذا ما يدعى الريلود بوسع القراطي بوسع القراطي بس على خفيف فلما وسع القراطي هقلل البريفرا ريزيستنس فهقلل الريزيستنس اللي بيضخ القلب الدم وقصدها أثناء السستون وهي دي اللي بتتسمى الافترلود فأنا بقلل الافترلود يبقى النيتريت تقلل البريلود تقلل الافترلود بس بتقلل البريلود أكثر من افترلود كالسيام تشان البلوكرز ممكن تتضاف وفيه دواء كده يعني اعرف اسمه على استحياء اسمه رانولازين ده ممكن نضيفه لو الحالة ريفراكتوري خالص اللي هي ما نفعش معاه ولا بي ولا ان ولا سين طب أنا سمع كده عن عينين يا دكتور تاح بنعملهم كابنج نعملهم كبري لما يعني ايه كبري بنعملهم بايباس جرافت يعني احنا عارفين مثلا ان فيه سادة في الكوروناري هنا هنعمل كبري يعدي السادة ودي بتبقى عملية قلب مفتوح اسمها كوروناري أرتري بايباس جرافتينج أو كابنج الانديكيشنز بتاعت الكابنج اس مهمة جدا على مستوى الأسئلة وعلى مستوى الاسكيميكارت ديزيز طيب هل راحة بقى كده خلينا نلمها الانديكيشن بتاعتك كابنج واحد رئيسي او اتنين في مريض سكر او تلاتة صغيرين واحد رئيسي او اتنين في سكر او تلاتة صغيرين واحد رئيسي زي يعني لو المين كوروناري مصدود اه هنا ممكن نبدأ نفكر نعمل كوبري اه طبعا ده خطير او تلاتة صغيرين تلاتة كوروناري برانش الصغيرين بس مصدودين اكتر من او equal 70% طب مين اللي بيحدد حاجة زي كده اذا مين الحاجة اللي indicated قبل الكابج لو العيان ناوي يعمل كابج لازم نعمل له ايه قابليها نعمل له حاجة اسمها انجيو 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 انجيوغرافي كوروناري انجيوغرافي الجديد بتأسس اخبار الكوروناري ايه طب مصدودة طب لو في كوروناري مصدود هل هو رئيسي ولا فرعي طب لو في فرعي مصدود مصدود بنسبة كم في المية كل ده بيقول تقرير الانجيوغرافي فالانجيوغرافي لازم أن يصبق الكابنج إذن إيه الانجيوغرافي بفور كابنج لو واحد عايسي أو 3 مسدودين أو 3 صغيرين بس مسدودين أكتر من 70% أو 2 صغيرين مسدودين أكتر من 70% بس في واحد دايابيتك وهو أصلا مش ناقص أو لو واحد برغم من أنك مشيته على البنك وحطت كمان الرانولازين وما فيش فايدة ما بيتحسنش تبدأ تفكر بها تعمله قلبي مفتوكي وهو Symptomatic Patient Despite Maximum Medical Therapy هعمل له إيه يعمل نفيش حال من ضمن الحاجات لازم أن نعرفها كويس جدا هي التغيرات التي تحدث في l-ECG في مرضى l-MI Very important ده الشخص النورمال طبعا زي ما أنتوا شايفين كده اللي هو بيبقى عنده QRS-T وبيبقى قبلها هنا في P-Wave طبعا في P-Wave QRS-T من أول التغيرات والEarliest Changes اللي بتحصل within minutes في مرضى l-MI هي أن T-Wave بتطول بدون عليها Peaked T-Wave أو Tall T-Wave على فكرة جاء عليها سؤال يورلي جاب حالة chest pain وجاب ECG كان كل T-Waves فيها عاملة زي الجبل طبعا عاملة زي الثالة جدا كتوضح هاوي وسأل في التشخيص وكان Early MI لازم تختار انها Early MI طبعا وبعد ال Peak Detail اللي بيحصل ال-ST Wave بقى تبدأ تترفع أو Progression of ST Segment Elevation تبدأ ال-ST Segment تترفع تدريجيا اللي بيبدأ within minutes إلى hours طب وبعدين وبعدين بقى يا جماعة بيبدأ يحصل حاجة اسمها Pathological Q شايفين ال-Q Wave دي تبدأ تبقى deep بدأ تبقى زيال حفرة كده Pathological Q ال-Pathological Q دي بتظهر within hours إلى days وبعدين بعد أيام عديدة ال-T Wave بعد ما كانت فوق تقلب تبقى تحت Inverted T Wave إذن T Wave Inversion هي Latest Change Earlyst Change في T Wave والLatest Change في T Wave لك أنت تخيل ذلك بنبدأ بال-T وننتهي بال-T بنبدأ بال-T بإنها تبقى peak بعدين بنبدأ بال-T بإنها تبقى زيال حفرة ما بينهم حاجة بتترفع وحاجة بتديب ال-Q وال-ST ST Elevation و-Q Wave شايفين يا جماعة T Wave Inversion حد شايفها شايفين يا جماعة ال-Pathological Q الزات هنا معلش تدوني لو كنتوا شايفين أي عيان chest pain لازم عينك تقع T Wave وال-Q Wave وال-ST segment لو جايب لك ECG هنا هو بيقول لك ال-Pathion ده كان عيان من العيانين اللي جايين في ال-E World ده يقول لك ان ال-Q Wave Q Wave و-T Wave Inversion بينينهم في ليد اتنين وتلاتة و-AVF طب مين يقول لي بقى كده ده معناته انه عنده ايه ده anterior ولا lateral ولا inferior role in my برافو عليكو inferior role in my inferior role in my ممتازين برافو عليكو برافو عليكو برافو عليكو الله يبراكو من ضمن برضو الحاجات اللي أنا عايزك تبقى واخد فكرة عنها برضو ال-Different Cardiac Enzymes وكل واحد فيهم مين بيعلى قبل مين يعني عايزك معلش تعرف يا عزيزي المشاهد ان المايو جلوبين والتروبونين هم اول اتنين بيعلو بيعلو في اقل من ساعة زي peak in less than an hour بعديهم في المركز التاني الكرياتين كاينيز او السي كي ام بي وبعدين اخر واحد خالص هو واحد اسمه الاكتيت دي هايدروجينيز او ال-LDH ولكن خد بالك اول واحد بيعلى وبيغطأ وبيغطفي هو المايو جلوبين او التروبوني يالي مركز تاني اللي بيغطفي ال-CKMb يالي مركز ثالث اللي بيفضل علي فترة طويلة الاكتيت دي هايدروجينيز تمام اللي هو المايو جلوبين تمام لكن التروبوني اللي هو التين تي اعرفيك التين تي في منه نوعين مش مهمة او تعرف يعني بس تين تي برضو بيقلى بدري ولكن بيقعد عالي فترة طويلة جدا كلام ده مهمة بس ده pathology step one اكتر شوية بس يعني ها الساعات بيقول له ادبهم ويسألوا فيها في step two شفتها كده في بعض الاسئلة نسأل كده سؤال اخراني برضو من ال pathology بعد step one او من ال pathology in general مين افضل cardiac enzyme تستخدمه to detect re-infarction ان واحد كان عنده myocardial infarction عايز تشوف ان كان دخل في re-infarction ولا لا ال CKMB يا جبا ال CKMB extremely important المعلومة دي برضو من step one CKMB ده افضل حاجة استخدمها في re-infarction عارف ليه احسن من tropon يعني عارف tropon اه بيعلى بدري عن ال CKMB لكن شوف بيقعد عالي فترة طويلة جدا علشان ينورماليز بياخد له 8 ايام لكن شوف ال CKMB بينورماليز في 5 ايام على طول مش عايز اقولك انه تقريبا بينورماليز في 4 ايام كمان يعني بيقول لي عن النورمال اقول في 4 ايام كمان في 4 ايام بيكون بقى نورمال فلو عين عندي محجوز في ال CCU او محجوز في التارديا كير يونت وعايز اتابعه بحاجة علشان اتأكد انه مش وهو محجوز بدأ يخش معايا في اما اي جديدة او في ميوكارد جديدة بتابعه بسي كم بي لان انا عارف ان السي كم بي هو اللي نزل ورجع التاني باكتو نورمال البقين لسه ما يجوش طبعا الميو جلوبين احسن بكتير بس مشكلته انه بايس ايه المضاعفات بتاعت الاسكمي كارت لسي ما مضاعفات الميوكارد الينفاركشن طبعا اول حاجة ان العيال يموت بدل ده غالبا ما بيجي لكش الطوارئ بيموت يا في بيت وقبل ما الاسعاف ما توصل بيموت في الاسعاف وهو جاي ده العيال اللي دخل في ام واي وقلبت بأريزميا اوالي اكيوت أريزميا V-TAC V-F V-TAC V-F ده محتاج بقى اللي هو صدمات كهربائية ومحتاج للكبيرة كده هنتكلم عنها في الطوارئ ان شاء الله V-TAC V-F يا الموست كومن كومبليكيشن وأشهر أسباب أو أشهر سبب للوفاة في الأكيوت مايوكارد الينفاركشن أو في الأيرلي كوز في الأكيوت يليهم مركز ثاني السيفير برادي كاردي و كومبليت هارت بلوك نسأل سؤال بقى سيفير برادي كاردي كاردي إنما ما حد بقدر يقول للV-F والV-TAC is more common مع مين مع الفت anterior descending و كومبليت فV-TAC V-F مع الفت anterior descending و كومبليت برادي كاردي أو سيفير برادي كاردي أب تو الرست دي بتبقى مع راية كورونا ري ارتي دي كومبليت في الأيرلي ام اي في بقى حاجات ليس كومن يعني هويفر موجودة زي اللي جات له جلطة مرة جيله تاني مو بيحصل له انفاركش أو ان الفنتريكل الحتة اللي ماتت تربشر أو تفرقع الربشرة مهم تعرف انها غالبا بتحصل بعد خمسة لسبعة ايام من حجز العيان في السي سيو اش معنى بعد خمسة لسبعة ايام لعناتيل لعناتيل الباصولوجي حد يقول ليش مانا خمسة لسبعة ايام بعد لعيان اتحجز عشان يحصل لفت من تيكو يقول ربشرة بعد خمسة لسبعة ايام ده بيكون آه برافو عليكم بتكون الماكروفيتج جات لا مش كورتيزون تبقى الماكروفيتج جات عند الحتة اللي فاين فاركشن وبدأت تاكل النسيج الميت عشان تمهد للفايبروزيس ففي اللحظة دي الماكروفيتج قاعدة تاكل في الجدار ففي الوقت ده والفايبروزيش لسه ما تبناش قوي ففي الوقت ده بيكون جدار القلب في اضعف فترات حياته او في اضعف فترات يجيب ديو بقى الاتريس كبقى ان القلب يطرشق منك خلاص ممكن على فكرة بدل ما القلب يطرشق من برا ممكن يطرشق منه فيه من جوه فيحصل مثلا ممكن حتة القلب اللي ماتت تدايق البريكارديا من اللي فويها فيحصل ممكن وتعمل زي ما التفاعل قبل كده لا ممكن بقى عارف الاسكار يتكون والفايبروزيش يتكون عادي بس الضغط العلي اللي جوه القلب يزق عليه فبص تلاقي القلب يطلع له كرش القلب يطلع له كرش دي بتتسمى ventricular aneurysm من أشهر science في examination اللي ventricular aneurysm is bubble apex عافين الapix وفظهرت بيه آخر حتة point of maximal impulse في القلب العيان هنا دي القلب بقى طلعنه كرش فبقى فيه abex تانية جان بالabix فالعياب عنده double apex عشان الكرش اللي طلع للقلب عمله abex تانية لو بعدها بعدها غير بقى بقى بعدها ربنا بقى بقى فيه حاجة اسمها double apex أو pseudoaneurysm ممكن طبعا يا جماعة الحتة اللي ماتت في القلب يكون عليها جلطة من جوة يسموها mural thrombus المural thrombus دي ممكن تفكت وتسرح في الدم وتعمل ischemia أو acute embolism أو acute limbic ischemia أو تسرح في الدم وتطلع على المخ وتعمل stroke أو transient ischemic داخل اهو قاين لك اهو ان في اول يوم في قاعدة العيان في CCU اهو العيان اتحجز النهاردة في CCU بنقول لها هلقلوا القرآن صح وبنوق نقول لهم كده دهول وكده وصلولوا كتير أو whatsoever يعني ليه بنقول صلولوا كتير لأن احنا في كل وقت من قاعدة العام في CCU احنا خايفين من حاجة احنا خايفين في اول يوم من الهارت فيلير والأريزميا خايفين في من ثاني يوم لربع يوم من الأريزميا والبركارديتس خايفين من خمس يوم لعشر يوم من الربش بعد ما يسيب CCU يروح بعد أسابيع لشهور ممكن يعاني من والسرومبوزيس في والضبل ايبكس اللي احنا كنا بنحكي عليها ضمن الحاجات الكومن واللي بيحبوا يسألوا فيها جدا فيليوسم ليه حاجة اسمها دريسلر سندروم بيحبوا يسألوا فيها ستيب وان وبيحبوا يسألوا فيها ستيب دريسلر سندروم هو عبارة عن تري كاردايتس ولكنه يحدث بعد أسابيع من التاكل MI والعيان بيجي لك العيادة يشتكي من وبيبقى كله خوفه ان يكون MI تانية ولكن بتلاقي ان ال بيفلفل الكريتيريا بتاعت ال بريكاردايتس اللي نختم بها حصتنا النهاردة اللي أهم الكريتيريا فيها ان ال بيتحسن لما العيان يتكفي لقدام وبيزداد سوءا لما العيان يريح لورا عشان بيبقى سبيع من الامة غيطب ليه والله بيقولوا ان المستأكسبت بالميكانيزم ان الخلايا اللي ماتت في القلب دي طلعت أنتجنز الانتجنز دي استفزق جهاز المناعة فجهاز المناعة عمل اوتو ايميون اتاك للبريكارديم فحصل بريكارديم حتى ساعات على فكرة مع البريكارديم يحصل بلوريسي ويحصل بريتونايت يعني جهاز المناعة بيهاجم السيروس ساكس او السيروس من برينز اللي في الجسم كله هاجم بريكارديم بيهاجم بلورا بيهاجم ايه؟ بريتوني الايس جيب تاع العيان هيشو سيجمينت اليفيجن هنتكلم على ده ان شاء الله في البريكارديم في اخر الحصة النهاردة والعلاج مين لي بيكون انتي انفلاماتوري السؤال ده جي في اليورل سؤال ده جي في اليورل نانستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج are the treatment of choice ولو العيان ما خفش على نانستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج بتضر التهجم بانتي انفلاماتوري اقوى على وهو الكورتيزون عزيزي المشاهد الكورتيكوستيرويد can be used in refractory cases or when non-steroidal anti-inflammatory drugs are contraindicated بريسلر سندروم late pericarditis autoimmune pericarditis بيحصل بعد اسابيع من الامو اي بيمانيفيست كpericardial chest pain with diffuse ST segmented division بالي سي جي وبالعالج وبنانستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج او كورتيكوستيرويد يا شباب نقطة بتاعة right ventricular infarction دي ما تعتبرش complication اوي بس هو عايز بس يوضح لك هنا يعني ان لو في right ventricular infarction سببها occlusion في right coronary artery اللي غريبا right ventricular infarction دي 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 غريبا العيان بيبقى جاي ب hypotension غريبا العيان بيبقى بي present hypotension وبتلاقي العيان عنده clear lungs حد عارف clear lungs ليه hypotension وما فيش نهاجان وما فيش congestion في lungs مفيش احتقام في الرياتين حد عارف ليه لان الفiction في right side وظهارت الفiction مش في lift ما هو lungs بتصب الدم اللي فيها في lift فلو lift هو اللي مأزي الرئة تحتقل لكن لو right هو اللي مأزي ده بالعكس ده right لما يبقى مأزي right side وظهارت مش عارف يضخ الدم في الرئتين اساسا فالرئتين هيبقوا clear ده الدم اللي رايح لهم قليل والعيان بينهج من قلة الدم اللي رايح الرئة لكن مفيش أي signs of pulmonary congestion فتلاقي العيان عنده signs of right side heart feeling ضغط وطي خمس لان الناحية اليمين من القلب ماتت فما بتستقبلش دم وبالتالي الدم اللي بيتضخ في الرئتين قل فالدم اللي راجع لنحية الشمال قل والدم اللي بيتضخ في systemic circulation قل يعني ضغط الدم هاي ل فتلاقي المين manifestation رقم واحد hypotension رقم اتنين الجagular veins اللي فرقبته اللي المفروض بتصب الدم في الفينكافا والفينكافا بيصب الدم في right side of the heart right side of the heart ما هتستقبل شي دم فالدم يبدأ يتراكم في superior vena كافا وتراكم في jugular veins بتلاقي في jugular venus distension تسمع الرئتين هل هتلاقي اي نوع من انواع crackles مش هتلاقي اي crackles clear lung فلما تلاقي high potential gvd clear lung في عيان عنده chest pain اعرف انك بتتكلم في عيان right coronary artery occlusion وright ventricular infarction العيان ده الاولوية عنده انك تلحق ضغط اللي وطي لانه يوم potential فاول حاجة بنعملها fluid replacement اول حاجة بنعملها fluid replacement وبعد عن nitrate والdiuretics and avoid nitrate والdiuretics عارف ليه بنavoid nitrate والdiuretics اللي لو ديت nitrate او diuretics انت بتقلل preload او بتوسع ال vent وبتوسع ال arthritis وبتقلل البلوت غوليوم فتعمل ايه ضغط الدم حد يرد عليها جماعة هتعمل ايه ضغط الدم هتنزله ده انتهجيبه الارض وهو اصلا نازل ومشكلة العيان الرئيسية is hypotension عشان 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 دايما بيقولوا يا جماعة عن مشكلة مريض الright coronary occlusion ومشكلة مريض الانفيريور all in my eye او posterior all in my eye او right coronary artery occlusion او right ventricular infarction is hypotension فالعيان ده is preload dependent عرف يعني مريض dependent ده اللي معايشه الpreload لو وطت الpreload انت جبت اجل العيان او لو وطت الافتر لود ما توطيش ما تلعبش في الضغط عال الضغط بالنك تدينه فالاولوية is fluid replacement avoid my traits and diuretics اهو بص 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 كاتبلك مش هلا اللي میطات biuretics and opioids can reduce right ventricular preload and cause hypotension in patients with acute right ventricular myocardial infarction such patients with evidence of hypotension should be treated initially with a bolus of IV fluids to improve right ventricular preload is a many complications of infarction is hypotension or fetal hypotension نجدو علشان كده الحل ventricular remodeling هي اخر حاجة بتحصل على الماضة الطويل وزي ما هناخد في الهارت فيلير ان شاء الله ان افضل ادوية تمنع الفنتريكولار الماضة الطويل وبيؤدي الهارت فيلير يا الاس انهيب الكلام دو هنغطيه في الهارت فيلير فمش محتاج ان انا اقعد هتكلم عنه في الاسكيميك هارت ديزيز ده ده تابع الاسكيميك هارت ديزيز بس ده بقى بيحكي عن الاسكيميك هارت ديزيز اي عيان في اليو اسم لي من فئة الشباب داخل بيقول ايا قلبي في الطوارق يبقى كوكين انتيل بروف بعض ارواز الكوكين هنا منتشر في امريكا بشكل غير طبيعي الناس كتير جدا بتتعطالة سيامة في فئة الشباب كوكين انديوز ديزيز هارت ، بحد تعرف كوكين بيعمل اسكيميك هارت ديزيز بسبب ايه هبix تعرف الكوروناروفازوسبازم بيحصل ليه بسبب الادرينالين والنورادرينالين Hawix تعرف الادرينالين والنورادرينالين بيعلو ليه علشان الكوكين او الكوكين بيانهبط الانزيم اللي بيكسر الادرينالين والنورأدرينالين بنهيبت الكاتيقول أورفو ميسايل ترانسي فيريز اللي المفروض بيتسر أدرين والنورأدرينالين وبينع الري أبيك بتاع الأدرينالين والنورأدرينالين لما أمنع الري أبيك وإنهيبت الكونت بعل الأدرينالين والنورأدرينالين أعمل سيفير كورونا�י سيفير كورونا Ulises يوم الثologique يعمل أكيوب سيفير وطبعا مش بس هايحصل كوروناключ هيحصل كمان systemic vasospasm systemic vasospasm يعمل hypertension وcoronary vasospasm يعمل angina chest pain up to MI myocardial ischemia up to myocardial infarction عايز اقولك ان الضغط العالي ده ممكن يعلاجه من درجة انه يطرش الاورطة او يعمل dissecting الاورطة او aortic dissection وانه الموضوع ممكن يقلب even vasospasm في الاوعية الدموية التي تغزي المخ مما يؤدي الى neurological ischemia or stroke الحل والعلان first step in management of cocaine toxicity is benzodiazepine mitroglycerine benzodiazepine mitroglycerine benzodiazepine mitroglycerine ارجوك لا تنساهم benzodiazepine and mitroglycerine mitroglycerine علشان تreelive chest pain وتreelive الانجنة او الMI او الواجع اللي مسك صدر العيان والbenzodiazepine علشان تنزل سكينة cns excitation اللي حصلة بسبب البوكين benzodiazepine mitroglycerine بعدين ابدأ افكر في اني اريليف الفازو spasm او الفازو constriction اريليف الفازو constriction ازاي كان يامكان كان عندي blood vessels البلود عليها two types of adrenergic receptors بيشتغل عليهم الادرينالين والنور ادرينالين ادرينالين ونور ادرينالين لو مسكوا في alpha receptor كانوا بيعملوا فازو constriction ولو مسكوا في beta receptors كانوا بيعملوا فازو bilatation ازا لو نفسك تفك constriction يا فكيك او يا فالح او يا فالحوس المفروض تدي alpha blocker ولا beta blocker alpha blocker زي الفنتول امين بس alpha blocker عارف تدي ايام دا لو hypertension still persistent يعني يعني بنجرب الاول ندي calcium channel blocker قبل ما ندي alpha blocker طب وين مشكلة ان انا ابدأ بالالفا blocker اخي دا انا لو اديت الالفا blocker خلاص واخصل ولو ايه الدموية توسع ما هو فيه مصيبة ان فيه حاجة تاني غير اسمها الهارد الهارت 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 كالسيا متشانل بلوكر عليها تبوز وضايليته بنلعب في كالسيا متشانل وما بنحاولش نلعب في الريسبتور مع أنه والله المشكلة الرئيسية في الريسبتور بس أنا مش قادر أمدي إيدي عليها عارف ليه؟ لأنه لو مدت إيدي على الألفا وقفلتها هسيب البيتا أريان فالأدرينايون ونهار يشتغل كل قويته مع البيتا في الهارت ويعملوا أريزمي طب لو سكت البيتا هسيب الألفا أريان فالأدرينايون ونهار يشتغلوا بكل قويتهم على الألفا ويعملوا سيفير بازو كونستريكشن يعني أصلوا فيتال هايبرتينشن يفرع في وشك فبالتالي مهم جدا تعرف أن البيتا بلوكر ها هو البيتا بلوكر في الكوكين خلاص خلاص انتعارفين طبعا أنها بقال جميل دي بيتا بلوكر في اسكيب لا 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 في الكوكين لا بيتا بلوكر لنت هتسيب الألفا أريان مش كمال الأدرينايل ونهار أدرينالين بكل قويتهم على الألفا سيفير فازو كونستريكشن سيفير هايبرتينشن يعني فرع في وشك تمام نعم أو بيركوتينيس كورونا في الميوكاردينفرشن يعني عنده بي سي آي ممكن وجده جلطة ولا يد في جلطة ممكن بتتدخم بأسكارة آه آه يا أليسون آه يو وورلد يو وورلد اللي بيقول مش أنا اللي بقول The presence of persistent chest pain and the neurological symptoms in a patient with recent cocaine use should raise the suspicion of acute dissection of the ascending hour قالك دي جات دكات كيسة كده في اليو وورلد سخيفة جدا قالك عيان شابه داخل الطوارئ عنده آآ أعراض chest pain وأعراض أمه آي وكان في صهران برح مع أصحاب وقال سلام ربنا يخليك لنا يا دكتور تحدى كوكين واضحة آه نستل انت بقى يسألك اليو وورلد في ايه بنزو دايزيبين نايترو بروجلس رين وعاد تركز باوه ترقص كده وانت بتقرأ المتاع بعدين قالك النايب علق له بنزو دايزيبين ونيترو بمسيلين ايه ده علقهوله خلاص طب مش مشكلة بأكيد هيسأل في الألفا بلوكر أو في الكالسيا متشان البلوكر با وعلى قوله كالسيا متشان البلوكر برضو وطوله الضغط أو الضغط مدى يوطع ويزا هايلي كنترول ضغطه وطي والعين خاف ايه ده بس التشيست بين ما خافش ايه ده لسه بسدر وضعه بسدر وضعه ايه ده بقى ده بريست كانسر بقى ولا ايه ده ربنا وصلا يخرب بيتك ببطورتاح لا يا حبيب ولا يخرب بيتك ولا حاجة ما ممكن يكون الضغط اللي علي على معالجوه كان عمل اصلا ديسيكشن في لايه في الآورته وده عنده ديستيكشن آورته كان يأني ARM هو اللي عاملله والبرستeman تشيست بين لان البرست rabbits لان الدستيكشن آورته ممكن ينفولف البرانشات بتاع القرش فلما ينفولف البرانشات بتاعة القرش 34 يقالل الدم اللي ماشي فيها او يقالل الدم اللي ماشي في اليوم فهل الدم اللي طالع فوق بالمخ فما تلاقي فيه برستان تشيست بين فعيان عنده كوكين وتعالج وخف لكن ما راحش هو النيروجي ما راحش ما ماموغرافي لا ماموغرافي CT angiography الانكست سيتي انجيو انك لو دكتور بتفهم انك كده مش تبه في فهتعمل سيتي انجيو عشان تشخص الديسكشن تم الانتهاء من اول topic بنجاح اكبر topic عندنا في حصة النهاردة على فكرة اولي اسكمي كارت الديزيز عايز اسمع من حضراتكم الاوكي على هذا topic وعايز اتأكد ان انت اتكيفت اهم يابني من الشرح انك كيف دعونا نبدأ في تاني توبيك وبعدين هاديكم بريك يعني ناخد تاني توبيك او نقزح شوية في تاني توبيك وبعدين ناخد بريك نفسي شوية نشرب كوباية شاي ونرجع ننضل مع بحدة احنا قاعدين الشمس طلقت ولا لسه الناس اللي عندهم السعر مع السورة شمس طلقت يبني ولا لسه طيب فالفيولار هارت ديزيز مشاكل صمامات القلب طبعا كلوك عارفين يعني ان مصف الفالفيولار هارت ديزيز اهم حاجة مايترا لسينوزز مايترا ريجيرج اوورتك سينوزز اوورتك ريجيرج واحبيشة كده بتبقى معاهم اسمها مايترا دول اللي غالبا بيتسئلوا الحقيقة هم دول اهم فالفيولار هارت ديزيز لازم انتوا بعرفون بس قبل ما اتكلمك عالصمامات واخش في الاكشن لازم اديك الف به كده كاردياك ايجزامينيشن او اعيد على كام نقطة مهمة او كلينيكالي ريليفانت ممكن تقابلك في حالات الفالفيولار هارت ديزيز لها علاقة بالكلينيكال كارديولوجي او بالكاردياك ايجزاميشن النقطة الاولانية او الحاجة الاولانية اللي عايز اتكلم عنها الجاجولار فيناس ديستينشن اظن احنا جبنا سريطة على استحياء واحنا بنشرح اسكيمة هارت ديزيز جاجولار فيناس ديستينشن معناها ان الجاجولار فينز البلود اللي فيها متراكم اربعة سنتي او اكتر فوق الستيرنا الانجل يعني من الاخر كده اتنين جاجولار فينز خرطمين ديستيندت كده فرقبت العياد ده اذا انديكيتور اف مشكلة في الناحية اليمين من القلب لان الناحية اليمين ما بتستقبلش دم من السوبيلور فيناكافا وبالتالي السوبيلور فيناكافا ما بيستقبلش دم من الجاجولار فين فالجاجولار فينز بيستيندت اذا this is an indicator of right sided heart failure او pulmonary hypertension ادى الى حمل زيادة عن نحية اليمين من الغارت مما ادى الى right sided heart failure من الاخر في برضو صاين تانية عايز اتكلم عنه في clinical cargillus ما هي hepatogagular reflux دي ان هو بيقولك اول ما تبكله على كبدته خرطمين في رقبته بينفوخه اول ما تبك على كبدته خرطمين في رقبته بينفوخه وا انت لما تكت على كبدته عملتوا إيه لما ضغطت عليه على الليفور عصرت الدم اللي فيها وزقيت دم في الهباتيك فين فالدم لما تزق في الهباتيك فين الهباتيك فين ده دم في الانفيريور فيناكافا والانفيريور فيناكافا لما تزقي فيه الدم ده اصب في الright sided heart فلو الright side فيها مشكلة هتتملي حبة من دم النيفيروفيناكافة فمش اتقبل اكتر من السوبيليور فيناكافة لان سوبيليور فيناكافة جاي السوب في الريت صايدوفظارت الريت صايدوفظارت بقت زحمة ان جاي لها دم كتير من فينفيروفيناكاف فالسوبيليور فيناكافة يتراكم فيه الدم فالخرطومين ينفخه معاك اول ما تتكع الكبدة من الد gord. التكع الكبدة خرتومين ينفخه قسم اه هاباتوجوجلالريفلاكس الممكنتلابと أو it is distention in the neck veins upon applying pressure on the liver. وإذي بتحصل بنفس الأسباب اللي بتؤدي إلى جاجولار فينس distention. بحاجة أوردو اسمها كوزمول صين. الكوزمول صين دي أنه أول ما العين يأخذ انسفيريشن. ديب انسفيريشن. تلاقي الجاجولار فينس تنفخوا في الأبطال. مع أنهم المفروض يفشوا. هما المفروض يفشوا ليه؟ لأن الديب انسفيريشن دي أنت كأنك بتشفط دم في القلب. الديب انسفيريشن دي بتزاود الفينس ريتيرن. عطلينها بتزاود النيجاتيفيتي وفزا انتراسوراسيك بريشن. فكأنك بتشفط دم للصدر. تشفط دم للهارد. فالهارد تيملى أكتر. فلما أنت تشفط دم من الجاجولار فينس. فالجاجولار فينس المفروض يفشوا يكولابسوا. لأن الدم اللي فيه متشفط في القلب. طب لو القلب تعبان مرهق. هارت فيلير ما بيستقبل شيء. دم كما ينبغي. أو أقول لك على حاجة في حاجة طبق على نفس القلب بريكارديم. ملتهم. فطبق على نفس القلب. القلب مش عارف ينفش معاك. مش عارف يملى دم كما ينبغي. تبص تلاقي حصلت الكوزموسي. اللي هو Increased Injagular Venous Pressure with Inspiration. ودي بتحصل معاك. في نوعين جالوبس ممكن بيحصلوا. S3 و S4. لما الثيرد هارت ساوند والفورف هارت ساوند. الثيرد هارت ساوند أو الس3. ده More Common إنه يحصل في الفليويد overload. لأن عارف صوت S3 ده هو صوت خرير الدماء. مش خرير الماء. عارف خرير الماء؟ لا ده خرير الدماء. يا سلام. خرير الدماء أثناء ما هتصب من الإتريا في البنتريجل. بعارف أنت لما بي عندك كوباية كده. والإتريا دي كوباية تانية وبتصب من الكوباية دي مية في الكوباية دي. عارف صوت المية بقى في الكوباية دي. هو اللي بيعمل S3. S3 ده نورمالي ما تسمعوش. إلا لو كمية المية زادت أو في الكوباية. فباية بدل ما بتصبه الكوباية ده بتصبه الجردل. عارفت أن ما بتصبه الجردل. المية بتعمل صوت وهي نازلة. دي S3. فتسمى S3 Gallup. S3 Gallup is a sign of increase في المية. increase في الدم. Fluid overload. الفليويد overload ده ممكن يكون بسبب أن أنت قدت للعام فليويد زيبتين. ماشي ده وارد. مس ده أنا ودكتور خمار. إنما هل في عينين ممكن يبع عندهم أصلاً fluid overload. آه مرضى الheart failure. صح. مرضى الheart failure بيعندهم fluid overload وإيدي ما صح. أو اللي عندهم disease في الميترال فالف. اللي عندهم الميترال فالف disease أو الميترال فالف disease بيعامل heart failure. بس potentially mortal heart failure. اللي heart failure بك. السي PROFESSIONALS s-stolic all done by stored failure. السيpra Quealia Berhankoumdi. السي同يahahaha السيطوليك في اليار هو اللي بيدي. السيطوليك في اليار هو اللي بيدي s-s-s-re. السيطوليك في اليار هو اللي بيدي. عارف انت صوت الحزقة الاتريا عبر ما كون في واحد عنده يمساك وقفل على نفسه الحمام وانت سامع وكي يقول الحمام عاك خلاص فاكتا عايد وقف بره يا عيني يا بو خلاص انت سامع صوت حزقه وبيحزق ليه الدنيا صعبة مسالكة فامت حزقة الاتريا وصوتها يبان كلنا بنحزق في الحمام صح بس مش كلنا حزقتنا صوتها بيبان امت الحزقة صوتها بيبان ما كون فيه مصيبة فيه مساك خلتك تحزق بزياد هي نفس الفكرة الاسفور دي بتحصل لما الاتريا بتحزق بزياد حزقة الاتريا بتبقى جامدة بزيادة امتا لما الفنتريكل بتبقى ناشفة ما بتقبلش دم كويس ما بتنفش مع الدم بسهولة وما بتنفش مع الدم اللي نازل من الاتريا بسهولة فبتبطر يتيب انه بتزقق جامد علشان خاطر بتزقق الدم وتملى بيلي الفنتريكل وهي دي اللي بتتسمى اسفور او فورف هاركساون which is an indicator of decreased ventricular compliance او decreased ventricular stiffness ventricular stiffness او decreased compliance ما عليش كده حد يقنعني كده ويثاين طب لما تبقى الاتريا مناشفة ما بتنفش بسهولة ما بتستقبلش دم كمان بغي ده بيتسمى systolic ولا diastolic heart failure سمعوني كده كلامكم الجميل بيتسمى systolic ولا diastolic heart failure بيتسمى diastolic dysfunctional diastolic heart failure انتم رائعين يا ده كانت يبقى بالتالي انا عايزك تطلع من حصتي النهاردة عارف ان الس3 is a sign of systolic failure الس4 is a sign of diastolic failure وتم افاهم ده كويس والله انا هبقى مبسوط وهبقى كسبان جامل جدا these are the two types of abnormal gallops او abnormal heart sounds s3 او s4 من ضمن الحاجات اللي ممكن تلاقيها برضو في الcardiac examination الاديم بالمونري اديمة لو فيه مصيبة في الناحية الشمال او peripheral اديمة لو فيه مصيبة في الناحية اليمين ان الناحية اليمين بتستقبل دم من peripherي الناحية الشمال بتستقبل دم من رأتي يا سلام جميل فيه برضو حاجات ممكن تبان في زي ايه finger clubbing او infective endocarditis finger clubbing ده بيظهر في بعض انواع congenital heart disease وممكن في ال endocarditis ال infective endocarditis ساعات بتعمل signs على مستوى الهند لما ناخد infective endocarditis نو بنكلم معنا زي ال splinter hemorrhage كل دي تجميعات لأهم النقاط في ال cardiac examination طبعا انا لو هتدقى هتلاقيني قلبت شوية في السلايد دي ما قولتش كل حاجة لان انا السلايد مش مهمة اسئلة وايز لكن حاجات لازم عينك تعبدي عليها وابقى make sure انك مرتاح لها او عارفها مترسخة في ذهنك انواق pulse هل مهمة الحقيقة لا بس في منها مهمة في منها مهمة يعني لو انت مثلا قلتلي يا دكتور تاح انا لازم اعرف ايه معلش يعني انت لازم تعرف دي ولازم تعرف دي ولازم تعرف دي الثلاثة دول مهمين جدا وساعات بيتسائلوا في اسئلة الامتحان واسئلة اليوري الووتر هامر pulse والpulsus paradoxus والpulsus alternans او والpulsus alternans معلش الpreferral pulses يعني اللي هو النبض اللي هو لما تحط يدك كده وتحس النبض في الراديو ده اللي طبيعي انت بتحسه دوب دوب هو ده النورمال pulse شايف انت الووتر هامر pulse عبر عن ايه دب 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 يعني عاف انت الووتر خطة جامده هاوي هو ده واضح حتى الفرق من الكرفي ده والكرفي ده هي bounding pulses او collapsing pulses او increase for pulse volume water hammer pulse is an indicator of our decrygage او cyrotoxicosis او anemia مش فاهم تفاهمك هو اللي بيخليك تحس pulse ان الradial artery اللي تحسس بعد او التاروتد artery اللي تحسس بعد ده تتنفخ مع السيستول وفاش اثناء الديستول يعني اثناء السيستول كان تحت تأثير حاجة اسمها systolic blood pressure كان منفوخ واثناء الديستول كان تحت تأثير حاجة اسمها diastolic blood pressure فكان فاشش وهو ده اللي قدى الى حدوث pulse pressure او النبضة اذا انت النبضة قوتها تزيد يا اما حاجة علت systolic blood pressure يا اما حاجة وقت الديستول blood pressure يا حاجة عمل تلاتنين وهو ده اللي بيتسمى increase false pressure او بتتسمى hyperdynamic circulation يا عزيزي المشاهد طبق الكلام كده على واللي عنده ارتجاع في الصمام الاورتي اللي بيجرأ تعالوا نطبق كده اثناء السيستول والله اثناء السيستول قصدي سوري تعالي نشوف اثناء الديستول ايه اللي هيحصل اثناء ما في حب الدم رجعه من الصمام المنفس الدم اللي رجع من في من الصمام المنفس ده خلى ضغط الدم اثناء الديستول جراله حد يرد علي ويركز ومركزين يقل طيب الدم اللي رجع للليفت فنتريكل ده راح متضاف عليه دم جديد فبقيت كمية الدم اللي في الانقباض اللي بعدها في الفنتريكل اكتر ولا اكتر فالفنتريكل لما هتضخ في النبضة اللي بعدها هتضخ دم اكتر فلما هتضخ دم اكتر السيستول بلوت بريش يجراله ايه في النبضة اللي وراها يزيد اذا انت عليت سيستول بلوت بريش وطيب ديستول بلوت بريش فعملت ايه في البلس بريش عليته فعملت وتر همار بلس السيروت توكسيكوز بتعلي سيستوليك وممتأثر怠 و زي ماه اوتي حاجة مسيطة فتبصت لقي نفسك في النهاية وسعت البلس البشر فهمنا الووتر هامر بلس لقطناها ماذا عن البلسس باردوكسس بلسس باردوكسس يعبار عن ايه بيقولك ان لما تحط صباعك كده على الريديا الارتري تحس بالنور وانت حص صباعك على الريديا الارتري كده تاخد ديب انسبايريشن المفروض انه قوة النبض تقل او البلس فوليوم تقل تحت ايدك عشان البلد بريشر المفروض بيقل لما تاخد ديب انسبايريشن طب هو السيستيميك بلد بريشر بيقل ليه لما اخد ديب انسبايريشن لان الدم في السيستيميك سيركوليشن بيقل هو الدم في السيستيميك سيركوليشن بيقل ليه لانك خد ديب انسبايريشن فاغلب الدم بقى راجع لمن للهارت اغلب الدم راجع هنا للقلب فالدم في systemic circulation قال فالضغط في systemic circulation يقل وهي دي فكرة decrease in the systolic blood pressure with deep inspiration أيوة جميل ده إعلقتوا بقى بالpulsus paradoxus أيوة pulsus paradoxus هو عبارة عن exaggerated increase sorry exaggerated decrease in the systolic blood pressure مع deep inspiration it is exaggerated decrease in the systolic blood pressure with deep inspiration يفوق العشرة مليمتر مع deep inspiration طب وده بيحصل بسبب ايه طب والله بيحصل لأسباب عديدة بس بلخصها في كلمتين قولك يا القلب ما بيملاش يا الرئة مليانة ثاني يا القلب ما بيملاش يا الرئة مليانة القلب ما بيملاش القلب ما بيملاش ليه في حاجة طبع على نفسه اللي طبع على نفسه ده اسمه كارديا كامكونادي سؤالي يورلت بالمناسبة تتسأل انه من ضمن الصينز كامكونادي دقيت يا الرئة يا الرئة مليانة الرئة مليانة الرئة يوم ما هتتملي هتتملي يعني هتتملي هوا حضرتك والرئة لما تبقى مليانة هوا ومعبية هوا ده اسمه عيد تنشى النيموسوركس مشكلة انه بيضغط على القلب. لما تتميلي هوا مش بسه يتكي على الرئة والرئة الكلابس لها ده يبدأ يتكي على القلب فالقلب مش عارف يملأ. فنفس فكرة ان القلب ما بيملاش. فالقلب ما بيملاش دي ممكن يكون سبابة كاردياك تامبوناد او تنشى النيموسوركس. لو الرئة مليانة مليانة هوا فالفلسس فارادوكسس اسبابه ايه يا جماعة اعلم ما كده? يا القلب ما بيملاش للرئة مليانة. فالسس اولترنانز. الفالسس اولترنانز هو ان نبضة قوية نبضة ضعيفة. نبضة قوية نبضة ضعيفة. نبضة قوية نبضة ضعيفة نبضة قوية نبضة ضعيفة. انت القلب يلعب على سطر ويسيب سطر. يلعب على سطر ويسيب سطر. ما يبقى تعبان. تعبان? لا ده تعبان اوي شوفوا الرومانسية يا جماعة ده مش تعبان لا ده تعبان اوي تعبان اوي يا جماعة ده هو heart failure severe heart failure cardiomyopathy the main cause of falsus it's cardiomyopathy with the indicator ان القلب تعبان بس لا ده تعبان اوي poor prognosis this is a poor prognostic indicator غالبا فيه impairment في left ventricular systolic function significant impairment في left ventricular systolic function مما ينعكس على العيان على هاية poor prognosis وcardiomyopathy falsus alternans تعبان اوي طيب حلو خاص دولة اما تلاتة pulse انا هغطيهم وهتكلم عليهم اللي غير كده انت ممكن تقرام موجودة عندك في presentation presentation نزل لك كPDF النقطة اللي عايزين نتكلم عنها بعد كده هو سمع القلب ايه الاربع اماكن اللي بتخط عليهم سماعتك طبعا انا مش هاف قدام الحتة دي كتير لان عارف ان كلنا بنسمع قلوب وكلنا دكاتة يعني ومسكتوا سماعات يعني هو لبسنا السماعة واسمعنا اكيد القلب في يوم الايام فبنحط احنا سماعتنا في اربع اماكن رئيسية عايزة اكترافه مايطر الاريا الليي Personal عند الـ apex of the heart في الـ 5th intercostal space أو في الـ 5th left intercostal space متى lavecular line وـ tricuspid area tricuspid area دي بتكون في الـ 5th intercostal space بس parasternal عند الـ left parasternal border أو left parasternal margin وبعد كده في الـ pulmonary area والـ aortic area اللي هما الاتنين بيكونوا في الـ 2nd intercostal space parasternal برضه على الـ left والـ right خلف خلاف الأورطة بيطلع من الـ left بس الـ area بتاعته على الـ right البلموناري بيطلع في الـ right بس الـ area بتاعته على الـ left ليه؟ لأن احنا بنحط السماعة في direction of blood flow وما بنحطش السماعة على الصمام itself بنحط السماعة في اتجاه سران الدم الأورطة بيطلع من الناحية الشمال بس الدم بيمشي يمين فوق يمين البلموناري بيطلع من الناحية اليمين بس الدم بيمشي فوق الشمال والاتنين حتى بيعملوا مع بعضها حرف X لب لما ريشة طوين اللي هي بتاعت كتكوتاب الليل الاتنين بيعملوا مع بعضها حرف X كده البلموناري طالع يمين رمي شمال الأورطة طالع شمال رمي يمين بالأورطك آرية سكند رايت انتر كوستال سبيس باراستيرنال البلموناري آرية سكند ليفت انتر كوستال سبيس باراستيرنال في بقى ليه الفيفسو أسكالتيشان آرية تسمعوا عنها يا جماعة ليه هي بتقال عليها الـ ليه بتكون في third intercostal space على the left parasternal border دي عشان نسمع مرمري الإيه مين يرد علي دي عشان نسمع عليها مرمري الإيه بالذات مرمري l-hypertrophic cardiomyopathy ومرمري l-sybtal defect يا بحميد مرمري l-hypertrophic cardiomyopathy ومرمري l-sybtal defect يا بحميد تمام يا تكاترة واضح دي الفايف بوينز او الفايف موست امبورتن بوينز او اسكالتاشن بنحط كمان سماعتنا هنا وبنحطها هنا على الرقبة والأجزل علشان نسمع حاجة بتمتاز بيها بعض الميرمرز تدعى علشان نسمع حاجة بتمتاز بيها بعض الميرمرز تدعى ان في بعض الميرمرز بتاعة وبعض الميرمرز بترباجات في فسماعتك برضو لازم انتريح على الأجزلة وتريح على الكاروتد علشان تسمع إحنا بنسمع ميرمرات بس لا والله والله ميرمرات بس لا والله هتمن اللي بنسمع ايه نسمع hard sounds كمان مرمات و هارتسان S1 S2 S3 S4 S3 and S4 are physiological هارتسان true or false S3 and S4 are physiological هارتسان true or false false غالبا usually false لو ان S3 ده ممكن يتسمع physiological لبعض الفئات اللي هم اللي يقالوا الصغانطاتين قوي او الستات اللي حامل فعال صغانطاتين قوي خلاص يا فعال صغانطات قوي يا فستة حامل فعال صغانطات قوي خلاص هي كده فالكيدز والبريغنانسي دول الحالتين اللي ممكن تسمع فيهم S3 physiological لكن غالبا S3 S4 are physiological لما S1 S2 لا physiological دولا موجودين فينا كلنا عمش موجودين يبقى انت قلبك واقف دي ساكتة قلبية دي التميت خلاص دول اللبضب الS1 والS2 S1 هو صوت أفلة الميترال والترايكاسبت S2 هو صوت أفلة الأورطة والبالموني إمت صوت الS ون يعني لو الميترال أو الترايكاسبت ضرفهم بعد ما كانوا سفنجتين بقوا طبائين بلاستيك إلا هيحول الضرف من ضرف أسفنجية لضرف زي الطباق البلاستيك وجود استينوز فلما يقفلوا يرزعوا في بعض يعملوا صوت مسموع مش زي ما السفنج يقفل ما تسمعلوه الصوت ما تسمعلوش حس فصوت الS1 بيكون loud لو في استينوز ويمت صوت الS1 يوط لو الضرفتين هوا بعضوا عن بعض فبقوا لما بيقفلوا ما بيعملوا الصوت لأنهم ما بيعشقوش على بعض إيه كلام المتجرين ده معهم عامل إيه طبعا أنا عايز أفهم عامل إيه فصوف ماذا عن الS2 قالك والله الS2 تركتها مش إنها تبقى صفتة أو هار بالحقيقة لو إنه برضو الS2 ممكن تطبع على نفس الطواعد يعني إن الS2 برضو ممكن تبقى لود لو فيه أوورتك استينوز أو وممكن تبقى مفل أو صفت لما يكون فيه أصلي سوري أوورتك ريجرج أو ماشي ما نزعال بس تركتها في الS2 ليلى تانية خالص اسمها الSplitting بقى والSplitting دي ليلى أنا لازم هكلمك عليها ولازم نفهمها كويس قوي قبل ما نتكلم على السمامات وبوظات لكن S3 و S4 تفتكر هكلمك عنهم لا خلاص أنا هعود هكلم عنهم وعيد ميلاد S3 is an indicator of volume overload which may occur mainly impatience of systolic ولا diastolic heart failure المركز معايا هو الله يرد systolic heart failure ودي poor prognostic indicator ولا good prognostic indicator بيعاني بيعاندو S3 poor prognostic indicator لأن ده معناته ان القلب مفرغت خالص ده في volume overload جامد خالص لأن القلب تعبان تعبان خالص خلاص poor prognostic factor طب S4 ده معناته ان فيه ventricular stiffening ventricular stiffening او stiffness of the ventricles ده بتحصل مع systolic ولا diastolic failure رحاك يرد علي biastolic failure الbiastolic failure ده بالمناسبة من أهم أسبابه الhypertrophy وظهر ان يبقى القلب hypertrophied لما يبقى hypertrophied ما بينفش معك بسهولة فالإتريان بتحزق عشان تزوء وتنفش هذا الhypertrophy car فعلى فكرة من الساونز اللي ممكن تبان في الhypertrophy كارديو مايوب بس زي ما هنتكلم بعدين طب بعدينش بقى يا دكتور اقتل لنا الS2 ده احسن ده تعالوا نحكي شوية على موضوع splitting of S2 ده حصل بسبب طبعا دكاترة الكارديولوجي العظماء ودكاترة الكارديولوجي العظماء طبعا انتو عارفين هم الدكاترة اللي بيسمعوا حاجات انا وانت ما بنعرفش نسمعها وده ببساطة علشان ما فيش حد بيسمعها الناس دي عندها auditory hallucinations مكشوف عنهم الحجاب عندهم طدرات خارقة ما عرفش المهم انهم ساعات بيسمعوا حاجات احنا ما بنسمعها يعني ما عرفش هل في حد فيكو سمع third hard sound او force hard sound انا بصراحة عن نفسي عمري ما سمعتهم قوي بس ممكن سمعت الS3 مرة في الاطفال اللي هو physiological لكن الحقيقة عمري ما سمعتهم بتحصلش يعني بس هم ما بيسمعوهم ما عرفش ازاي فجي دكتور كارديولوجي كده محترم من الناس القوية اللي بيسمعوا حاجات احنا ما بيسمعها هاش دول وقال لك انتوا فاكرين يا جماعة ان heart sounds دي عبارة عن lab dub قالوله اه قال لهم لا دي مش lab dub قالولهم ما قال ايه قال لهم دي lab dub قالولهم درب قال لهم او الله يضرب يعني الاس تو ده صوتين اكتشوالي من الصوت واحد صوت سبب وقفلت الاورتك وصوت سبب وقفلت البالمونري لان البالمونري بيقفل متأخر سيكة عن الكاروتك فبيعملوا صوتين ضرب كده من الصوت واحد حطوا السماعة كده واسمعو اسمعو كلامي بس جايين كده حطوا السماعة lab ضرب والله ما سمعين ضرب ايه معلش يا جماعة الدوني دقيقة واحدة دقيقة واحدة جماعة معلش يا جماعة عزرة معلش يا جماعة عزرة طيب فرحوا حطوا السماعة كده lab ضرب مسمعين ضرب خالص مسمعين خالص اللي سبليتن قالوهم والله هدخلوا كده العين ياخد نفس dip in esparation اول ما خد dip in esparation هنال اه اه سمعين ها lab ضرب معين احنا مبنسمعاش بس هم ديب in isparation بين isparation ولا اللي بتسمى which happened with deep in isparation او بيظهر مع deep in isparation يعني مع deep in isparation انت بتزود الvenus return للهار فبتزود الدم اللي راجع للنحية اليمين من القلب فالنحية اليمين بقت مليانة دم اكتر بزيادة فالright ventricle ركز معايا هتاخد وقت طويل علشان تضخ الدم الكتير اللي مليها من خلال البلمون ومن خلال البلمون فالف فده يخلي البلمون يفالف يأخر في الافلة جاملة عشان الدم اللي رايح لل right side ازيد فالright سايد بقى مأخر عن left side ده اللورمال سپلتنج هو ده اللي بيتسمى ال in spiration سپلتنج او الفيسيولوجيكال سپلتنج ان ال component ايه في القبل ال component ده سكن ده ساعد طبعا التريك كمال نروح هم قالولك ده في حاجات بتعمل abnormal splitting تخيل اللي انت ما سمعتوش اللي انت اصلا ما سمعتوش دول عملوله abnormalities ازا انت متخيل اولا قالك abnormalities دي اشمل wide splitting عارف wide splitting يعني يعني تخط سماعتك على العيان تسمع lap drop من غير ما يحتاج العيان ياخد deep inspiration انت سامحها من غير حاجة ده معناته ان في يا اما مصيبة دي معناها ان في مصيبة خلت بالمون ريفالف ايه في المتأخر غير ان العيان ياخد deep inspiration وغير ان العيان يملى نحية اليمين دم ده معناته ايه اللي يخلي بالمون ريفالف المتأخر ان اليمين في الالب مأخر جمد عن الشمال فالتفريع اللي بالكهرة بالنحية اليمين من القلب بايزة السلكة اليمين بايزة right bundle branch block هو ده اللي بيتسمى increased splitting او wide splitting ان ال A2 بتقفل بد اكتر يا الP2 بتقفل متأخر الP2 تقفل متأخر لو في ضيف pulmonary artery pulmonary stenosis فبالتالي الright ventric بتاخد وقت طويل علشان تضخ من الصمام الميدي او السلكة اليمين تهربة القلب متأخر او في ارتفاع في ضغط ال pulmonary hypertension فالنحية اليمين برضو اخدت وقت طويل على ما قدرت تتغلب على ضغط العلي الفرماتين النحية اليمين بتقف المتأخر فادا اللي يخلي اليمين يا اخ او ان الشمال ايه في البادري اعرف الشمال ايه في البادري امتى لما الدم في اللي يبقى اقل طب هو الدم في اللي يبقى اقل من الطبيع امتى لما يكون في شوية منه بيرجع تاني فبقيت الليفت بتضخ بدري اوي فالأورطة بقى في البادري اوي فالأورطة في البادري اوي يعني البلمون اريقى في المتأخر وانت عرفت اسباب ده ايه واسباب ده ايه طب لو عيان عنده وخد دي بإنس في اله يزيد ولا ما يزيد طب عيان عنده المشكلة دي خد كمان دي وزود الدم اللي جاي عن نحن يعني مين في القلب هيزيد اكتر ما هو زايد ويبان اكتر ما هو باين فدي بتتسمى ويد unfixed splitting يعني في ويد splitting وردي يباين من غير دي ولما العيان خد دي ال سباير ال زاد اكتر كمان فلا اسمه ويد unfixed splitting هو في اسباب ثانية تعمل وما بيزيد مع الدفن inspiration قالك اه في اسباب تعمل white fixed splitting السبب الوحيد اللي يعمل white fixed splitting is ASD ودي ليها ميكانيزم انه بقى نتكلم عنه لما نتكلم على في الأطفال ان شاء الله ال ASD ودايما انا كنت تقول ايه الاسد ASD 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 الاسد ثابت Fixed الاسد ثابت الاسد fixed ASD white fixed splitting امؤقتا ده ما نبقى نفهمها في الأطفال ان شاء الله في بقى abnormality تانية في المشهورة جدا اللي هي paradoxical splitting عارف ده قالك الراجل ايه الراجل قالك عارف ده بدل ما المشهور بقى A2 P2 بقت P2 A2 بدل ما هي A2 P2 قالوا له يا سلام طب انت عرفت منين انها P2 A2 مش A2 P2 هو في حد عاد لك جوه العيان بتحط السماعة على العيان مثلا A2 P2 حط على الثالث من جوه P2 A2 فاتت اقول اه شوف ايه وده العيان اللي عنده بالله طبعا الموضوع مش كده اكيد الموضوع مش كده هو لو عيان عامده P2 A2 يعني البلمونري قفى البدري عن الاورتك او بمعنى صح الاورتك اخر لدرجة النوابية في البعد البلمونري العيان ده اخذ deep inspiration والبلمونري رح متأخر ايه اللي هيجرى للسبلتنج مع deep inspiration سيختفي بدلا من ان يظهر سيختفي بدلا من ان يظهر يعني لو العيان ده اخذ deep inspiration البلمونري يروح ركب على الاورتك هنا والسبلتنج يدسابير مع deep inspiration وهو ده البرادوكس اللي في الموضوع يعني وعت في فكر ان البرادوكس هو ان البلمونري يقفل قبل الاورتك لا ما محدش عارف مين قفل قبل مين ده اصواق ما لكن البرادوكس is that the splitting disappear in state of appear on deep inspiration ده فكرة البرادوكس البرادوكس يحصل امتى لما الاورتك يأخر لدرجة المبعبية في البعد البلمونري امتى الاورتك يأخر نفس الاسباب اللي أخرت البلمونري يعني بدل right bundle branch block اكتب left bundle branch block بدل pulmonary stenosis اكتب auric stenosis بدل pulmonary hypertension اكتب systemic hypertension تفعيل يعني هي اياها بس انت بتغير بس بالكلام فهي دي اللي ايه البرادوكس اللي هي سببها auric stenosis أو left bundle branch block سمعونا اوكي على important points in clinical cardiology تعبت ويوحوش ولا لسه ايه هتقول تعبت ايه هتقول تعبت انا عايزك صحي كده انا عايزك مركز اه عايزين نخلط الفلفلور مهمة مستحيلة تمام ايه مالفلور هارت ديزيز والله انا اتكلم على mitral stenosis mitral rigor auric stenosis auric rigor وبعدين هرجع اكلمك على البرولابس لوحده كده تعالوا نبدأ بالل stenosis مريض mitral stenosis مشكلة ان الميترالي دي الدم هيتراك مجابد في lift وبالتالي يتراكم جامد على الرئتين فالlift هتتأذي والرئتين هيحتقنوا جامد فاتلاقي العيان عنده اعراض heart failure لان لما الرئتين هيحتقنوا جامد هيقصروا عن نحية اليمين من heart pulmonary hypertension right side heart failure رو كان بتسمى core pulmonary فبص تلاقي العيان عنده اعراض heart failure والاتريام اشتكت اكبر فئة من العيانين بيجي لهم atrial fibrillation اللي هو الاتريام fibrillate طولك والله ما انا لعبك ويحصل لهم severe pulmonary congestion اعيان اعيان الميتر السينوزيز امتا هيحصل في مرمر امتا هتسمع مرمر ولا انا اسمع المرمر اكيد اسمع الميتر الاريال اللي الدم يملى ويعدم الصمام المديق هيعمل صوت طب لما الفنتر تبقى تملى يبقى ده معناته ان الميرمر باياستوليك امسيستوليك it's a باياستوليك مرمر باياستوليك مرمر best heard at the apex وساعات من كتر ملصمام مديق يعمل كليكة او يعمل خرفشة وهو بيفتح لانه مديق متليف فيبروتك فيعمل حاجة كده اسمعها opening snap محدش بيسمعها غير بطاكتر ديولوجي بار المرمر ده ما بيراديتش في حتة ما بيسمعش في اي حتة باياستوليك مرمر على الابكس مع opening snap fix مش بيراديت في حتة مع اعراض heart failure pulmonary congestion واوقات af عيان الميترالستينوزيس اشهر سبب ولازم تعرفه the most common cause of my اي حاجة مظل عليها بالاصفر ديتو بقى تسالي تي وورلد على طول ديتو بقى تسالي تي وورلد على طول سوري معلشة جماعة الشخماطة دي بيقلشت مني معلشة عليه ان يختار وفيه criteria تخلينا نبجي حاجة على حاجة بس مش مطلوبة منك لكن الخيارين متحين طيب ماذا عن الميترال ريجيرش قال لك والله مريض الميترال ريجيرش ده بيبقى عنده ارتجاع في الميترال ففيه حب الدم من بيرجعه تاني في ال وبالتالي كمية الدم في فنفس الكلام هتحتقن الرئتين فنفس الكلام الright سايد في ظهرت هتبدأ تشتكل في نفس الوقت في حب الدم من بيرجعه تاني على فالدم في فالدم اللي بتضخ لل هيقل فالعيان هيجيله اعراض و هيجيله رايت سايد هارت فيليار اذا العيان برضو هنا هيشتكي من ولكن العيان هيفضل فترة طويلة ولكن يوم ما هتدي معاه اعراض هتدي هارت فيليار مع بس الفرق ان الميرمر هنا بيبقى سيستوليك ميرمر وبيبقى صوته عالي جدا سيستوليك ميرمر عارف امتى امتى الدم هيعمل صوت لما امتى يرجع من الصمام المهوي طب امتى الدم هيرجع من الميتر المهوي والفنتريك بسيستولي زي ما حب الدم بيتضخوا في الأورطة حب الدم بيرجعوا من الصمام المهوي بيعملوا صوت ميرمر اذا الميرمر هيحصل بالتزامن مع السيستولي السيستوليك ده من كتر ما صوته عالي بيسمع بيسمع في الأجزلة يعني في ناس بيقولوا انه غير الأجزلة ممكن يسمع في الستيرنال بوردر اتمي رديت along the ستيرنال بوردر او بيرديت للأجزلة بيقولوا ان اللي بيرديت اكتر ستيرنال بوردر لما تكون المصيبة في التصف الخلفي واللي بترديت في الأجزلة لما تكون المصيبة في التصف الأمامي فا اا انتيريور اا اجزلة يلا خلصنا طب جميل علاج الميترا الرجرج ايه قالك لازم تغير سمام لو الحالة اكيوت اكيوت ميترا الرجرج سورجري is always ركوير ولازم انتغير السمام لازم ان السمام ده يتلح ويتغير طب حد عارف الاكيوت ميترا الرجرج بتحصل في مرضى مين اللي لسه عيلنهم من شوية من المرضى اللي بيحصل فيهم اكيوت ميترا الرجرج ميوكاردي الانفاركشن تابلاري مصر رابتشار صح تابلاري مصر رابتشار واما شفتوا بقى لازمت ان احنا نكربس الحصة انك بتبدأ تربط حاجات كتير لما تاخد كلام مكاسة فيها تمام اما كرونيك ريجرج ممكن بقى تريبليس الفالف لو العين سمتماتيك او لو بتاقلت عن الستين في الحالة دي لازم ان نغير الصمام طب هل ممكن عيان يبقى بتاعه معادي ستين بس استيل اعمل له جراحة وغير له الصمام قالك اه لو جاله الموضوع قلب جامت سيفيري انطف لدرجة انه عمله الموضوع او جاله الاتريام اشتكت فالقلب يا ناس اشتكة يبقى لازم ان ايه نغير الصمام حتى لو الاجيكشن فراكشن ستيل ماسكة نفسها ومعادي استين انت لو هتدق هتلايف الموضوع ريجرج ما عندكش خيار البلونة مفيش خيار الاسطرة هنا لازم قلب مفتوح وتغير الصمام لان بلونة دي لو هتوسع الصمام لو مدي انما ما فيش علاج للصمام المهوي غير انه يتغير فدايما اقولك ايه بقعدة النجارين الضرفة المهوية لازم تغيرها تمام هنا برضو العين بيبعند هاي شانس زي مريض الميترال سينوز مش انا اللي بقول برضو ده اليوورلد اللي بيقول ان مرضى الكونيكتف تيشو ديزيز اللي هما زي مرضى المارفان سندروم او الالر دانلوس سندروم اللي عندهم مشكلة في تصنيع الكونيكتف تيشو او تصنيع الكولاجين بسبب ان الكولاجين والكونيكتف تيشو بتاعة الكوردة تنديني اللي هي الفتل اللي مشعبطة الضرفة بالبابلاري مصل بتبقى ضعيفة فممكن تتقطع في اي وقت وممكن يحصل اكيوت ميترال فالفري جيرج التيبيكال بريزنتيشن في تلك الحالة بيكون صدن انس هارت فيلير وصدن انس بلموني ريديمة مع صدن انس هايبوتينشن فجأة عيام مارفان داخل عليك الطوارئ ببلموني ريديمة وبلموني ريكونجيشن جامد ونعصف الدم اللي بيتضخف السيستميك سيركوليشن لدرجة انه ضغطه وطي خالص عالارض فضغطه عالارض ورئتنه محتقنين فلموني ريديمة مع سيستميك هايبوتينشن فعيام مارفان او فعيام كونكتف تفتيشو ديسقورد استنتج انه قلبت او جاله اكيوت ميترال فالفري جيرج اراز طيب جميل خالص دي حالة جات في اليو وورل حالة كان واحد عنده مارفان لو قطول وكلام من هازل قليل وفجأة جالك الطوارئ مش عارف ياخد نفسه وعنده سيفير ديسنيا وبيكح دم وضغطه واطي ويسألك الم possible diagnosis هاي او 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 يقل فالدم اللي رايح للجسم هيقل فالعيان هيحس بان الدم اللي رايح لجسمه قالل لما الدم اللي رايح للجسم هيقل لو الدم اللي رايح للمخ يقل العام ممكن يقم عليه كتير ودي بتتسمى سينكوبي لما الدم اللي يضخ في الاورطة يقل الدم اللي هيسرح في الكورونا ويغزي القلب هيقل الدم اللي رايح للقلب هيقل بيحصل heart failure with chest pain angina والعيان هيلاقي نفسه مع أقل مجهود بينهج لأن الperfusion لكيشوز آله فدايما بنقول على مريض الاورتكستينوزيز أنه المريض الحزين sad patient S for syncope A for angina D for dysnea syncope angina disnea sad المريض الحزين aortic stenosis مريض الاورتكستينوزيز هيبقى عنده مرمر ماكسيمم على الاورتك area صح؟ المرمر ده هيبقى systolic ولا diastolic systolic طبعا لأن إمتى الدم هيعمل صوت لما يبقى معدي من خلال الصمام المديئ والدم هيعدي من خلال الصمام المديئ أثناء ما lift ventric بيكونتراكت عشان يضخ الدم في الاورتة إذن أثناء السيستون صوته بيبقى عالي جدا وبيبقى كده هو خلاص للي إيه crescendo decrescendo crescendo decrescendo خلاص حتى دايما يقول لك إيه ejection systolic murmur لأن الإيجيكشن بيتقسم للشغطين rapid ejection وreduced ejection فنفسك كام صوت المرمى بيبقى عالي في الأول ووطي في الأخر هاي في البداية وreduced في النهاية ماشي مع الإيجيكشن فيه إيجيكشن systolic murmur crescendo decrescendo murmur من كتر ما هو عالي بيسمع بيسمع فين في الكاروتد شايف انت الكم سطر اللي في آخر الجدول دول اتساءلوا في اليو مهمين جدا الاعراض اللي لو عند العيان بتستنتج ان الاورتك استينوس عنده جديد أو قوي قال لك أول حاجة ان نبضة التاروتد تبقى متأخرة وضعيفة النبضة المتأخرة الضعيفة النبضة المتأخرة الضعيفة دي اسمعها pulsus parvus etardus ده بالفرنساوي pulsus parvus etardus حقا pulsus parvus etardus النبضة الضعيفة المتأخرة لان من كتر ما الاورتة او الاورتك valve stenotic الدم بعد يتأخر جدا على ما يسرح في الكاروتد فما يبتحس النبضة في الكاروتد متأخرة وكمية الدم اللي صرحت في الكاروتد هتقل فبتحس النبضة ضعيفة فنبضة ضعيفة متأخرة small and slow carotid upstroke دي بتتسمى pulsus parvus etardus وبيبقى معاها مرمر اه بيبقى في مرمر late peaking مرمر المرمر يبقى عالي حتى في النهاية يعني مش crescendo دي crescendo بقى مش عالي للآخر عارف عالي للآخر ليه من كتر ما الصمام مدياق فبقى مش فارق rapid من reduce the ejection في rapid ejection عامل صوت عالي لانه بقى مدياق زي الدبوس late peaking مرمر و loss of s2 طبعا loss of s2 لقى paradoxical splitting لانه مع الاورتك سينوز الس2 تأخر فتبقى p2 a2 loss of s2 مع ال inspiration لللي paradoxical splitting of s2 this is also a sign of severe aort سينوز سأل على فكرة السؤال ده في اليور اللي تجاب لك حالة aort سينوز ورح يليك which of the following is a sign of poor prognosis أو is a sign of severe valve سينوز ورح جايب لك في الاختيارات وجاب من ضمن الاختيارات مش فكر أنه واحدة في الكريتيريا بس الكريتيريا of severe aort سينوز مهم جدا انتعرفها الله يباريك طيب مش أنا اللي بقول برضو ده اللي بيقول اللي بيقول برضو أن السفير aort سينوز بيبنب الإيكو بأنك بتلاقي أن aort velocity أو velocity الدم وهي مشة في الاورطة معدية الاربعة متر برسكند وده معناته أن الدم سرعته زادت وإمتى الدم سرعته تزيد لما تضيق طرف الخرطوم هي المية سرعتها بتزيد إمتى وتطلع من الخرطوم بسرعة عالية فتسقي بها الأرض لما تبقى مديق حفة الخرطوم فلما الاورتك valve يدي إجامد سرعة الدم وهي ماشية الإيكو هيبين لك خصوصا لو كان دوبلر إيكو هيبين لك أن سرعة الدم وهي ماشية منه عالية معدية الاربعة متر والجريدي nas bet قبل السمام بقيت الضغط قبل السمام عالي جدا والضغط بعد السمام باقواطي جدا لأن السمام دي فالدم متراكم قبل السمام معلت ضغط وقالل جدا بعد السمام معلل الضغط فالترانس بالفولار جريديanne mãe معدية الاربعين مليميتر ميركري اي سيمتوماتيك بيشنت وعنده اي اعراض سيفير فالف ستينوزز لازم الاورتك فالف يتغير على فكرة يا جماعة الاورتك فالف ستينوزز مفهوش خيار بلونة ماينفعش مع بلونات تنفع محطوطة كأوبش في بلون فالفو بلاستي عارف والله بس البلون فالفو بلاستي او البلونة في الاورتة فشلة او وبتبوز بصوعة وبيرجع ايدياق تاني علشان كده الافضل والانسب في العلاج دائما وابدا مش انا اللي بقول برضو اللي بيقول ان اتغير سماء مريد الاورتك ستينوزز ينفع ياخد دايوريتك او فازو دايليتر برغم من انه عنده ممكن يبقى عنده ممكن يبقى عنده عند شوق تحتقان في الريع وعنده اعرض هارت فيه يارينفع اجرو فازو دايليتر او دايوريتك مصيبة مصيبة عارف مصيبة ليه يا ابني دا الاورتك والدم في السيستيميك سيركوليشن قالل والضغط واطي تروح موط انت حاجة او تدي حاجة توطي الضغط تدي حاجة توسع الاوعية تدي دايوريتك تقالل البلوت فوليوم دي مصيبة انت متنوت العيان افويد دايوريسيز افويد وازو دايليتر كمارده الاورتكستينوزيز تمام خط بالك مريض الاورتكستينوزيز لو ظهرت عليها اعراض خمسين في الماء في ثلاث سنين كبير او خطير او اي 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 اورتك ريجار اورتك ريجارج ارتجاع في الصمام الاورتي ايه اهم حاجة احنا اتكلمنا عنها عن الاورتك ريجارج واحنا بنشرح انواع البالس احنا بسيكو فاكر ايه نوع البالس اللي اتكلمنا عليه وركزنا عليه قوي انه بيحصل في مرضى الاورتك ريجارج علشان السيستوليك بلاد بريشر بتاع لو بتقل فالبالس بريشر بتزيد وقوة النبو بتاع الله برافو التempor劈 الكثير كنف الكثير الكثير الناد الكثير الكثير الضح and the associated signs associated signs دي تشمل الووتر هامر بلس تي حاجة اسمها ودروزيز صين عايز تبقى تقرأ عنه ونقرأ عنه انا مش هقوله شرحهم بصراحة احنا مش هنقعد نحشي في المحشي بس ما ووتر هامر بلس بالإضافة للميرمر ميرمر هيبقى مكسيمم على الأورتك إريا وهيبقى السيستوليك ولا ديستوليك ديستوليك طبعا لان امتى الدم هيعمل صوت وهو معدي على الصمام المهوي وامتى الصمام المهوي هيرجع دم أثناء ما الدم كان ملأ الأورتة والفينتريك الضخته خلاص والفينتريك بالديستول حب الدم يروحوا راجعين من الأورتة داك فعمله صوت فالصوت هيبقى فعنه وقت في الضايستول في الأرليства ولا الليت داك صنع في الأرليذا اعرف في الأرلي望 ليه؟ لأن في الأرليظى الدم بيبقى لسه في الأورتة ما سرحش الدم بيبقى لسه في الأورتة ما سرحش ف形والك الليت داك صنع فغلبا الأورتك المرمر بيطعم يبقى مرمر بيتسمع مرمر بيتسمع مرمر بيتسمع أو ماكسيمم على الأورتكري ممكن يحصل قالك آه وده برضو هيدي مرمر برضو بس مرضى الأكيوت أورتكريج ما بيلحقش يظهر عليهم أعراض الوائد فلس فريشا لأن الحالة بتبقى حالة طوارئ حالة إمرجنسي حالة أكيوت sudden severe sudden severe تحصل في مين sudden severe تحصل في مين اللي هو الأكيوت أورتكريج إيه كوز اللي ممكن يعمل الأكيوت أورتكريجج قال أنيورزم الأنيورزم أو وده ممكن يحصل مع مرضى أو مرضى مرفع عليكم ممتازين والله فيها سباب بقى كتير تعمل أورتكريجج بس أشهر سبب أنه يبقى خرم الأورتة أو جدر الأورتة وسعها لأنه لما الجدر يوسع الخرم بتاع الأورتة هيوسع فالدورة في تهول كلاما الجريم بحث يعني إيه اللي يوسع جدر الأورتة التهاب جدر الأورتة inflammation أو زروته في زرورتة لأن الإنفلاميشن يعمل weakness في الول فمع الضغط العالي الأورتة ينفش أو يوسع إيه الحاجة اللي بتعمل inflammation في الروتة في زرورتة السيفلس 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 من الحاجات الكومن اللي ممكن تعمل inflammation في الروتة في زرورتة إيه الثاني إيه حاجة كده اسمها ankylosing spondylitis autoimmune disorder associative بمرضة مع inflammation في الروتة في زرورت أولي يبقى جدر الأورتة ضعيف جدر الأورتة ضعيف لما كنك تفتيشه يبقى ضعيف وكنك تفتيشه يبقى ضعيف في مرضى المرفانسي وعجبين الحل في مرضى الأورتة هو أن احنا نغير الصمام طب لو بنغير الصمام لكل العينين يعني لا ده العينين اللي ظهر عليهم أعراض بس لأن أغلب عينين الأورتة بيبقى اسمتوماتيك بس يوم ما بيمنفست تعييب ما يمنفست عشان الدم عالي يرجع على القلب ويحمل علم القلب يبدأ يفليار على المضى الطوير طب الحل إيه في العينين اللي لسه اسمتوماتيك ومش هنغيرلهم صمام إن احنا نخف الحملة على القلب علشان ما يفليارش نخف الحملة على القلب عشان ما ما يفليارش بأن احنا ندي افتر لود ريديوسر أو حاجة تريديوس افتر لود زي الاس انهيبتور أو بايلاتور زي الهايدرالة زي تمام؟ معلومة مش مهمة أوي إنه نص مرضى الأكيوت ميترا ريجرج ممكن تلاقي ما عندهمش مرمر فما تتخضش من عيان عنده أكيوت ميترا ريجرج وما جلوش ميترا ريجرج مرمر ما السمع له مرمر لكن في نفس الوقت العيان عنده احتقان رهيب في الرئة وعنده سيستيميك هاي بوتينشان رهيب وهو أصلا عنده تشستيم من ام و اي هدي أعراض أكيوت ميترا ريجرج بس حطت سمعتك من السمع أي مرمر عادي ما فيش مشكلة فيه خمسين في المئة من العيانين ما بتسمع لهمش مرمر الفي اس دي كتبوا كلمتين عنه كده عن المرمر بتاعه بس أنا مش هتطر أخريهم دلوقتي لأننا كده كده سبت هتقولها بحسا فيه الأطفال بإذن الله هتكلم بقى على الميترا وفكرة الميترا الفولف برولابسي إيه يا شباب هده كترة محترمين أولا كده الميترا الفولف برولابسي وأن الصمام الميتراليبوس بيقفل عادي أهو قد فيش منه مشكلة بس مشكلته إنه لما بيقفل الضرف طرية قوي فلما الضرف بتبقى طرية بتبلج شوية في تجويف الليفت إيتريا بتبلج شوية في تجويف الليفت إيتريا وممكن البلج الجدائي يبقى سيفير إيه لدرجة إن الضرفة تهوي سيكة وترجع حب الدم ويحصل مرمى الرجرج ده لو في سيفير ميترا الفولف برولابسي فالميترا الفولف برولابسي في نسبة مننا بيبقى عندهم ميترا الفولف برولابسي وعشرين بعادي أسيمتوماتيك حد فيكو قبل كده راح يعمل إيهكم وكشف إن عنده ميترا الفولف برولابس أو عنده ميلد دجري أو مايترا الفولف برولابس أنا أنا عندي ميلد دجري أو في مايترا الفولف برولابس في الحق وعادي تماما وفي ناس كتير عندها الموضوع هذا فده عادي ناس كتير عايش بيه أسيمتوماتيك برغم من أن بعض البيشنت كده لو أن بيجي لهم بعض الأعراض non specific زي أن يجي لهم رف رفة في القلب نهجان ولكن مش عارفين الأعراض دي ممكن تكون بتحصل لهم ليه ما لهاش تفسير قوي وما هياش ليه علاقة من قريب أو من بعيد بالسيفيرتي بس يوم ما العينين دول بيظهر عندهم مرمر بيبقى مرمر بتاع ميترا ريجيرج طب بس نفرقوا إزاي عن مرمر الميترا ريجيرج بقى إنه بيبقى ويعني إيه ويعني إيه مرمر ده اللي هتفهمه هنا لما نتكلم عن تأثير بعض المانوفرز على بعض المرمرات دي أنا هتكلم عنها بعد البريك هديكم بريك لأول بعدين نرجع على موضوع تأثير المانوفرز على المرمرات دي تمام ولكن هو بيبقى شبه مرمر الميترا ريجيرج لكن بيبقى مختلف عنه في حاجة بسيطة كده مخليات kind of a typical مرمر خد بالك مرضى الميترا ولا محتاجين أي علاج ولا حتى محتاجين بروفيلاكسس بانتيبيوتك لو هيخلعوا سننهم مش محتاجين حتى اندوكاردايتس بروفيلاكسس حتى الاسوشيشن بتاعه مع البلبيتاشن وال بانيك اتاكس ان في ناس بيجي لهم بانيك اتاكس او انيكزاية اتاكس او بالبيتاشن من اللي بيشتكوا ميترا الفالفو بروبس is questionable يعني في ناس قالت لا لا ده مناهاش علاقة بالبرولابس في ناس قالت لا ليه علاقة في أبح вониقضت وفي أبح هنافت كمام عرفتكم ميترا الفالفو بروبس هو المستكم من كوزوف ميترا الرجيرج ايزان مستكم من كوزوف ميترا الرجيرج is ميترا الفالفو بروبس مستكم من كوزوف ميترا السينوسس is reumatic febra او reumatic heart disease ًا كمام ايزان ميترا الفالفو بروبس ده جنرل بيناقود في نسبة كبيرة من الب especie وغالبا اسمتوماتيك يوم ما بيضي اعراض بيضي اعراض بحرف البي تالبي تيشن تانيك اتاكس مع ديسنيا نون سبسيفك تماما ولا تنم من قريب او من بعيد عن السيبيريتي وغالبا ما بيضيش اي اعراض الا ممكن تسمع كليكة في نص السيستول او كليكة دي هي اللحظة اللي الدورة فيها قلبت او اللي الكاسبس فيها قلبت عشان ترين هي دي الميت سيستوليك تيك الميت سيستوليك تيك وممكن مرمى الميتر الريجرج بس بيبدأ اتيبيك المرمى محتاجة اي حاجة ولا محتاجة حتى اندوكاردايتس اندوكاردايتس مش انا اللي بقول اليوورلد هو اللي بيقول اليوورلد جاب سوالفة حاجة اسمها بايكاسبت اورتك بالف معرفش تسمعه عنه ولا ما تسمعهش عايزين كده نراجع مع بعض الصمامات بتبقى كم ضرفة كل صمامات القلب تلات دورف معادة كل صمامات القلب تبقى تلات دورف معادة معادة الميترال الصمام الميترالي هو الوحيد اللي المفروض بيبقى بايكاسبت بيئة الصمامات كلها تلات دورف ترايكاسبت في ناس بها تبقى مولودة الاورتك بالضب بايكاسبت مش ترايكاسبت نسبتهم واحد في المية واحد في المية اكثر شيوعا في الولاد عن البنات هايلي اسوشيتد مع التيرنار سندروم التيرنار سندروم ده اللي هم ستات بس مش اكس اكس دولة ستات نقصين اكس اكس او تيرنار سندروم مرض له اساس وراسي كوتوزومة الدومينانت وبيتشخص بالسكريننج في العائلات اللي فيها ناس عندها بايكاسبت اوورتك ضل يعني اي عيلة فيها حد عنده بايكاسبت اوورتك ضل بنبدأ نعمل للعيلة كلها سكريننج بنحنا نعمل لهم ايكو كارديو جران للعيال ولكل قريبه الدرجة الاول على فكرة ده السؤال اللي تسأل في اليورل السكريننج فور بايكاسبت اوورتك فالفي ايكو كارديو جران مشكلة البايكاسبت اوورتك فالفي انه فالفي مش طبيعي ضرفتين بدل طلع دورف فلما يبقى ضرفتين بدل طلع دورف فرصة انه يتعب بقيت اكتر وينوع التعب اللي ممكن يحصل في الصمام يا ريجرجيا ستينوز اه صمام ده ممكن مع الضغط الشديد عليه يبدأ يفايبروز ويتلايف ويكالسيفاي فيحصل في استينوز او ممكنك منه ضرفتين مش طلع الدورف فبيبقى ضعيف فيهاوي بيجرجيتيش صح اه وممكن يحصل عليه انفكتف اندوكاردايتس حيث انه هو ابنورمال فالف وحيث انه هو بقى عرضة للفايبروزيس اي صمام عرضة للفايبروزيس بقى عرضة ان البكتيريا تنبت عليه ويحصل اندوكاردايتس اندوكاردايتس العيان لازم يتابع بايكو كل سنة سنتين عشان نتأكد ان الصمام بخير ما حصلوش ريجرجيتيش او استينوزيس لو حصلو استينوزيس او ريجرجيتيش لازم انه تدخل يبا اللونة يبا تغيير للصمام على حسب هو استينوتيك ولا ريجرجيتيش اسمع من حضراتكم الاوكي على سيكشن قبل البريك بسم الله طيب عدنا بعد الفاصل وكنا متوطفين احنا عند ليه الفالفولار هارت ديزيز اسمحولي يعني ان انا هخمس في كوباية الشاي دي معاكم واحنا شغالين لان لازم اجل صوتي لان انا صوتي غالبا هيحتاج ستريبس لزي خلال يومين مع محاضرات ستيب وان و ستيب تو الوضع هيبقى مستحيل هنا بس المهم يعني ربنا يصر الاحوال الفالفولار هارت ديزيز ميرمارز المانوبرز او انا بحب اقولها امين امز عارفين امين امز اللي بتاع بتاعت شغولاتة دي امين امز ميرمارز المانوبرز مهم جدا تعرف تأثير المانوبرز المختلفة على الميرمارات في بعض المانوبرز لازم انتتتعلم هي بتأثر على الميرمارات ازاي هتأثر على الميرمار ازاي يا هتعلي صوته يا هتوطي صوت يا هتنكريز زا ساوند او زا ميرمار يا هتقلل الساوند او زا ميرمار واول المانوبر هنتكلم عنه هو لو اخدت ده بيزود الفينوس صحب انه بيزود نيجاتيفيتي بتاعت بيزود الدم اللي راجع لمنحية اليمين من القلب فانت كده وبتقلل لان الدم كله بيملى اليمين فلما الدم ييملى اليمين بزيادة الدم اللي عن نحية الشمال هيقل لان اغلب الدم تسحب ورجع للنحية اليمين فاده بيزود الدم اللي بيتسحب من النحية الشمال مسمع بعضها فاده معناته ان الين يعل صوت اي مرمر جاي من مشكلة في الصمام عن نحية اليمين اي مرمر نابع من مشكلة على right side of the heart او صوته هيعلى لما تاخد انس واي مرمر على lift او جاي من lift side او من lift side valve صوتها يوضي ان الدم يقل على الشمال وزاد على اليمين والمرمرات بتيجي من abnormal blood flow فلما الدم يزيد المرمر هيقلة الدم يقل المرمر يقل او المرمر يوضي الدم زاد على اليمين فمرمر الناحية اليمين عليه دم قال على الشمال فمرمر الناحية الشمال وطير بس العكس مع expiration على فكرة مع انها مش مكتوبة في الجدول ده بالرغم من ان جدول يوورلد ده ده متخد من يوورلد بالمناسبة العكس الدم بيقل اكتر على الشمال واقل على اليمين لانك لما تعمل كده طب تفش الرئتين ولما الرئتين يفشوا بيقصروا الدم اللي فيهم ويرجعوا للناحية الشمال فالدم بيقل على الشمال والدم بيقل على اليمين فالعكس بيقولك بتعلي صوت اللي اللي left sided murmur وال بتعلي صوت ال ري ري right sided murmur حلوة حلوة اعترفوا اعترفوا انها حلوة هي قلشة بس حلوة فال بتعلي صوت نحية اليمين بتعلي صوت الناحية الشمال طيب تاني منوفرين بنقولهم مع بعض لان تأثيرهم زا سيم على المرمرات هما الظلزالفة والاوامان مرة واحدة دايما انا بقول ايه ال standing is the same as straining standing and straining standing and straining standing and straining st 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 بيعملوا عاملة واحدة قالوا هي هو انت لما تقوم مرة واحدة دم بروح نازل في رجليك ولما الدم ينزل في رجليك بيقل الدم اللي راجع للقلب فده يقلل ال preload على ال heart ي decrease ال preload فده معناته كأن القلب بيفضل من الدم نحية اليمين بتفضل ونحية الشمال بتفضل لان الدم اللي راجع لهم والدم اللي في القلب لان الدم كله نزل في رجليك فده بيقلل ال preload على ال heart ومده يعمل يوط صوت كل المرمارات في القلب كل مرمارات القلب صوتها يوطأ معدل اتيبي المرمر اه اه مرمر البرولابس عارف ليه مرمر البرولابس الصوت هو الوحيد اللي هيعلم لأنه ولما القلب يفضل لما القلب يفضل الضرفتين هيقربوا من بعض لأن القلب الفينتريك الخضيت فالضرفتين هيقربوا من بعض فقلب الضرفتين ايه تزيد فالبرولابس يجراله ايه يزيد فصلوط المرمر بتاع البرولابس ممكن يعلم ميطاش وعشان كده بنصنف مرمر البرولابس أنه one of the typical murmurs عارف ليه typical murmurs لأنه صوته بيعلى لما الدم اللي في القلب يقل عكس أي مرمر تاني لما الدم اللي في القلب يقل صوته بيوطى الميترالفالفو برولابس عكس أي مرمر تاني إن الدم لما في القلب لما الدم في القلب يقل صوته بيعلى ما بيوطاش المرمر اللي صوته بيزيد ميترالفالفو برولابس إذن ميترالفالفو برولابس بيبدي مرمر ميتر الريجورج بس ازاي نفرق ما بين وما بين مرمر الميتر الريجورج بلنخلي العيان يستي او يستي حد عارف يستي او يستي يعني ايه؟ يعني يستاند او يسترين يستاند او يفالزالفة صوت مرمر الميتر الفالف ريجورج هيوطى مع الستي او الستي نما صوت مرمر الميتر الفالف وبرولابس هيعلى مع الستي او الستي التالي اتيبي كالمرمر بس لسه ما تكلمناش عليه بقى مرمر الهايبرتروفي الكارديو مايوباسي تكلم عنه في سيكشن الكارديو مايوباسي بعد هارتفاليان ان شاء الله طيب تالت اتنين مانوفرز برضو هم اخوات مع بعض زي بعض انك تأرفص او ترفع رجليك تأرفص وارفع لك رجليك سعيد بتاعتك انت الحاجات دي بشوف انا البروفايل بتاعك بلايه في الحاجات دي مهم يعني فبالتالي ايه طيب احدش يفهم غلط يعني بتسوها سعيد انجنرال يا جماعة الصالو طويل شوية فدايما بيفهم الناس غلط ما تفهمنيش غلط يا سعيد بعد اذنك معليش تأرفص وارفع لك رجليك تأرفص وارفع لك رجليك بمعنى سكواتينج passive leg raising passive leg raising يعني تمسك رجلي العين انت وترفعه تمسك انت رجلي العين فمش هو اللي يرفع رجليه انت اللي بترفعها خلاص فسكواتينج passive leg raising انا اسف يعني يا جماعة في التعبيرات دي طيب ايه اللي بيتم مع لما تأرفص انت لما تأرفص تقض على ارفيصك كده بأرفص لمؤاخذة اللي هي انا اسف في الكلمة يا جماعة قعدة الحمام البلدي لو حد فيكم شاف حمام بلدي قبل جده تقض مؤرفص كده قعدة بقرفصاء دي يا جماعة بتعمل king king في الفيمورة الارتري الفيمورة الارتري بيحصل له king king ولما الفيمورة الارتري حصل له king king دم يبدأ يتراكم في الفيمورة لما الدم يتراكم في الفيمورة يبدأ يتراكم في الاكسترنال اليك لان الاكسترنال اليك وانا بيكمل فيمورة ولما الدم يتراكم في الاكسترنال اليك يبدأ يتراكم في الكومان اليك ولما الدم يتراكم في الكومان اليك يبدأ يتراكم في الديسنينج اورطة ولما يتراكم في الاسسندينجاورتا يبدأ يتراكم في القرش والاسسندينجاورتا لما الدم يتراكم في الاسسندينجاورتا ده معناته ان الافتر لود جرى في ايه الافتر لود جرى في ايه زاد فالسكواتنج مين اللي بتعلي افتر لود عشان الريزيستنس في الاورتا زادت لان الدم تراكم فيه زحمة في الاورتا طيب لما ارفع لك رجلك بزود الريتورن اللي راجع للقلب ما نبدله الدم اللي في رجلك في قلبك فأنا كده بزود البريلود يبقى المين افكت ويبقى المين افكت ويبقى المين افكت ولو ان الاسكواتنج بيعلل بريلود برضه لانه بيزود الفينس ريتورن برضه انك بتساعد ان الدم يروح راجع من الفينز اللي في البطن وفي نص جسمك القبل التحتاني ده يرجع على القلب برضه على هار فده برضه بيعلب بريلود بعض الشيء فده بتعلب بريلود وافتر لون لكن ده بتعلب بريلود بس لأ معلش في الكلمة واحدة لما نعلب بريلود وزودنا الدم اللي في القلب يبقى المفروض المرمرات صوتها ايه إلا مين اللي صوتهم هيوطر ما تردوا بقى جماعة عليا الاتيبيكال ميرمارز الاتيبيكال ميرمارز اللوما ميرمار البرولابس ومرمر الهوكا شفتوا انتو بتستنتجوا ازاي والدنيا سهلة ازاي اغلب الميرمارز وصوتها بيعلم على السكواتنج والباس بليجريت تميل هذا الكلام اخر منوفر هنتكلم عنه هو الهاند جريب الهاند جريب هو الهاند جريب هو الاسط منوفر بقى تعمل كده ها بقى تعمل كده لما تعمل كده عضلات دراعك بتنقبل فتضغط على القراطي بتاعت دراعك لما تضغط على القراطي دراعك تدايق فالدم اللي فيها يبدأ ايه اللي فالدم يبدأ يتراكم في ال ولما الدم يتراكم في ال يتراكم في الصاب prelim Ianisia. وkeeping في الصابت صicides. ويتراكم في الآن ولما يتراكم في الآن يعلي الفتر لود برضي. لان بقى في زحمة فى الآن فبقى الآن كان يريزيست انه ياخد دم تاني. آآ بمعنى حى معنى ان الريزيستنس فى الوردة زادت تعليgil الفتر لود. لما تعلل الفتر لود. بقى القلب مليان دمه اكتر. القلب مليان دمه اكترall مش عالف يضخ الدم كما ينبغي في الاورطة نظرا لان الاورطة الضغطي في عيني. الافتر لوت ذات. فاده معناته ان مرمالات الناحية الشمال. مرمالات الناحية الشمال بالذات هيجرالها ايه? صوتها هيعلى. خصوصا الريجورج ميرمارس. اورتك ريجورج والميتر ريجورج. لان الدم يبدأ يرتجع جمد من الاورطة. لان الصمام مهوي. والدم بقى زحمة في الاورطة. فالدم يبدأ ينفس من الصمام المهوي. فالصوت الاورتك ريجورج يعلى. ولما الدم يملى يبدأ يعدي برضو من الميترة للمهوي. لو مهوي في ميترة ريجورج. تمام? برضو هنا القلب اتملى دم. القلب اتملى دم. فمين اللي صوته ما يوطى? المرمارات الاتيبيكال لسه ياما مرمار الهكم اللي لسه ما اتقلناش عليه. الجملة الاخرانية دي مش انا اللي بقول بل يور اللي برضو هو اللي بيقول؟ بيقول لك مرة واحد. حطنا السماعة على صدره. سمعنا مرمر صوته ضعيف جدا. يكد يكون غير مسموع على الاورتك اريا مع السيستول. بري صوفت سيستوليك مرمر على الاورتك اريا. هل المرمر ده يستدعي ان انت تعمل للعيان دا ايكو ولا ما يستدعيش؟ اسمع منكم الاجابة. مرمر في الاسمتومات لله قد تتصموهم Believe Me Browns or agree 2 out of 6, grade 1 or 2 out of 6 in an asymptomatic young patient are usually be nine بسموهم be nine مرمر او physiological مرمر and they don't need or they don't need any further work out عافين من أشهر فئة من الناس ممكن يظهر عندهم سيستوليك مير مرسوته خفيف الناس اللي دموهم بقى مية عارفين عمر الدم ما يبقى مية الناس اللي دموهم بقى مية فالدم فقط لزوجته فلما الدم يفقد لزوجته ويفقد قوامه اللازج ويبقى زي المية سرعته بتعلق فسرعته بتعلق وهو خارج من الأورطة بسرعة يروح عامل صوت على خفيف يعمل مرمى مين الناس اللي دموهم بقى مية ودموهم بيخف ويفقد قوامه الناس اللي عندهم سيبير 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 أنيميا لا انتو بتناموا انتو بتناموا سيبير أنيميا اللي عنده سيبير أنيميا أو ربيسيهات وقلاليلة دموا بها زي المية لأن الريبيسيز هي ليتبدو دم القوامه اللي يبقى الدم بقى بلازمة والبلازمة تراتة اربعة مية فانت فاهم يا دكتور وفيق تمام فبالتالي دي فكرة الايه الهامك مرمر او الانامك مرمر او اللي عندهم سيفير هيمو دايليوشن ومين الفعل اللي بيحبسه مية كتير مين الناس اللي جسمهم بيحبس مية كتير الحوامل الستات الحوامل يا جماعة البرغنان في ميز اذا احنا عدنا فئات كتير ممكن يظهر عندهم فيسيولوجيكال ميرمر الصغيرين في السن اللي عندهم سيفير انيميا اللي عندهم او الحوامل البرغنان في ميز الفيسيولوجيكال ميرمر كلها بتمتاز انها بتكون ميلد او صوفت وسيستوليك اذا صوفت سيستوليك ميرمر جريد واحد او اتنين ده ما يستدعيش اي ايكم لكن اي ديستوليك ميرمر or any harsh ميرمر or any continuous ميرمر next step in management is echocardiography next step in management is echocardiography نقطة الجدول ده مش انا اللي بقول ده اليوورلد اللي بيقول اليوورلد جاب سؤال على حتة الانديكيشنز of anti-shrombotic therapy في اللي مركبين صمامات صناعي اللي هم مركبين mechanical heart valve اللي مغيرين صمام انت عارف ان اي حد مغير صمام ومركب صمام متل او معدن لازم بنمشيه على دواسيولة علشان الصمام المعدن ده ما يخليش الدم يتجلط وما يحصلش جلطة والجلطة دي ممكن تفك وتعمل embolism واتدخل العنف الليلة كبيرة فلازم يمشي على anti-coagulant وanti-platelet طب هل بنمشيهم على anti-platelet بس ولا anti-platelet plus anti-coagulant طب لما مشيناهم على anti-coagulant زي الورفرين هم هيمشوا على اورا الانتي-coagulant غالبا هكيد مش ياخدوا حقا هبارين طول عمرهم يعني هيمشوا على وورفرين اورا الانتي-coagulant هل نخلي الآي النهار بتاعهم اتنين لتلاتة ولا اتنين ونص لتلاتة ونص اقسم بالله اليورلي جاب عليها سؤال على الرقم اي نهار اتنين لتلاتة ولا وورفرين واسترجة اي نهار اتنين ونص لتلاتة ونص معرفش الصراحة دي تيجي في الامتحان ولا لا بس اعتقد صعبة لكن اليورلي جاب عليها سؤال امتى تزبط اي نهار على اتنين تلاتة وامتى تزبط اي نهار على اتنين ونص لتلاتة ونص مين بياخد اسبرين كله أي حد مركب فالف بيمشي على أسفرن سجونة الأسفرن بتختلف بقى low dose أسفرن ولا moderate dose أسفرن يعني 75% يعني 75% 325 يعني مش لازم تحفظ أرقان طبعا 75% دي كل البيشنس اللي مركبين أو البيشنس اللي مركبين اللي بيمشوا على high dose أسفرن هم الناس اللي ما يعرفوش أو عندهم ما يمنع أنهم ياخدوا وورفرن مع الأسفرن هم دول بنتطر أن نعللهم جرعة الأسفرن شوية طب ما عندكش ما يمنع أنك تستخدم وورفرن يبقى هنستخدم وورفرن يا معل طب هنستخدم وورفرن بطارجة أي نهار 2-3 ولا طارجة أي نهار 2-5 3-5 الله يعلى حسب كم فنصبط الطارجة أي نهار 2-3 لما يكون عيان مغير وما عندوش ريسك فاكتورز طب إمتى نزبطه على 2-5 3-5 لما يكون مغير وعندو ريسك فاكتورز أو مغير يعني إذاً كل اللي مغيرين بيمشوا على أس بريم بلاس وورفرن بطارجة أي نهار 2-5-3 ونص طب اللي مغيرين أورطة بيمشوا على أس بريم بلاس وورفرن بطارجة أي نهار 2-3 لو ما عندهمش ريسك فاكتورز و2-5-3-5 لو عندهم ريسك فاكتورز what kind of ريسك فاكتورز are you talking about هي مكتوبة تحت الجدول في اليورون ريسك فاكتورز عنده إيه إف ولا لا عنده هارت فيليار أو ما عندوش أي الإيجيكشن فراكشن بتاعته أقل من أو تسوي 30 ولا أكتر من 30 جالو سرومبويمبوليز ما قبل كده ولا لا عنده هايبر كواجيولابيليتي ولا لا أي سنجل ريسك فاكتور تبقى موجودة من دول تخليك تضطر أنك تصبط الأي النهار على 2.5-3.5 يعني أنت مش محتاج أكتر من واحدة أي واحدة بس كفاية واحدة وكفاة تمام طيب أسمع من حضراتكم الأوكي إنكم لقبتوا هذا الجدول لأن الجدول ده جاء عليه سؤال يقول أورلد ومش عارف بصراحة ليه الغباوة دي ولكن آهر كويس خلصنا فالفولار هارت ديزيز وبالتالي هسمع سؤال في دكتور بيقول لي دكتور if we use S-inhibitor in aortic stenosis قال this increase transvalvular gradient pressure so more blood flow why is it contra-indicated بص لشان ما بقى صريح معك ال S-inhibitors مش contra-indicated في كل حالات الأورتكسينوز هي contra-indicated في السفير الأورتكسينوز اللي عامل high potential بص السفير الأورتكسينوز ممكن يقلل البلاط في السيسيميك في عامل high potential فالعيام ببا مش مستحمل S-inhibitor إنما لو عيام مثلا عنده أورتكسينوز بس مش عاملاله high potential ما فيه significant high potential بس فيه heart failure في الحالة دي S-inhibitor ينفع بهمتنا دكتور تمام جميل طيب خد نفس عميق يلا أعزائي المشاهدين heart failure heart failure نوعين رئيسيين systolic heart failure diastolic heart failure وتعريف heart failure is inability of the heart to pump adequate blood to meet the demands of the body طبعا ده هابل نحن مش هنضيع وقت في تلك المسلايب هبدأ بالكلام عن systolic heart failure وبعد كده هتكلم على systolic heart failure وبعد كده هنروح واخدين موضوع يعتبر من روح الheart failure وهو الكاربيو ميوباثي لأن الكاربيو ميوباثي يؤدي إلى heart failure أو من ضمن أسباب الheart failure خلينا نبدأ باستيستوليك heart failure من حيث الديفنيشن والأسباب طلاعي في استيستوليك heart failure المشكلة بتكون إن المضخة بعيفة ولما المضخة تضعف السروك فوليوم وكمية الدم التي سيدخها القلب في النبضة الواحدة ستقل وبالتالي الإجيكشن فراكشن بيقل عشان كده بيسموا السيستوليك heart failure heart failure with reduced ejection فراكشن أو أشهر أسباب السيستوليك heart failure هي حاجة بعفة عضلة القلب خلتها مش عارفة تنطبط زي إنه يبقى في إستيميا زي إنك زوت البرشور لود على الهارت يعني القلب بقى بيضخ قصاد ريزيستنس عالية فتعب وشحر وتسمى long standing hypertension خصوصا لو العام بيخرف في الدواء يعني زي حالاتي كده عنده hypertension وبيخرف في الدواء الله علي يا الله جميل أو في سم سمم القلب toxins زي الالكوهول is toxic على الهارت الالكوهول من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل myocarditis وcardiac toxicity أو virus عمل viral myocarditis أو في ناس عضلة قلبهم بتشحر لوحدها كده بنقول عليهم idiopathic cardiomyopathy idiopathic cardiomyopathy وإدي بتحصل الناس بيجي لهم فشل في عضلة تالي من صغيرين سببه راسي غالبا فهذه أسباب عديدة والنتيجة واحدة فشل في السيستول سيستولي heart failure بنصنف الheart failure تصنيفة محترمة للأسف الشديد first aid step 3 ما اتكلمش عنها لكن مكتوبة first aid step 2 هو ده اللي أنا بعمله في presentation اللي قدامك أنا بعمل mix بين first aid step 3 وfirst aid step 2 حطت عليهم هما اللي اتنين الكلام اللي مش أنا اللي بقوله لا ده اليورلد اللي بيقوله تبعي اليورلد اللي بيقول مش أنا فعملين شب فخفخين لطيف يعني تمام طيب عندنا يا جماعة أربعة classes للheart failure according لحاجة اسمها new york heart association niha n yha class 1 class 2 class 3 class 4 والclass 1 أقل في السيفيريتي والclass 4 أعلى في السيفيريتي يعني class 1 مثلا قلو الheart failure ده مش عامل أي limitation في activity وما بيديش أي أعراب مع المجهود العادي أما في class 2 بدأ يعمل limitation في activity عشان بدأ يدي أعراض مع المجهود العادي في class 3 عمل market limitation في activity عشان بدأ يدي أعراض حتى at rest class 4 العيال لو حرك صبع رجله بين any physical activity brings on discomfort and symptoms 3 3 ده بتبدأ تجيله even at rest أو مع أي مجهود بعيد عن rest لما class 4 ده بتجيله حتى لو نايم العراض مسكية على طول فده 1 2 3 4 دول 4 classes أو clinical classification بتاع heart failure المanifestations أو الأعراض مريض heart failure بيبقى مشكلته مش عارف يلعب رياضة poor exercise tolerance ليه أول ما بيعمل أي مجهود بينهج وبيتعب بسهولة جداً طبعاً خصوصاً لو المشكلة في left side of the heart العيان بيبقى عنده احتقان في الرئتين الاحتقان اللي في الرئتين ده بيخلي فيه نهاجان والنهاجان يزيد عليه لما ينام على ظهرك ليه؟ لأنك لما بتنام على ظهرك الدم اللي راجع للقلب أو الدم اللي راجع للنحية اليمين بيزيد فلما الدم اللي راجع للنحية اليمين يزيد الدم اللي بيتضخف الرئتين هيزيد لما النحية الشمال تبقى فشلة مش هتستقبل الدم من الرئتين فالاحتقان اللي عن الرئتين هيعلى أو الاحتقان اللي عن الرئتين هيزيد فالنهاجان والاختناق هيزيد وهي دي المعنى الحرفي لكلمة الاختناق لما تنام على ظهر أورسوبنيا أو نوبات الاختناق الليلي أروكزيزما النوكتورنا ديسنيا مع طبعا بقى فقدان في الشهية ولو هنتكلم على رايت صايد هارت فيليار لو المشكلة في الناحية الشمال الناحية اليمين من القلب الناحية اليمين مش هتستقبل دم من الجسم فهيحصل احتقان في الجسم الاحتقان ده هينفخ الرجلين ويقبر الكبد والطحان كونجستيب هيباتو اندسبلينو ميجالي ولوور لمبلاسيامة انكل سويلنج بسبب الفوليوم اوبرلود لما نيجي نفحص العيان هنلاقي الرئتين بيبقللوا علشان محتقنين ومليانين مية ودم وارتشاح وده مع كرونيك هارت فيليار طبعا ممكن تلاقي فيه تضخم في عضلة القلب تضخم عضلة القلب ده يخلي الابكس بدل ما هي هنا عند النبل تبقى هنا تشيفت اوتورد بنقول عليها left displacement of the apex of the heart أو of the point of maximum impulse وده معناتو ان فيه كارديو ميجالي اس اس ري سستوليك ام الله وضايستوليك هيبقى اس كام يلا بقى يلا بقى ام الله وضايستوليك هتوبقى اس كام اس فور برافو عليكم اس اس ري خلاص هنا اس اس ري اني بتكلم على سستوليك هارت فيليار علشان الفوليوم اوبرلود وطبعا لو راية صايد هارت فيليار برضو هتلاقي فيه جاجولار فينس بيشار انكريز او انكريز جاجولار فينس بيشار وجاجولار فينس ديستينشن ولور اكسريميتي اي ديما فيه صاين برضو اخدناها لو فاكرين في الكاردياك ايجزمينيشن واحنا بنتكلم قبل الفلفولار هارت ديزيز كانت اسمها هباتو جاجولار ريفلوكس تكريين وكوزمول ساين كوزمول ساين وهباتو جاجولار ريفلوكس كانوا بيعلوا مع الرايت صايد هارت فيليار بزات وكان من ضمن برضو اعراض او من ضمن البالسز او الاسبيشال بالسيشن اللي بتظهر مع السيفير هارت فيليار كانت اسمها بالسس ايه بالسس ايه ينوع البالس اللي كان بيظهر مع السيفير هارت فيليار وكان بور بروغنوستيك ساين بالسس اول تيرنانز فاكرين البالسس اول تيرنانز اللي هي واحدة قوية واحدة ضعيفة واحدة قوية واحدة ضعيفة القلب بيلعب على سطر ويسيب سطر بيكتب على سطر ويسيب سطر صح؟ ما فاكركم بس لتكونوا نسيين طيب بنمنج حالة السيستوليك هارت فيليار ازاي؟ لو جالك حالة السيستوليك هارت فيليار وسألك او جالك حالة هارت فيليار وسألك وما اخترتش إيكو انت يا ابني ما كنتش تستاهل تخطي عتبة برومومترك يعني انت حتى مش بقولك ما تستاهلش مثلا انك تنجح في ستيب 2 او ستيب سري لا انت يا ابني ما كنتش تستاهل انك تاخد تاكسي وتروح ببرومومترك او اوبر وتروح ببرومومترك انت ما تستاهلش اصلا الخطوة دي يعني انه مفهود الاوبر ما يجيش انت متخيل فبالتالي يا جماعة الإيكو كارديوغرافي is the initial and the best and the best of the best في حالات الهارتفيريار لأن الإيكو كارديوغرافي هو أحسن حاجة هتديك فيدباك عن الإيجيكشن فراكشن اللي هي بتبقى أو لو بتبقى واطية في السيستوليك هارتفيريار ونورمل في الديستوليك هارتفيريار يعني الخطوة الأولى في أي عيان عنده هارتفيريار وأن أنت عايز تتعرف هو السيستوليك ولا ديستوليك بتعرف هو السيستوليك ولا ديستوليك عن طريق أنك بتأسس الإيجيكشن فراكشن بتأسس الإيجيكشن فراكشن بالإيكو وبالتالي the initial step in management of any heart failure patient is إيكو كارديوغرافي في بدائل للإيكو قالك آه ماذا دا لو الإيكو مش متاح يعني زي أنك تعمل ريديو نيوكلوتايد سكان أو ريديو أيزوتوب سكان أو تعمل مثلا cardiac MRI أماماشي ممكن دا كله ما تزعلش بس الإيكو مرضو يعني إيكو إيكو يعني إيكو عارف بعد ما تعمل إيكو تتأكد أنك سيستوليك هارتفيريار إبدأ دور على السبب آه أشوف بقى إن كان السبب إسكيميك هارت ديزيز مثلا العيان أصلا بقى له فترة طويلة عنده أنجينة ومش هو خباله فهتعمل له مثلا هتعمل له كارديا كاتترايزيشن وكوروناري أنجيوغرافي علشان تشوف إن كان في كوروناري أرتري ديزيز هتشوف إن كان عنده مشكلة في السيرويد لأنه ممكن السيرويد تعمل على فكرة هارتفيريار هايبوسيروديزم يعمل هارتفيريار عنده مشكلة في الكيلية عاملة يوريميا آه بياه بيشرب ألكوهول فممكن ده ماشي على دواء كارديوتوكسيك آه ست بيريبارتام لأنه فيه نوء كارديو مايوبسي هتكلم عنه اسمه بيريبارتام كارديو مايوبسي وهكلمك عنه ده من زيادات اليوورلد وإحنا بنشرح الكارديو مايوبسي ساعات الموضوع ممكن يستدع إن إحنا ناخد عينة من القلب كاردياك بايوبسي والله ما بهزر مايوكاردياك بايوبسي دي بنالجأ لها لما يكون غلب حمرنا خالص لأن فيه بعض الحالات التي تؤدي إلى هارت فيريار ولا تشخص إلا بالمايوكارديا إلا بالمايوكارديا البيوبسي مين فيكو يقدر يديني إجزامبل لحالة هم أكتر من حالة على فكرة مش هنعرف نوصل لتشخيص إلا بالمايوبسي أو إلا بالكارديا البيوبسي أو مايوكارديا البيوبسي ثانيا فيرال يا راضي يا راجل فيرال إيه يا راضي ما فيرال يعني على أساس إن انت تشوف لا بس فيرال دي بعيدة وده في حاجات أسهل دغري دغري عن الفيرال والله يا بوحمينا في البايو هي حاجات في البايو جدا بايو هلا حاجات في البايو جدا في البايو جوهما حاجات فيكو فاكر مرض اسمو بومبيس ديزيز حاجات فاكر مرض اسمو بومبيس ديزيز إن هو Glycogen Storage Disease Glycogen Storage Disease ده كان بيبقى سببه في Alpha Glucosidase Lysosomal Enzyme فكان بيعمل Lysosomal Storage of Glycogen أبطعفش تشخصه إلا بالبيوبسي بالمسل بيوبسي حان تفكره ده إن هو أخو المكاردل كان مع المكاردل والفونجير كيف نفس الجدول خلاص فاكرينه صعب الحاجة التانية برضو اللي ممكن نلجأ فيها لما يكون فيه Infiltration اللي هو Infiltrative Disease Infiltrative Disease وما بنش بلايكم Sarcoidosis مثلا فأنت نفسك تشوف الجرانيولومة بعينك المنكزيتين جرانيولومة ممكن تاخد برضو Myocardial Biopsy أو هارت بيوبسي يعني لكن المهم يعني بس ده نادرة مننا بنلجأ له لكن المهم في السلايد اللي فاتت دي كلمة إيكم دي اللي ما ينفعش تعدي السلايد دي من غير ما إيه ما تبقى عرفها زي اسمي طب بعد ما شخصنا وتأكدنا إنه سيستوني بنعالج بقى هو ده المانج بنعالج بقى بنلعب في الإلاج على ثلاث محاور المحور الأول إن إحنا نخف الحمل على القلب حيث إنه فاشل فناخده على الهادي يا زبادي فبالتالي فيه فيه استراتيجية تقليل الـ أني أقلل المحور التاني أني أحسن من انطباضية القلب وأداءه وأني أقلل الـ اللي على الول والمحور التالت إنك تقلل الحمل التاني اللي القلب بيضخ الدم وقصاده اللي هي الـ فأنا بقلل بقلل وحسن هي دي الفكرة البساطة شديدة وضع عن طريق مجموعة من مكتوبة قدام حضرتك هنا في منها ما يعمل على تقليل الـ زي على سبيل المثال مدرات البول أو الـ التي تشمل اللازكس الفروسيمايد البوميتينايد التورسيمايد كلهم تبع عيلة اللوك اللوما الـ بتقلل الـ تقلل الـ تقلل الدم اللي رجع على الزرد وفي الحاجات اللي بتقلل الـ وتقلل أو بتزبط انطباضية القلب ومعدلات استهلاك والأكسوجين اللي هي بيتا بلوكرز اللي هما ميتو برولول بيسو برولول كار فيديولول تفكرين ده طب اللي فكروا من ما قلتوا في الضيط في الضيط الحصة يديني الأوكي كده نشوف كده مين فاكر لما جبت سيرت وقابل كده وقلت ان هو كان مهم في CCS وكان مهم تكتبه في CCS الكاردياك perfusion أو امداد القلب بتدم لأنها بتزود duration diastole وفي نفس الوقت بت optimize contractility عن طريق انها لما بتزود duration diastole بتزود المدة اللي القلب بيملى فيها دم فده بتخلي القلب بيملى دم اكتر في stretch اكتر ولما stretch اكتر انقبض اقوى ومش انا اللي بقول ده مين اللي قال القانون ده الرول ده القانون برافو عليك يا دكتور ده قانون starling low starling low لما قال more stretch more contraction within limits اللي دكتور تاح عدل على القانون وقال ان القلب زي الاستيك كل ما تشده يلسعك لو شدته على خفيف يلسعك لا ساعة خفيفة لو شدته جامد يلسعك لا ساعة جامدة فكل ما تشده اكتر يلسعك اقوى وهي دي فكرة starling low ده قانون starling المعدل التاني ده بتاع دكتور تاح بس دكتور تاح طبعا بيعدل عقان بيخليها زي الميكانيكية التارزية اي حاجة تانية غير المهم فده اللي هو الوال stress وهي دي الحاجات بتقلل وال stress وبتحسن اليه في حاجات تانية برضو ممكن انها تقرب القلب contraction واشهر دواء يقع تحت تلك الكاتيجوري هو الدي جوكسن او الديجيتاليس الديجيتاليس لم يعد يستخدم كstandard therapy في مرضى الهارت فيلير زمان كان من اهم ادوية علاج الهارت فيلير دلوقتي لا او الف لا ما بيدوش ديجيتاليس الا المرضى الهارت فيلير اللي بقوا بيتحجزه في المستشفى اكتر ما بيستحمه تمام يعني بيتحجز في المستشفى اكتر ما بيستحمه فالحال علشان نقلل احنا بقنا بنشوف اكتر من الممرضات يعني انا بقيت بشوفك اكتر من الممرضة يعني يعني لازم ان نشوف حل في الموضوع ده علشان نقلل الfrequency of hospitalization and re-hospitalization ممكن نمشي على ديجيتاليس نحاول نقربج القلب شوية علشان القلب يشد حيله عشان مش كل شوية اصطبح واتمثب وشك قدامي في المستشفى يعني فإذا الديجوكسن بي-lower the frequency of hospitalization وبي-improve the symptoms ولكنه لا يقلل المورتاليتي بالعكس انت بتقربج قلب تعبان دي المفروض آخر استراتيجية تلجأ لها انك تتقربج قلب تعبان دي المفروض بآخر استراتيجية تلجأ لها فالديجوكسن بيقلل frequency of hospitalization لكن ما بيقللش المورتاليتي الله يخليكم نذكر الفرماكولوجي بتاعت الديجوكسن لو ينفع معلش عشان خطر نذكر فرماكولوجي الديجوكسن كده من step 1 معلش أو من أي مصدر لأن ساعات بيسأله فيها فرماكولوجي الديجوكسن مهم نرس طيب في حاجات بها بتقلل الـ afterload حاجة هتوسع القراطي أو حاجة هتوسع الأرتريس زي الـ S-inhibitor أو الـ angiotensin receptor بلوكر بس مشكلة الـ S-inhibitor والـ angiotensin receptor بلوكر إنهم بيقفلوا الـ angiotensin enzyme فبيقللوا تكوين الـ angiotensin 2 أما الـ angiotensin receptor بلوكر فبتقفل الـ receptors فالـ angiotensin 2 مايعرف ش يشتغل النتيجة واحدة هي أن البلوك فيسلز بتوسع لسيام القراطي بتوسع فالأفطر لو دي اين وفي نفس الوقت بتقلل إنتاج وإفراز هرمون يدعى عد يرد علي بتأكد أنتم بصح صحيح بقلل إنتاج وإفراز هرمون يدعى القالدستيرون يا ولد يا ولد يا لعيب القالدستيرون برافو عليك دكتور القالدستيرون لما القالدستيرون يقول هو القالدستيرون ده كان بيعمل كان بيشد صوديم من الكليا وبيرمي أصاده بوتاسيوم وإتش عين بيشد صوديم ويرمي أصاده بوتاسيوم وإتش عين قللت القالدستيرون قللت شددان الصوديم وقللت رميان البوتاسيوم والهين فعيه الله هيجرى للبوتاسيوم في البلوند ممكن يعلى ولو البوتاسيوم عيلي ده ممكن يبريسيبيتيت اريزميا والعيام مش ناعز علشان كده ساعات 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 مع الاس انهيبتور والايربي بنده سفيرونو لاكتون عشان الاسفيرونو لاكتون قصد ده ساعات نبدي مع الاس انهيبتور ساعات نبدي ساعات سوري لما نبدي اس انهيبتور بنوقف الاسفيرونو لاكتون لان الاسفيرونو لاكتون واحد من العلاجات الاساسية في مرضى الهارتفيرير فتكير عزيزي المشاهد انك لو هتبدأ اس انهيبتور أو ايربي ممكن توقف او تهلل جرعة الاسفيرونو لاكتون لان الاسفيرونو لاكتون اصلا بيحبس بوتاسيوم وبيعلّل بوتاسيا. إتسابوتاسيان سبيرينج دايوريتك. فبيعلّل بوتاسيا. والاس انهيبتور والاربي بيعلّوا بوتاسيا مهمة راخرية. كده البوتاسيا ما يخرم السقف. والعيان ممكن يخش منك في فتاة الأريزمية. ويبريسيبيتات الهارتفيريا. فالحل. يتمشي العيان على سبيرون و لاكتون؟ آه. عارفتك يا صاحب المناسبة احنا بتمشي عيانين الهارتفيريا على سبيرون و لاكتون ليه؟ بالمناسبة السعيدة دي صحيح. عشان دون. عشان بيبقى أصلا ماشي على فروسيمايد أو ماشي على بوتاسيام لوزينج دايوريتك. ماشي على لوت دايوريتك. فالاسفارون لكتون بيعاكس البوتاسيام لوزينج إفكت أوزا لوت دايوريتك. فبيوظبط البوتاسيام. وفي نفس الوقت الاسفارون لكتون بيمنع الريمودلين. يرجع 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 يرجع. يرجع يرجع يرجع. بص شايفين دي. الفنتريكور الريمودلينج اللي كان بتحصل بعد الاسكيميك هارت ديزيز. شوف كاتب لك لسند باي اس انهيبتون. لأ ولسند بسبيرون و لاكتون كبير. زويدة هنا. بيمنع كمان الكاردياك ريمودلين. تصويرونه لكتون. وعشان كده. أهم ثلاثي. بتمشي عليه اي مريض هارت فيليا هو الاي بي اس دي دي فرامل في العربية عارفين يولد فرامل منعة الانزلاق اللي هي الاي بي اس تبقى موجودة في العربية كتحس انها عربية بقعت نص نبيفة شوية. بلاش موجودة في المية تبانية و عشرين او الحاجات اللي هي العربية الجيدة كلها ولا اندي فيها اي بي اس. بلس اي بي اس نفس الكلام اي بي اس اس انهيبتور او اي ار بي سبايرون و لاكتون لانهم بيوقفوا الريمودلين وبيتا بلوكر لسيا مكار فيديو لول. التلاتة دول هما التلاتة ادوية اللي ليهم مورتاليتي بنيفت في مرضى الهارت فيليا مرة تانية التلاتة ادوية دول هما اللي ليهم مورتاليتي بنيفت في مرضى الهارت فيليا والله العظيم بتتسائل في اليو وورلد وبتتسائل في الاسئلة وتتسائل في الامتحانية. وانا واثق ان منكم ناس بك يكونوا حلول يورلد وشافوها بعينهم في الاسئلة خلاص ACE inhibitor ARB and Spironolactone التلاتة دول على فكرة بيعملوا هايبركاليميا فتكير انك لما هتبدأ على دول لازم ان تركز كويس مع Spironolactone عشان الاتنين ممكن يعلوا البوتاسيا فالتفاع البوتاسيا منامش مطيف خصوصا لو حد كليته تعباء لان اللي كليته تعباء اصلا البوتاسيا بيقوم يبقى عالي وبيتلكك عشان يعلم فلوديت ادوية من اللي بتعلق بوتاسيا ممكن تلاقي بوتاسيا مخرم السقف والعيان يروح منها ولكن اهم تلاتة ادوية لهم mortality benefit ACE inhibitor ARB beta blocker Spironolactone طبق الدوايين اللي بنمشي عليهم مرضى الهارتفيريار بس ملهمشوا mortality benefit وما بيحسنوا الاعراض بس الDigitalis والDiuretics والله ما في بعد كده والله ما في بعد كده بقى انا كده عداني العين ABS وD Digitalis Diuretics بتمشي عليهم العين عشان تحسن الاعراض لكن ما لهمشوا mortality benefit ACE inhibitor ARB beta blocker Spironolactone بنمشي عليهم العينين وليهم mortality benefit يعني بيمنعوا الوفاة المبكرة في مرضى الهارتفيريار لو عيان عنده هارتفيريار وجاله اكساسيربيشن حد عارف الاكساسيربيشن او الAPA لو فاكرين الكيوك بالمونر يديما ده العين ده بيجي لك الطوارئ عنده نهجان ده نهجان فحت عنده كحة ده بيكح دم عنده ناصف L-M-N-O-P-B L-M-N-O-P-B اهو L هتعرف L stands for L لازكس لازكس فروسي ماء شوف حتى هو ايه اهو شوف انك بتبدأ بلوك ضايرتك ده هو الحاجة لازم تبدأ بيها L وبتدي بقى معاك ايه في حاجات في فريستيد مش كاتبة ايه M بس فريستيد step 2 كاتبة step 3 مش كاتبة M M distance for A مورفين مورفين او الله اعرف ليه المورفين لي كزا ميزة في مريض الاكيوب المونر يديما من فارما بقى بتاعت step 1 اراجع معاك دلوقتي عليه المورفين بيعمل ايه قال لك اول حاجة المورفين بينهبت السناتر في ال-CNS انهبت سفيراتوري سنتر وبينهبت البازو موتور سنتر ودي ميزة كبيرة على عيانين بالمونر يديما عارف ليه هاقول لك لما انهبت البازو موتور سنتر هوسع الفينز صح ووسع الارتر الصح فقلل الافتر لوت ولما وسع الفينز هقلل الدم اللي راجع على الرايت سايد فقلل الدم اللي بيتضخ على الرئتين فقلل البرمونر يكونجيشن والاديمة لما انهبت الريسفيراتوري سنتر دي مصلحة لان عيان الاكيوب بالمونر يديمة الاكيوب بالمونر يديمة ببجاة بيعمل ازاي بجاة بينهج فمحتاج حاجة تهبط له الريسفيراتوري سنتر علشان النهاجان ده مش في مصلحته لان هل العيان بيستفيد من النفس وهو بيعمل كده هل بيستفيد من النفس يسوى لنوم رده علي نوم ما بيستفيدش منه عارف ليه ما بيستفيدش منه لان النسبة من هذا الهواء التي تصل الى اكياس الهواء او الالفيولاي تكاد تكون منعادمة فالحل انك تدي حاجة تهبط الريسفيراتوري ريت شوية تهبط الريسفيراتوري سنتر شوية علشان خاطر تزود الدم اللي بيوصل للالفيولاي تالت حاجة ان المورفين بيهدي ويراخي والعيان ده بيبع عنده انيكزايت فالمورفين مصلحة كبيرة في مرضى الاكيوب بالمونر يديم النيتريت ان ان نايتريت نايتريت عشان مش بحاجة ان اتكلم في الموضوع او اكسجين بي قعد العيان ما تخليوهش نايم على الضهر طبعا لانما يقعد ويدلد الرجل ده يقلل في خفيفة بي برضو دي كتابها مهمة في بس اللي من بي وبعدين ابدأ على بي ونس ما العيان بقى استيبل وانس ازا بي 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 بيتا بلوكر اوعى تديها والبي بيتا بلوكر والبي شانط ان ستيبل لو اديها والبي شانط ان ستيبل انت كده هتكسسير بيت الهار فيلير وهتكسسير بيت الفلمونر اليديمة وهيموت منك ان شاء الله انت الل ام ان او بي وبعدين بي بي بس بعتب العيان يبقى ستيبل من الاضر اوبشنز اللي ممكن نستخدمها في علاج السيستولي كارتفيل يار هو الاي سي دي او دي من ضمن الحاجات اللي بتقلل المورتاليتي وال دي يركبوها للناس اللي قاتريسك انهم في اي لحظة يجي لهم فتة الاريزمية اللي ممكن في اي لحظة يخش في في تاك او في اف ف بنركبها لهم علشان لو دخل في اي لحظة في تاك او في اف الكارديا دي فايبرليتور ده يعمل له دي فايبرليشن ويرجعوا للنورمال ساينس ريزم دي بنسميها كارديا كريسين كرونيزيشن ثرابي مشان اللي بقول اللي يوورلد هو اللي بقول اللي يوورلد اللي بقول اللي بقول اللي بقول بي ventricular pacing device أول implantable cardiac defibrillator is recommended in patients in sinus rhythm with combination of اللي عندهم symptomatic heart failure plus ejection fraction أقل من خمسة وثلاثين plus صفح a conduction disorder which lead to impending fetal arysmia a conduction disorder which lead to impending fetal arysmia a conduction disorder مساعديني example اللي ممكن يعمل impending fetal arysmia lift bundle branch block وQRS duration بتاعتهم معدل 150 تمام هم دول اللي لازم تحط لهم ICD جي سؤال على فكرة في اليوورلين جاب عيان fulfilling لتلك الكريتيريا عنده symptomatic heart failure والإيجيكشن فراكشن بتاعواطي جدا وعنده lift bundle branch block وسعلك index step in management لازم أن نعمله cardiac resynchronization therapy بيس ميكر أو ICD تمام يا شباب في دوايين أنا عايزة اقتراهم مع نفسك بس طراءة رشيدة في ساعة سعيدة كده علشان تبقى خدت فكرة عنه دي أدوية جديدة كده طلعة في الكار جديد مكتوبة في first aid step 2 لكن مش مكتوبة في first aid step 3 الساكوب تريل ويه الإيفابرادين أو الإيفابرادين آه Boebehadonttherapy بس كده في الaway system heart failure يعني ممكن ن..." испاع مع بعض الناس وبالنسبة لهم life saving أسمع من حضاتكم الoh可以 على systolic heart failure وعلاج الأكيوب ملمونري ديما. يلا يضغوش دايستوليك هارت فيلير. الدياستوليك هارت فيلير ده يعني القلب أثناء الدياستول ناشف ومحضر. مش بيريلاكس معك. وبالتالي الدياستوليك بريشر في الهارت بتبدأ تزيد. ولكن في الدياستوليك هارت فيلير الإيجيكشن فريكشن بتبقى كومبليتلي نورمال. وعشان كده ساعات بنسمي الدياستوليك هارت فيلير هارت فيلير إيجيكشن فريكشن. ليه الإيجيكشن فريكشن بتبقى نورمال في مرضى الدياستوليك هارت فيلير عمرك ما تفهمها غير لما تفهم. يعني إيه إيجيكشن فريكشن؟ الإيجيكشن فريكشن دي إحنا بنشوف القلب جاب كم في المية؟ ضخ كم في المية من كمية الدم اللي جات له في الانتباضة الوحدة. طب هي كمية الدم اللي جات للقلب دي اللي هي الدرجة النهائية هي إيه؟ الانتباضيسطوليك فوليوم صح؟ وكمية الدم اللي ضخها القلب في النبضة دي كانت اسمها إيه؟ ستروك فوليوم حضرتها. وبالتالي إحنا بنقسم الستروك فوليوم على الانتباضيسطوليك فوليوم ونضرب في مية. ونشوف القلب ضخ كم في المية. طب معلش؟ اللي عنده داستوليك هارت فيلير هو مشكلته إيه؟ طب ما أنا عايز أبهرك إن الستروك فوليوم ده ما هو إلا انتباضيسطوليك فوليوم منص انتستوليك فوليوم ماش كده ولا هي؟ بص بغا معا كده وركز. طب هو اللي عنده داستوليك هارت فيلير مشكلته هو إن الانتباضيسطوليك فوليوم هي اللي قلت ولا إن الانتستوليك فوليوم هي اللي قلت. يعني هو الإمبرمند عنده في السيستول ولا في الديستول. الإمبيرمنت عنده في الدياستول مش كده لأن القلب مش عارف فيه داياستول كما ينبغي وبالتالي الاند داياستوليك فوليوم هي اللي قالت وهي هي هدي اللي فوق يعني مقدار الألالان فوق قد مقدار الألالان تحت فالألالان ده يكنسل الألالان ده فكده الإيجيكشن فراكشن ستبقى ثابتة ولن تتغير الإيجيكشن فراكشن إذ ده سين نورما لكن المشكلة أني التوتال بلد اللي بيملى الهارت هو اللي لأن القلب بأسطف وهارد ومش بي ريلاكس ويأدي فكرة البياستوليك فالألالان so البياستوليك فالألالان is sometimes referred to as heart failure with preserved ejection فراكشن بيسموه هف بيف مش هف ريف art failure preserve ejection فراكشن أشهر سبب للدياستوليك heart failure هو يا إما hyper trophy أشهر القلب جدرانه تخنت قوي لدرجة أن الليومن بتاعه دياء والجدران التخينة دي بقت مش بتطوعك بسهولة ومش بتنفش معاك أو إن في حاجة ترصبت داخل القلب اللي هي بتتسمى اللي هي بتتسمى انفلتريتينج ديزيزز خلته أو طبقت على نفسه وخلته مش عارف يدستند معاك أو يريلاكس معاك ما ينبغي والانفلتريتف ديزيز دي هي أي مرض يحمل كلمة اوزز اي اوزز افتكر ساركويدوزز اميليويدوزز هيموكروماتوزز فايبروزز عرفتها كنت تابع أقولي سكيليروزز يلا سكيليروزز اللي هو سكيليروديرما اللي هو كولاجين بزيادة فأي اوزز ممكن تعمل ايه وهذه التجميع ايه موجودة عندك في الكيفاكت اللي موجودة في الفرستيد طبعا احنا كل اللي عمان احنا بننظم الدنيا وبنزود الزيادات طيب بنمالج مريض الدياستولي كارتيفيلير ازاي خلاص بقى مش محتاج عيد وزيد على ما سمع حضراتكم ان اول خطوة لا خلاف على زيادة مشكلة مريض الدياستولي كارتيفيلير هو ان القلب مش ضبيه داستول كويس فما بيملاش دم كتير فالدم اللي بيدخه القلب بقى مش كتير فالكاردياك اوتبوت قلت فالضغط الضغط او الكاردياك او كوت قلت فحصل قصب سوري هايبو بيرفيول طب الحل ايه يعني اتصرر في ازاي هلدي مثلا ايه بالضبط يعني ايه الحل لحد عارف يا جماعة ايه الحل الانسب علشان السيمتوماتيك كنترول بتاع الدياستولي كارتيفيلير انك تزود ديوريشان الدياستول قدر الامكان تزود ديوريشان الدياستول قدر المستطاع تخلي القلب يملى اكبر فترة ممكنة عشان تخليه يملى على قد ما يقدر بان انت تدي حاجة تزود ديوريشان الدياستول ايه افضل حاجة جماعة كده اه ايه افضل دوة خدناكا بيزود ديوريشان الدياستول ايه افضل دوة خدناكا بيزود ديوريشان الدياستول بيتا بلوكر مش مكتوبة عندك هنا اه تدي بيتا بلوكر بيتا بلوكر وممكن ندي معاها دايوليتكس علشان خاطر لو فيه في العيان او فيه عند العيان فوليوم اوبرلود او عنده بخلاف ذلك بقى بنبدأ نعالج السبب يعني لو السبب هايبرتنشان عالجه ولا عمل هايبرتروفيا لو السبب اريزمي عالجه لو السبب رينال ديزيز او فاسكولار ديزيز عالجه فاحنا بنتريد الكوز وبندبيت بلوكر وضيوريتك بنتريد الكوزز وندبيت بلوكر وضيوريتك تمام خد بالك كيفاكت اللطيفة دي اللي بتقولك ان الدياستوليك ديسفونكشن ممكن يقلب سيستوليك ديسفونكشن يعني مثلا لو واحد عنده هايبرتنش وحصل له هايبرتروفيا لما حجم عضلة القلب يزيلد هيبقى الكوروناري سبلاي اللي جايلها مش معضي عليها فتبدأ اجزاء من عضلة القلب المتضخمة دي تموت ولما يبدأ اجزاء منها يبدأ الدياستوليك يقلب بعد كده السيستوليك ديسفونكشن وهي دي فكرة ان الهيف بيف يقلب لهيف ريف هيف ريف عن طوفه هيف بيف عنده كلام ملوش ده كلام صوفيستيكيتد وملوش اي لازم تمام ده المانيجم تاعد ديستوليك هارتفيريار انا سبت المانيفستيشن بتاعت الدياستوليك للاخر لاني مش محتاجها خالص لان انا عارف ان اس والله يرجع ضمير يقنبني يقولك لأ خطه الساينز السيمتوم زي هي هي بتاستوليك هارتفيريار بس بيبنعها اس ايه فور بقى جماعة بدل اس سريف خلاص احنا مش محتاجين نقعد نعيد ونزيد في الكلام اكتر من اسمع من حضراتكم الاوكي على سيكشن الهارتفيريار بالكامل ووبس الدكارديو ميو بسي الدكارديو ميو بسي دة نواع رئيسية لازم توب اعرفهم ونوع رابع قايله اليوورلد اللي هو البريبارتم كارديو ميوباسي مش جايب سيرته الفرستيات خانص ومش جايبه سيرته الكتب يعني بس جايب سيرته اليوورلد البريبارتم كارديو ميوباسي ابطالما كارديو ميوباسي هو سبب من أسباب الهارت فيجر إذن الفرست ستبين مانجمينتين إني ساسبكت الكيسو في كارديو ميوباسي إيه كو لا خلاف على ذلك خلاص إحنا مش مختلفين على النقطة طيب تعالوا نبدأ بأول نوع كارديو ميوباسي وهو الضيلات كارديو ميوباسي الضيلات كارديو ميوباسي ده من الآخر يا جماعة هو اللي بيحصل on top of systolic failure on top of systolic failure إن القلب بعد ما بيفلير أو بعد ما بيفلير لو فلير بزيادة بيتملي دم في الشامبرز بتاعته الضيلات هي دي فكرة الضيلات الكارديو ميوباسي violated chambers of the heart ودي ممكن طبعا تحصل on top of أي سبب يؤدي إلى systolic failure زي الاسكيميا الhypertension السموم زي الالكوهول el chagas disease ده اللي كان بيحصل بسبب organism او blood protozoa يدعى بيحصل بسبب blood protozoa يدعى tripanisoma cruzi bravo عليكم tripanisoma cruzi اللي كان بيعمل حاجة اسمها american tripanisomyosis لو فاكرين american tripanisomyosis كان بيعمل megacolon tripanisoma cruzi ده كان بيعمل autoimmune attack يخلي جهاز المناعة اه ياتاك 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 او الحزم العصدية اللي منضمنها الحزم العصدية بتاعت القلب والحزم العصدية بتاعت بتاعت زي حزم 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 وحزم بتاعت الكلون فكان بيعمل ميجا أصوفيغس وميجا كولون وميجا هارت لا مش ده kissing disease يا دكتور kissing disease ده اللي هو تعال ابشتاين بار فيروس والسيتو ميجالو فيروس ده اللي هو infectious mononucleosis ده اللي كان بيتنقل بكيسنج بغ هو كيسنج بس ده كان بيتنقل ببغ اسمها kissing بغ مش kissing disease تمام هو كان في kissing هو كان في بوس بس يا البغ هي اللي بتبوس مش العيان هو اللي بيبوس البغ ببوس لكن هو ما بيبوس اه ما فيش مشكلة المهم فيها أهم هم فيها بوس وخلاص يا الله ما نحن حد مهم يا فبالتالي يا جماعة ايه هو هو ايه بي اس وديوريتك وديجوكسن والله يشوف انا ما جيتش حاجة من عندي كلام كله واضح وصريح ما فيهوش أي حاجة أهم ما يميزه انك لو عرفت تشيل المشكلة اللي عاملة المنصيبة زي مثلا ان يكون فيه الكوحول او ان فيه تاكيكارديا او ان فيه مثلا انفكشن وعليكتو على فكرة ممكن المرض يخف تماما والمرض يريفيرس تماما وكومبليكت يريفيرس بل لو قدرت تخط ايه تحكز وتعليجها بدري بس علاجه زي علاج الهارت فيليار العادي او السيستوري كارت فيليار اي بي اس ودي دي شاب خالق اللي هو ايه دي دي اللي هو ديوريتك ديجوكسن الاسم ماشي ما فيش مشكلة النوع التاني حاجة طبقة على نفس القلب خليته مش عارف يضايستول ايه ده دي اللي هي ايه دي دي اللي هي هي يا جماعة دي اللي هي يعني اذا يا جماعة ضايليتك كارديو ميوباسي ليد ستو هيف ريستريكتف كارديو ميوباسي ليد ستو هيف ريف true or false true or false true رفو عليه تمام هو ده بيعمل ضايليتك كارديو ميوباسي وده بيعمل ده بيعمل ده ديستوليك ستوليك هارتي فالي ايزان اسباب هي اسباب ضايليتك هي هي اسباب ديستوليك فالي اللي هي القوز ساركويدوز اميلويدوز هيمو كروماتوز سكيليروز فايبروز او اي حاجة طبع على نفس القلب هنا العين بتشخص بالإيكو بتلاقي فيه preserved ejection fraction ولو عملت له ECG ده لو بقى هتلاقي فولت ال ECG واطي عارف ليه فيه حاجة مؤسرة على الفولت ونخلي يام الظاهر معاه اللي هي الحاجة اللي طبع على نفس القلب وترصبت في القلب تقللت فولت التهربة بتاع ممكن نلجأ البيوبسي في بعض الحالات لسيام غلايكوجين storage disease المدعو pompes disease لو فاكرية هنا العلاج غالبا بيرتكز على أنك تعالج السبب treatment of the cause النوع الثالث والأخير هو الhypertrophic cardiomyopathy أو الhypertrophic obstructive cardiomyopathy الhypertrophic obstructive cardiomyopathy ده ورافي وراسي ازاي والله ده autosomal dominant اللي بيجرب الضبط قالك والله بيحصل idiopathic asymmetric hypertrophy في البنتريكل أنا آسف أنا آسف كان لازم أجيب لكم صورة دي كان لازم نجيب صورة دي كان لازم نجيب صورة في الhypertrophic obstructive cardiomyopathy ايه 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 والصورة دي مهنة ايه نتعا نشوف الصورة مع بعض تعاون نتفرج على الصورة مع بعض ده كاترة صح صح دكتور اللي نام دكتور اللي نام صح صح حقوقوا علي والله تعبتوكم معايا بيحصل في hypertrophy hypertrophy في ال interventricular system hypertrophy في left ventricle أكتر من right side في ظهر ليل يما للشمال من القلب والinterventricular system تضخمه نحية اليمين ما تضخمش فلما الinterventricular system يتضخم يطلع بكرش على فيسد مخرج الأورطة دي بتتسمى اوتليت اوبستركشن بتتسمى ايه دا كاترة اوتليت اوبستركشن الاورتليت اوبستركشن دي يا جماعة ممكن تقلل الكاربياك وتقلل الدم اللي خارج في الأورطة وتقلل الدم اللي طالع للمخ فتعمل ريكارانت سينكوبا الاتاكس ريكارانت اتاكس ولو العين ضغط على نفسه أصر يلعب رياضة ويتتكى على نفسه بإكسرسيز ممكن يموت موت مفاجئ يموت بغتة صادن كاردياك ديث موست كومن كواز of sudden cardiac death in young athletes the most common cause of sudden cardiac death in young athletes is hypertrophic ايدي صوري is hypertrophic obstructive cardiomyel شايفيني presentation انتم معايا شايفيني شايف presentation بس نرجع presentation اتا مام طيب hypertrophic obstructive cardiomyopathy ده الموست common cause of sudden cardiac death in young athletes طيب اسأل سؤال السكن most common cause of sudden cardiac death in athletes and soldiers المحاربين والرياضيين second most common صعب صعبة المهم زي ما قلت لك ان ده ممكن يؤدي الى sudden cardiac death لو العين ضغط على نفسه برياضة واصر لعب رياضة طيب الحل ايه الحل انك تدي حاجة تنهيبت الهارت فلما تنهيبت الهارت هيمل اكتر فلما يمل اكتر الدم اللي هيمل اللي هيزوك عك الكرش اللي باص فيوسع الاورتك outlet ويريليف الاورتك outlet انك خليت القلب ملع دمه اكتر فالحل انك امنع الحاجات اللي بتأكت ازا اينوتروب بالعكس افويد اينوتروب افويد افويد اكسيس دايوريس هم لدي ايه ادي ادي اينوتروب ادي بيتا بلوك ادي كالسيا متشال بلوك من اللي بيشتغلوا على الهارت اللي هم الفيراباميل او الدلت يازم او دي سو فيرامايت عشان قطرة انهيبت الهارت اهبط القلب فيملى دم اكتر ويقض يملى فترة اطول فوسع الاوتلت وزو على الكرش ويريليف الاوتلت اوبستركش ده الهيبرتروفيك اوبستركتف كارديو ميوب سي ستريت باي كاردياك انهيبت البريبارتام كارديو ميوبسي ده بيحصل في الستات اللي حملت بعد التلاتين خصوصا لما يحمله بقى اكتر من عيل يعني حمل في توقم او تلاتة وانت طالع وجالهم تسمم حمل لسياما اللي جالهم بريكلمسي او اكلمسي بتبص تلاقي الايجيبشن فراكشن بتاعتهم قلت عن خمسة واربعين وبيبدأ عندهم الحوار في اواخر الحمل على الاسبوع الستة وتلاتين كده والحل الولادة المبتكرة قبل ما القلب يروح في داخل ايه اللي هيمنع عن الستة دي لو رجعت حملة مرة تانية ما يتكررش عندها الحوار تاني وهل الحوار بيخف بعد ما تولد ولا لا او بعد ما تولد غالبا الايجيكشن فراكشن بترجع تريكافر تاني والقلب بيسترد عفيته تاني طب هل بيحصل في السبسيكوان تبريجنانس ولا لا على الايجيكشن فراكشن وطيت لغاية كام اسناء الحمل لو الايجيكشن فراكشن وطيت لاقل من 20 ده بيزود وده بيخلينا نقول للست يا ريت ما تحملش تاني يحبز انك ما تحملش تاني اذا اهم معلومة في هي حتة والريسك اللي بيحدده الايجيكشن فراكشن في الاجيكشن فراكشن إذا احنا في هاي ريكارنس ريسك هاي ريسك في سبسيكوان 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 سي اسمع من حضراتكم الاكي على الكارديو ميوكسي عن ايه اللي بسي سي اس بقى معلش معلش لان كده الوقت تتاخر جدا مش عارف يعني هل نبقى احنا بقلنا كده كم سلاين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 حلو جدا والله مش روحش قرص مش روحش قرص بس عايزة اسألكم سؤال هل انتو مع ام ضد ان احنا نبدأ نص ساعة بدري بعد كده يعني نبدأ ثمانية ونص بدل تسعة يعني نحاول نبضر نص ساعة ماشي انا عارف ان التبدير نص ساعة ده خليكوا تقوموا بدري اكتر لو انتو ايمين الفجر بس عاية دي مالش نبضر نص ساعة شوية طيب خلص خلو جدا الله المستعد السيسي اسه الحمدلله السيكشن بتاعنا في داي وان مش هيطول قوي هو عشر سلايدات بس فالعملية مصيطة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كله يا جماعة يديني الاوكي انه شايف البرزنتيشن اللي قدامه بوضوح سي سي اس داي وان طبعا يا جماعة اللي واجه اهتمامه ستيب تو مش ستيب سري ممكن يخرج انت حصتها خلصت خلاص اللي واجه اهتمامه ستيب فري هو اللي هيكمل معايا النص ساعة الفضلة دي اللي هنتكلم فيها عن ال في البداية بس انا عايز اعرفكم المصادر الحلوة او اللي انا شايفها كويسة ممكن تحضر منها للسي سي اس او تحضر فيها للسي سي اس كيس لان انتو عارفين يا جماعة ان السي سي اس كيس كلها اي مع البراكتس الحقيقة يعني وانت عندك كذا مصدر ممكن تستخدمه المصدر الاولاني هو الحالات التجربية اللي موجودة على الموقع الرسمي للناشونال بورجز اوف ميديكال اجزامينيز او اليوسملي دوت اورج وده اللينك اهو انا هنزلكم الفايل ده بي دي اف طبعا زي ما نزلت لكم فايل كارديولوجي اللينك ده يدخلك على البراكتس ماتيريال دايريكتلي هتلاقي فيها سي سي اس كيس اختار سي سي اس كيس هول ستارت هيوريك او هيعرض عليك ست حالات سي سي اس تجريبيين الست حالات دول حضرتك شغلين على نفس البلاتفورم اللي هتلاقيها قدامك في امتحانك الحقيقي لك انت تخيل ذلك في موقع معرفش سمعته عنه ولا لا يا ريت اللي سمع عنه يعني ممكن يديني الوكي اسمه سي سي اس كيس دوت كوم وده عبارة عن سوفت وير حضرتك بتشترك عليه بينزلك ما يقرب من المية وخمسين حالة مية وخمسين حالة بالتومن كومبلينز اللي غالبا اللي امتحان ما بيخرجش براه ميزة السي سي اس كيس دوت كوم ان الابليكيشن في تصحيح يعني بعد ما بتخلص الحالة بيديك فيدباك عن البرفورمانس بتاعك بيقولك انت غلطت في ايه ايه الحاجات اللي نسيت تكتبها ايه الحاجات اللي كان المفروض تكتبها وما كتبتهاش كلام من هذا القبيل فده انا شايفه حلو جدا في السي سي اس كيس السوفت وير وبرضو ده اللينك بتاعهم يعني برضو هتقدر تخش عليهم على طول اول ما يبقى معاك البيدياف ثالث مصدر هو اليو وورلد طبعا في بنك اليو وورلد الخاص بالسي سي اس كيس بس ميزة اليو وورلد فحاجة واحدة بس انه بيديك الاجوريثمز تمشي عليها او جايد لاينز تمشي عليها بس ما بيصحح لكش الحالات انت بعد ما بتخلص الحالة بتلاقي اليو وورلد عرض لك الجايد لاينز بتاعتها وانت تشوف بقى انت وقعت ايه فدي انا شايفها عيب فيتل في اليو وورلد كبانك في السي سي اس ولازم يحاولوا يتغلبوا عليه في القريب العاجل لوين النوتس اللي بيكتبوها بالرغم من اني شايف ان يا ابدي الغرض وزيادة بانه بيعرفك النواقص وخلاص انت لو قدرت تعرف النواقص وما كررتش غلطك ده في الامتحان خلاص كل سنة انت طيب في برضو يا جماعة حاجة برضو طبعا كل السورس دي انا شايفها مفيدة لكن انا من وجهة نظري انت ممكن تستيك توان سورس منهم بس انت وفترتك اللي بتحضر فيها بقى يعني لو فترتك اللي بتحضر فيها لا فترة كبيرة انت مسلا لسه عاجز انت حال كبان ثلاثة شهر اولا اربع شهور مسلا ما انتش مستعجل ممكن تعملك منهم سورسين مسلا لو انت بستعجل بتنقلك سورس واحد وبتمشي عليه وخلاص في عندك حاجة اسمها مابينج سي سي اس مابينج سي سي اس ده برضو انا حاطط لك اللينك بتاعه مابينج سي سي اس ده بينزلك انتر اكتف بي دي اف الانتر اكتف بي دي اف ده بتقعد تدوس عليه وتنافيجيت كأنك برضو في ابليكيشن الامتحان وبتكتب الوردارات او بتكتب الوردارز بتاعتك وكل حاجة كل الحاجات دي كل واحد فيهم يبقى فيما يقرب من المية وحاجة كي السيناريو او المية وحاجة كيس the more scenarios you solve the better you perform هي دي السي سي اس يا جماعة السي سي اس ببساطة عايزة حد اللي هو اكتسب خبرة انه يتعرض لحالات عالك بالزبط زي ما اتقارن ما بين دكتور عالك حالة واحدة بس هارت فيلير ودكتور قابل 3-4-5 حالات هارت فيلير مين فيهم بيبقى متمكن اكتر من حالات الهارت فيلير اللي قابل 3-4-5 حالات فكل ما بتقابل حالات اكتر والcomplainz بتتكرر معاك وبتكتب الوردارز وبتعيد مرة تانية عليها كل ما هتبص تلاقي نفسك قادر تperform اسهل وتنجح اسهل في السي سي اس كومبوننت اللي بالمناسبة من common components اللي بتسقط في امتحان steps 3 رادرزان اسئلت الامسي كيو والكلام بتاعك لنك خد بالك من نقاط مهمة جدا واساسية مش معنى ان في عيانين في امتحانك ما تحسنوش انك سقط ناس كتير جدا فش الامتحان وتلاقي فيه اتنين تلاتة اربع عيانين ماتوا الله العظيم ويخرج فاكر نفسه صائد انا صائد بالتلاتة ويلا نفسه في الاخر نجح if your patient did not improve ما تتخضشه طوله نسقت اهم حاجة انك تكون كنت ماشي على protocol مناسب للcomplain اللي قدامك على فكرة فيه حالات بيبقوا مصممينها اصلا انك لو ديتها حتى standard therapy ما تتحسنش قوي فضى طبيعي اس لون جهاز انك ماشي على protocol انت في السليم والبروتوكول ده بيبقى قايم على انك تبقى هضمت المختلفة بالبروتوكول بتاع علاجها برضو فيه حد ممكن يقولك ده انا خلصت كل الحالات قبل وقت الحالة بكتير والوقت اللي assign لكل حالة كامل 25 دقيقة 25 minutes ولكن ده انا خلصت والوقت فاضي يا عمي ايه ده انا كل حالة كنت بتخلص معاي 5 دقايق ولا 8 دقايق بدلي لانا شكلي كده ما كنتش لقى حاجة اكتبها وبيني صائت لا عادي انت لو عارف كل حاجة بتكتبها بسرعة فعادي جدا ممكن الحالات تخلص معاك بدري عادي ما تتخدر طيب اللي سكورينج سيستم في السي سي اس بيبقى قايم على ايه بيبقى قايم على ان انت حطيت الاردارات الصح اللي هي الانفستيجيشنز المزبوطة اللي تساعد اللي تساعدك كطبيب انك تنرو داون الديفرينشال دايجنوزز وتوصل لتشخيص انك وصلت لتشخيص مناسب وبناء عليه كتبت للعيان تريتمنت مناسب بالتالي العيان تحسن معاك ويه اللي انت عملت له مونيتورينج في العيان زي مثلا عيان داخل هل حطته على كارديات مونيتور ولا لا عيان داخل هل عملت المونيتورينج بتحسب عليه المكان اللي بتعالج العيان فيه هل بتعالجه في المكان الصح ولا لا يعني عيان دي كيه جاي لك الأوفيس لازم تنقله طوارئ او عيان كارديات نخلق طوارئ عملت له لازم انتحوله او تحوله ايه دا فهل انت بتعالج في المكان المناسب او في المطرح المناسب ولا لا ايه دا هو انا ممكن اغير مكان العيان اه فيه اوبشن انك تعمل حاجة اسمها تشينج لوكيشن هنشوفها مع بعض ان شاء الله تمام خمس حاجة هي الافويدانس اوف كونترا انديكيشن انك بعدت عن اي حاجة كونترا انديكيتك في العيان دي بتخسسك بوينتس جامد وممكن تجيبك القارب يعني خطأ شنيع لو العيان عنده اليرجي بنسيلن وروحت انت كاتبله في الالات بنسيلن بازلت مثلا طفلة عنده سخونية وفايرل انفكشن رحت كاتبله اسفرين حد عارف ليه لو طفلة عنده سخونية وكتبت له اسفرين كخفض حرارة ده بيبوتهم اتريسك اوف ايه اوفريس سندرون واكيوت ليفر فيلير نصيبة وبالتالي افويدانس اوف كونترا انديكيشن دي بتلعب لعب جامد في السكورينج سيستم طبعا الطايمينج والسيكوانس يعني مثلا نسيت تكتب ايكو في عيان هارت فيلير هو كان باين من الكليني كان منافسيشن بتاعه النهارت فيلير نسيت تعمل ايكو روح تكاتبها متأخر اديته عليك بدري وبدأ يتحسن بعدين قلت يوه ده نسيت اكتب ايكو روح تكاتبها في الآخر كتابتك للايكو متأخر هتخسسك درجات وهتخسسك points فالتايمينج خصوصا في الاميرجنسي روم كيسز الار كيسز نهاري سوخ مثلا لو عين دخلك في الار وضغط واطي وما عملتش اي في اكسس وفليوينس وتأخرت فيها دي دي تخسسك points لوحدك فاهمين يا جماعة طيب طب هو انا في الـ السي سي اس كيس الستراتشور بتاعه يبقى ماشي زي قالك والله اول حاجة انت تطير الكيسة بتاعتك وبناءا عكس بتطلع في دماغك ديفرينشال دايجنوزيس وبناءا برضو عكس بتطلع في دماغك انت هتعمله موقع معينة انت هتعملها في الحياة اه ما انت بتدوس الاول كده وبتروح منك الحاجات اللي هتعملها ايه تمام طيب وبعدين تبدأ تخط اردارات هل مرتب الصح ولا غلط يعني هل عملت وبعد كده يعني الفيزيكال مهم جدا تعرف ان في اي عيان جاي لك في الايادة تفحص كله لو اعط نقطة في الاجزامنش هتخسر عليها فافحص كله انت جاي لك في الافيس ومفخدين فلازم تحلل فلوس الكشف يعني بتفحص كله إنما لو العيان ايمرجنسي وجاي الار وفحصت كله فعيان ايار هيبدأ يقول لك العيان بيسوق والعيان بيسرخ لوحدها الكلمة دي تخسسك فانت لازم تكسب وقت في عيان الار يعني 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 العيان جاي يبقى تركز في فحص ابدومن قصدي سوري تركز في فحص بص اللي اساسي لازم تفحصهم في كل الحالات في الامتحان حتى الار هم مين الجهل الجهل او جاهل اللي انت عايز جي جنرال ايه ابدومن اتشهار اللي لانز اللي لمس اللي هي الجهل ده اساسي تخطه في كل الاجزامينيشن حتى الفوكس الاجزامينيشن اللي في الايار بعد كده بقى تزود اكوردنج يعني يعني مثلا لو في الايار مثلا جايلك واحد بسكروتال بين فيتزود عالجهل جينيتال ايجزامينيشن كده يعني سكروتال بين ده اللي هو ممكن كنت ستيكولار تورشن مثلا تعمين طيب فإنما في الآذرز غير الايار بنفحص كل طب وبعدين ارداراتك تخط ارداراتك العادية مش ارداراتك الطوارئ وبعد كده تغير لو محتاج لده يعني لو هو جايلك في الطوارئ شوف هتغيره هتتابع معاه في العيادة ولا هتغيره تدخله كده عيزا انت تقرى الحالة تحضر تحضر تطلب بعدين تطلب emergency orders الاول وبعدين تطلب الالكتف orders وبعدين تتشينج الpatient location accordingly if required تمام واضحة طيب شوية حاجات لازم ان تاخد ده لك منها من دخلة الكيس يعني فيه شوية حاجات بتجيبها من عنوان الجواب او لازم ان تنطف في دماغك اول ما تبص على عنوان الجواب زي ايه مثلا عنوان الجواب بيكون يعني اول كلمتين في الحالة دايما مثلا 56 years old male دي كلمة يشوف انت 56 years old male ده عنوان الجواب اهو بص اي male معدل 50 سنة لازم تطلب له colonoscopy وdigital exam لزوم البيناين prostatic hyperplasia ومتابعة علشان colon cancer colonoscopy digital exam اي female معدية لاربعين سنة لازم ان تطلب لها ماموغرافي بزوم المتابعة للبرستي ده اساسي هتتحطس اردراتك ده automatic اللي انت نجهز وفي دماغك اول معارض ما اطلع الحالة واي عيان لازم ان تركز مع تطعيماته بيدخن بتطعيماته بيدخن بيشرب ولا لا تطعيماته لو لك هو ما خدش غير تطعيماته هو عي لان childhood vaccination وبعدها على طول هتطلب له booster diphtheria pertussis سيتانوس booster تيتانوس وبرتسس ودفتيريا لو booster dbt ويه لو كان immunocompromised او كبير في السن لازم ان نطلب له كمان تطعيم حد يقول ليه هو ايه كمان تطعيم نطلبه له لو كان كبير في السن او immunocompromised neumococcal vaccine neumococcal vaccine ولو كان طفل عنده sickle cell anemia ممكن نطلب له hymophilus influenza type b vaccine اللي هي تطعيمات capsulated organism اذا في اي ايج تاخد بالك هتكتب على ايه تطعيمات في اخر الحالة وانت بيقفل ولل بيدخن ولا لا بيشرب الكحول ولا عسس لو بيدخن وبيشرب الكحول لازم انتطلب smoking sensation تمام طيب اي في ملف ال ريبرودكتف ايج عملا بريجنان سي تست عشان تراح دي مالك وما تنسي بس هو المفروض بصراحة انديكيتد في الفيميلز لعندهم بس اي في مالي عام في ريبرودكتف ايج مش هنخسر لما تعمل بريجنان سي تست تمام تمام شوية بقى ريت فلاكز لازم انتاخد بالك منها وانت بتقرى الفايتال ساينز بقاة الباشن تاخد بالك انك لو لقيت الضغط واطي يبقى اساسي هتكتب اي في اكسس اي في اكسس اي في صلاين فارديا كمونيتور اي سي جي لو بلاد بريشار فعي هتحب الكمبو ده اتديره اكسس صلاين مونيتور اي سي جي اي عيان عنده تاكيبنية زيادة في الريسپيراتوري ريت او يعني عنده ديسنيا نهاجان نهاجان يبقى تطمن على اكسجين واتديره اكسجين احتياطي اكسي اكسي اتنين اكسي اكسيميتر اكسيجين اي عيان ضيابتك اوعى تنسى تطلب له هيموجلوب اي وان سي عشان متابعة السكر وعا تنسى انك تنصح انه يلتزم بالدواء تطلب له بقى حاجات زيادة كده زي ديابتك فود كير وافسلمولوجي كونسل ده اي عيان ديابتك اي عيان بيرجع اديره دواء ترجيع اي عيان عنده امساك اديره ملين اي عيان عنده اسهال اديره دواء اسهال اي عيان عنده سيفير اديره مورفين اي عيان عنده عادي اديره اسيتامينوفين اللي هو بنادون وخد بالك بالحساسيات ابعد عن اي دواء وسجل كويس عندك في ورقة العيان عنده حساسية من ايه عشان ما تغلطش وتكتب للعيان دواء عنده منه حساسية ابوس رجلك الحكاة مش نقصك خاص هيبقى غلط فيه كل وغلط ملوش لازمة طيب دي شوية يعني حاجات ممكن تشوف ادوك في اللي هي منبسطك بس بعد كده ضيابيتك ولا لا يعني بعد كده اللي ممكن تشتكي من اي عيان زي انه بيرجع عنده امساك اسهال عنده واجع اي عيان طوارق اي عيان داخل ER شوف المناسب من دول في الاول وطلبه له دي اول اردارات تبدأ بيها الامرجنسي لهم اتنين اي في اتنين اوكسي اتنين مونيتور اي اف اتنين اي في اتنين اكسي اتنين اتنين اي اف اتنين اي في اي في اكسس اي في اي في اكسس اي في اتنين اكسي اكسي اكسجين انهاليشن هل محتاج اكسيميطر وانهاليشن ده بتشوف مين فيهم ينفع تطلبه للعيام بتاعك على وش القفص كده. فيه سيكوانس للمعامل والإليكتف أوردرز انا بحب امشي عليه. مخصوا كلمة اسمها بوبي بوبي بي بلد. بابدأ الاول افكر ايه التحليل الدم اللي ممكن اطلبها للعيام بتاعي. سي بي سي. ميتامونيك تروفايل. ليفر فانكشن تست. ليبيدز. كواجيوليشن. تلتشر. دي بلد. بعدين او. اوذرز. اللي هي سبسيفيك ريلاتيب للكومبليم بتاع العيام. يعني تشيستي بين اي كي جي. عنده ازمة فاقول بيك اكس بايراتوري فلوريت. ده اللي هو الاسبسيفيك تست. مثلا شايفها ماياسينيا او شايفها عندها مصل فاتيج فرحقاي الالكترو مايوغرافي. كده يعني ده اسمه اوذر تست انا بقول عليه كده. والاو برضو ستانس فور اوكزيميتر. على اساس افتكر الاوكزيميتر حتى لو الحالة مش حالة الطوارئ. طب. يو يورين. اناليسس كالتشار بي سي ار توكسيكولوجي. طب بيه بريجنانسي. لو ست في الريبرودكتب ايج. نطلق. از انديكاتي. اي ايمدجينج. هل في اي اشعة ممكن تطلب للعيان ده. سي تي. الترا ساوند. ام ارائي. فاينالي بعد البوبي. دو نط. دو نط. دو نط read before you investigate. اكسبت لو الهدف انك تستابلايز العيان. وده مش هيحصل الله في الطوارئ. ما تستسهلش انك تطلب حاجة انفيزيف. don't easy on invasive tests. بيكرهوا الانفيزيف تستس وممكن تخصيصها points. يعني مثلا ما تقولش لاباروسكوبي. لا لاباروسكوبي اكسبلوريش. يا راجل اصبر. شوف ان كان في حاجة ليس انفيزيف ممكن توصل بها للتشخيص وطلبها الاول. وشوف وصلت للتشخيص والعيان تحسن على علاجك ولا لا. كل ما توردر less invasive test كل ما هيبقى افضل. تمام? شوية سكيمات ممكن تفيدك في اللابس. دي سكيمات ممكن تفيدك في اللابس. كل العيانين لازم ان تطلب لهم cdc و basic metabolic profile. ويورين روتين. بس. تطوم في كل العيان. يعني دولة مادان كده اول تلات تكتبهم على وش القفص. امت تطلب coagulation studies? افتكرها بالنيمونيك ده. علشان ما تنساهاش. bleeding needle in an operation. bleeding needle in an operation يعني ايه? يعني هيتطر انه يخش عمليات او هيعمل عمليات. bleeding needle in an operation. عشان ما تستجدكو ايه? طب امت تطلب liver function test? yellow abdomen. طبعاً دنيمونيك برضو. ال yellow abdomen ده. تفتكر yellow يعني جوندز. اي عيان عنده جوندز او اي عيان عنده abdomen. abdominal pain. ممكن نطلب liver function test. syroid function test تطلبها امت? FF. fatigue forgetful. اللي عنده فاتيج او اي حد عنده فاتيج او عنده forgetfulness. بينسى كتير. اللي هو نبادئ dementia. lipid profile. امت تطلب lipid profile. يكري اب كلمة دو. not cry. D. do for diabetes mellitus. not. notic. nephrotic. not. notic. nephrotic. lipid profile indicated for nephrotic syndrome. cry. see coronary artery disease. cry. coronary artery disease. do not cry. lipid profile. تمام? ال ABG او الارتيريال blood gaz بنطلبها في جملة موسيقية جميلة. اللي اي. ديسنيا هايبوكسيا. ديسنيا هايبوكسيا. ديسنيا هايبوكسيا. ديسنيا هايبوكسيا. اللي عنده نهجان وناصف الاكسوجين. لان غالباً عنده اسيدوزز. فلازم تكونفرمي الاسيدوزز بليه بيجيه. التوكسيكولوجي. 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 برضو جملة موسيقية تانية. التوكسيكولوجي بنحتاجه في اي عيان جاله sudden. مهمة ديو جيمة sudden دي. لان الصدن دي معنا انه تعطى حاجة. sudden. ديسنيا كونفيوجن اريزميا. ديسنيا كونفيوجن اريزميا. خلاص. ديسنيا كونفيوجن اريزميا. نهجان دروخة رفرفة. لان دي غالباً تعطى حاجة. اي صار في اي حالة فيها اي حالة روماتولوجي. اي حالة اوتويميون. نازم تططو بيه الصار وسيريكو بروتيين. that's it for today. احنا لسه المرة الجاية في day two هنكمل الانترودكشن تو سي سي اس. بعد كده نبدأ نحل امثلة. هنبدأ نحل امثلة السي سي اس كيس. هنمثلت السي سي اس كيس هديك بس للبلاتفورم. افراجت على البلاتفورم عاملة زي وبعد كده نمسك كي سي بكون بلينز ونشوف ارداراتها المناسبة ايه. المناسبة بتاعها ايه. خلاص. والاااا 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 الااا والااا والااديشنال والااا الانفورميشن اللي لازم تتعرف عن الكيس دي تمام اسمع من حضراتكم الاوكي على داي وان في الماجيك يو سيملي ستيب تو سلاش تري ريفيو اعملوا حسابكم يا جماعة ان احنا كل داي هنحدد يوم الدي اللي بعد لان فيه ايام هناخدها اف او بمعنى صح غمر مصوتي ما هيشتغل كل يوم متواصل بالريت او بالمعدل ده فولكن ان شاء الله زي ما قلتلكم ان احنا خلال two months بالكتير باذن الله هنكون مخلصين curriculum او content كامل ما تقلقش داي تو يا جماعة ان شاء الله يكون بكرة بكرة هناخد داي تو باذن الله خلاص يعني بكرة هنبدأ في اليوم الثاني غدا باذن المو خلاص تمام تمام فاحنا لقاءنا غدا ان شاء الله بس هنبدأ بها تمانية ونص بدلا من التاسعة مساء بتوقيت نيويورك بيزدنبا شكرا جزيلا لكم جميعا اسألكم الدعاء بالتوفيق وبالتوفيق والنجاح والتجارة في السلاحة شكرا سلام عليكم اشتركوا في القناة